الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط السادس والعشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تهت عنوان التعجب قوله ما وضع لانشاء التعجب اي فعل وضع لانشاء التعجب لانه في قسم الافعال فلا ينتقض الحد بنحو ناهيك به ولله دره وواهل له ويا لك رجلا وكاليوم رجلا قويل امه رجلا بلى ينتقض بنحو قاتله الله من شاعر ولا شل عشره فانه فعل وضع لانشاء التعجب وليس بمحض الدعاء وكذا قولهم ابرحت ربا الا ان يقول ان هذه الافعال ليست موضوعة للتعجب بل استعملت لذلك بعد الوضع واما نحو تعجبت وعجبت فهو ان كان فعلا ليس للانشاء وعلم ان التعجب انفعال يعرض للنفس عند الشعور بامر يخفى سببه ولهذا قيل اذا ظهر السبب بطل العجب ولا يجوز التعجب منه تعالى حقيقة اذ لا يخفى عليه شيء ففعل التعجب في اصطلاح النحاة هو ما يكون على صيغة ما افعله او افعل به دالا على هذا المعنى وليس كل فعل افاد هذا المعنى يسمى عندهم فعل تعجب قوله وهي غير متصرفة لمشابهتها بالانشاء للحروف وهي غير متصرفة وايضا كل لفظ منها صار علما لمعنى من المعاني وان كان جملة فالقياس الا يتصرف فيه احتياطا لتحصيل الفهم كاسماء الاعلام فلهذا لم يتصرف في نعمة وبئسة وفي الامثال قوله ولا يبنيان الا مما يبنى منه افعل التفضيل قد مضى ذلك في باب افعل التفضيل ويزيد عليه فعل التعجب بشرط وهو انه لا يبنى الا مما وقع في الماضي واستمر بخلاف التفضيل فانك تقول انا اضرب منك غدا انا اضرب منك غدا ولا يتعجب الا مما حصل في الماضي واستمر حتى يستحق ان يتعجب منه اما الحال الذي لم يتكامل بعد والمستقبل الذي لم يدخل بعد في الوجود والماضي الذي لم يستمر فلا تستحق التعجب منها فلهذا كان اشهر صيغتي التعجب على الماضي اعني ما افعل قيل لا يبنى فعل التعجب الا من فعل مضموم العين في اصل الوضع او من المنقول الى فعل اذا كان من غيره نحو ما اضرب وما اقتلى ليدل بذلك على ان المتعجب منه صار كالغريزة لان باب فعل موضوع لهذا المعنى وكذا قيل في افعل التفضيل فكأن اصل ما اضربك لزيد وما اقتلك له وانت اضرب لزيد وانت اضرب لزيد واقتل له ضرب لزيد وقتل له ولم يستعمل هذا الاصل لان نقل الفعل الى فعل لبناء التعجب والتفضيل منه لا لذاته فلهذا لا يتعديان الى المفعول الذي كان الفعل الثلاثي يتعدى اليه بنفسه الا باللام كما رأيت ولا يبنى فعل التعجب من المبني للمفعول لما مر في افعل التفضيل ويجوز تعليل امتناع مجيئهما للمفعول بكونهما مأخوذين من فعل المضموم العين كما ذكرنا وهو لازم وربما يبنى من المفعول اذا امن القباسه بالفاعل نحو ما اجنه وما اشهره وما امقته الي وما اعجبه الي وما اشهاه الي فيتعدى كما ذكرنا في افعل التفضيل الى ما هو الفاعل في المعنى بإلى او بعند نحو احظى عندي وذلك اذا تضمن معنى الحب او البغض قال سيبويه جميع ذلك مبني على فعل وان لم يستعمل فكأن ابغضه واعجبه وامقته من بغض وعجب ومقته وان لم يستعمل واشهاه من شهوة كما يقال رموة اليد يده وقياس التعجب من المبني للمفعول ان يكون الفعل المبني له صلة لما المصدرية القائمة مقام المتعجب منه بعدما اشد واشدد ونحوهما نحو ما اشد ما ضرب واشدد بما سجن ويبنى ايضا من باب افعل افعالا قياسا عند سيبويه سماعا عند غيره نحو ما اعطاه للمعروف وما ابغضني له والاخفش والمبرد جوزا بناءه من جميع الثلاثي المزيد فيه كما مر في افعال التفضيل وربما بني من غير فعل نحو ما احنك هذه الشاه كما قيل هو احنك الشاتين اي اكلهما وكذا يقال ما اابله وما افرسه ما اابله وما افرسه وان لم يستعمل منهما الفعل كما مر ويستعمل منهما الفاعل نحو اابل وفارس وقد اابل وفارس وقد يبنى من غير متصرف نحو ما انعم وما ابأس ويجوز ان يبنى من العيوب الباطنة كافعل التفضيل نحو ما احمقه وما انوكه وما الده ونذر ما خيره وما شره بحذف الهمزة بخلاف خير وشر في التفضيل ويتعدى الى غير المتعدب منه كما يتعدى اليه افعل التفضيل سواء ولمشابهة افعل التعجب لأفعل التفضيل في الوزن والاصل المبني منه وشرائط بنائه وتصحيح العين في نحو ما اقوله وما ابيعه وتعديه بما يتعدى به افعل التفضيل توحم غير الكسائي من الكوفيين ان افعل التعجب اسم كافعل التفضيل وقوى وهمهم تصغيرهم اياه في قوله يا ما اميلح غزلان شدم لنا منها اولياء كن الضال والسامري واما الكسائي فوافق البصريين في فعليته ولولا فتاح الفعل وانتصاب المتعجد منه بعده انتصاب المفعول به لكان مذهبهم جديرا بان ينصر وقد اعتذر لفتح آخره بكونه متضمنا لمعنى التعجب الذي كان حقيقا بان يوضع له حرف كما مر في بناء اسم الإشارة فبني لتضمنه معنى الحرف وبني على الفتح لكونه أخف فما مبتدأ وأحسن خبره أي شيء من الأشياء متعجب من حسنه وما نكرة غير موصوفة واعتذروا نصب المتعدل منه بعد أفعل بكونه مشابها للمفعول لمجيئه بعد أفعل لفعل مضمر فاعله فموقعه موقع المفعول به فانتصب انتصابه فهو نحو قوله ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام بنصب بنصب الظهر وهو ضعيف لأن النصب في مثل أجب الظهر وحسن الوجه توطئة لصحة الإضافة إلى ذلك المنصوب كما مر في الصفة المشبهة ولا يضاف أفعل إلى المتعجب منه والجواب عن تصحيح العين في نحو ما أقوله وما أبيعه وأقول به وأبيع به أن الإعلال نوع تصرف وفعل التعجب غير متصرف ومن ثم لم يجز الإدغام في نحو أشدد به في التعجب كما جاز في غيره وأما التصغير فمع كونه شاذا مقصورا على السماع إلا عند الكسائي فإنه يدعي الطراده ويقيس عليه أفعل به في جواز التصغير فإنما جاز ذلك لأنه بعدم التصرف فيه شابه أفعل الاسمي كأبيض وأقول قوله ويتوصل في الممتنع يعني بالممتنع ما لا يكون ثلاثيا نحو ما أحسن استخراجه ودحرجته أو كان من الألوان والعيوب الظاهرة نحو ما أشد بياضه أو عوره أو لم يكن تاما نحو ما أشد كونه قائما أما ما لزم النفي كما نبس أو كان مصوغا للمفعول أو عادما لمصدر مشهور فلا يمكن التوصل بمصادرها إلى التعجب منها ولا إلى بيان التفضيل فيها إذ لا مصدر منفيا لنحو نبس أو مصوغا للمفعول لنحو جنة وكذا لا مصدر لنعمة وبئسة ويذر ويدع حتى يوقع شيئا منها بعد ما أشد وأشد منك وربما استغنوا عن بعض ما يصح التعجب منه بمثل التوصل المذكور كما لم يقل ما أقيله استغناء بما أكثر قائلته قوله ولا يتصرف فيهما بتقديم ولا تأخير كل واحد من التقديم والتأخير يستلزم الآخر لأنك إذا قدمت شيئا على شيء فقد أخرت المقدم عليه عن المقدم يريد أنك لا تقول زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن لما ذكرنا من الوجهين في عدم تصرفهما في أنفسهما وأما الفصل بين الفعلين والمتعجب منه فإن لم يتعلق الفصل بهما فلا يجوز اتفاقا للفصل بين المعمول وعامله الضعيف بالأجنبي فلا يجوز لقيته فما أحسن أمس زيدا على أن يتعلق أمس بلقيت وكذا إن تعلق بهما وكان غير ظرف نحو ما أحسن قائما زيد وذلك لأنه نوع تصرف في علم التعجب وإن كان بين الفعل والفضلة وأما بالظرف فمنعه الأخفش والمبرد وأجازه الفراء والجرمي وأبو علي والمازني نحو ما أحسن بالرجل أن يصدق وأحسن اليوم بزيد وأجاز بن كيسان توسيط الاعتراض بلولا الامتناعية نحو ما أحسن لولا كلفه زيدا ويفصل بكان وحدها بينما وأفعل وهي مزيدة على ما ذكرنا في باب كان وقال السرافي كان خبر ما وفيها ضميره وأحسن زيدا خبر كان وفيه بعد لأن كان ليس على صيرة التعجب وفعل التعجب لا بد أن يكون على أفعل وفائدة الفصل بكان في نحو ما كان أحسن زيدا أنه كان في الماضي حسن واقع دائم إلا أنه لم يتصل بزمان التكلم بل كان دائما قبله وشذ الفصل بأصبح وأمسى في قولهم ما أصبح أبردها والضمير للغداة وما أمسى أدفأها والضمير للعشية ولا يتجاوز المسموع فيهما ولا يقاس يكون على كان في الفصل به خلافا لابن كيسان قوله وما ابتداء أي مبتداء مع كونه نكرة عند سبويه والأخفش في أحد قوليه وذلك لأن التعجب كما ذكرنا إنما يكون فيما يجهل سببه فالتنكير يناسب معنى التعجب فكأن معنى ما أحسن زيدا في الأصل شيء من الأشياء لا أعرفه جعل زيدا حسنا ثم نقر إلى إنشاء التعجب وانمحى عنه معنى الجعل فجاز استعماله في التعجب من شيء يستحيل كونه بجعل جاعل نحو ما أقدر الله وما أعلمه وذلك لأنه اقتصر من اللفظ على ثمرته وهي التعجب من الشيء سواء كان مجعولا وله سبب أو لا فهمزة أفعل لتعدية ما كان لازما بالأصالة نحو ما أحسنه أو لتعدية ما صار لازما بالنقل إلى فعلا إلى مفعول غير مفعوله الأول وهو فاعل أصل الفعل نحو ضرب زيد عمرا فيما أضرب زيدا لعمر فما مبتدأ وأفعل خبره وفيه ضمير راجع إلى ما وهو فاعله والمنصب بعده مفعوله وقال الأخفش في القول الآخر ما موصوله والجملة بعدها صلتها والخبر محذوف أي الذي أحسن زيدا موجود وفيه بعد لأنه حذف الخبر وجوبا مع عدم ما يسد مسده وأيضا ليس في هذا التقدير معنى الإبهام اللائق بالتعجب كما كان في تقدير سيبويه ومذهب سيبويه ضعيف من وجه وهو أن استعمال ماء نكرة غير موصوفة نادر نحو فنعم ماهي على قول ولم تسمع مع ذلك مبتدأ وقال الفراء وابن درستويه ما استفهامية ما بعدها خبرها وهو قوي من حيث المعنى لأنه كأنه جهل سببه فاستفهم عنه وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب نحو قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين وأتدري من هو ولله دره أي رجل كان قال فأومأت إيماء خفيا لحبتر ولله عينا حبتر أيما فتى قيل مذهبه ضعيف من حيث إنه نقل من معنى الاستفهام إلى معنى التعجب فالنقل من إنشاء إلى إنشاء مما لم يثبت وأما أحسن بزيد فعند سيبويه أفعل صورته أمر ومعناه المرض من أفعل أي صار ذا فعل كألحم أي صار ذا لحم والباء بعده زائدة في الفاعل لازمة وقد تحذف إن كان المتعجب منه أن وصلتها نحو أحسن أن تقول أي بأن تقول على ما هو القياس وضعف قوله بأن الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد بل جاء الماضي بمعنى الأمر نحو اتقى أمرء ربه وبأن أفعل بمعنى صار ذا كذا قليل ولو كان منه لجاز ألحم بزيد وأشحم بزيد وبأن زيادة الباء في الفاعل قليلة والمطلد زيادتها في المفعول فقال الفراء وتبعه الزمخشري وابن خروف إن أحسن أمر لكل واحد بأن يجعل زيدا حسنا وإنما يجعله حسنا كذلك بأن يصفه بالحسن فكأنه طيل صفه بالحسن كيف شئت فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون في شخص كما قال وقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لسانا قائلا فقلي وهذا معنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير سيبويه وأيضا همزة الجعل أكثر من همزة صار ذا كذا وإن لم يكن شيء منها قياسا مضطردا وإنما لم يصرف على هذا القول أفعل وإن خوطئ به مثنن أو مجموع أو مؤنث فلم يقل أحسنا أحسنوا أحسني أحسننا لما ذكرنا من علة كون فعل التعجب غير متصرف وسهل ذلك إمحاء معنى الأمر فيه كمن محى فيما أفعل معنى الجعل وصار معنى أفعل به كمعنى ما أفعل وهو محض إنشاء التعجب ولم يبق فيه معنى الخطاب حتى يثنى ويجمع ويؤنث باعتبار تثنية المخاطب وجمعه وتأنيثه فهمزة أفعل على هذا للجعل كهمزة ما أحسن والباء مزيدة في المفعول وهو كثير كما يجيء في حروف الجر وأجاز الزجاج أن تكون الهمزة للصيرورة فتكون الباء للتعديه أي جعله ذا حسن والأول أولى لقلة همزة الصيرورة ثم إن الزجاج اعتذر لبقاء أحسن في الأحوال على صورة واحدة بكون الخطاب لمصدر الفعل أي يا حسن أحسن بزيد وفيه تكلف وسماجة من حيث المعنى وأيضا نحن نقول أحسن بزيد يا عمر ولا يخاطب شيئان في حالة واحدة إلا أن نقول معنى خطاب الحسن قد محى ويجب كون متعجب منه مختصا فلا يقال ما أحسن رجلا لعدم الفائدة فإن خصصته بوصف نحو رجلا حاله كذا جاز وإذا علم المتعجب منه جاز حذفه نحو لقيت زيدا وما أحسن قال تعالى أسمع بهم وأبصر فلفظ بهم إنما جاز حذفه عند الفراء لكونه مفعولا وأما عند سيبويه فإنه وإن كان فاعلا والفاعل لا يجوز حذفه إلا أنه بملازمته للجر وبكون الفعل قبله في صورة ما فاعله مدمر والجر والمجرور بعده مفعوله أشبه الفضلة فجاز حذفه اكتفاء بما تقدم فإن لم يلزمه الجر كما فيما جاءني من رجل وكفى بزيد ولم يجوز حذفه ولا يؤتى لفعلي التعجب ولا لأفعل التفضيل بمفعول مطلق خلافا لمن أجاز ذلك لأنها لجمودها صارت كنعمة وبئسة مما لا مصدر له ولا يجوز العطف على الضمير المستتر فيما أحسن زيدا ولا فيه أحسن بزيد ولا سائر التوابع ولا الإخبار عنه بالذي أو باللام لأنه محى عنه معنى الفاعلية كما قدمنا بل معناه الآن أي حسن حسن زيد فلو جاء بتوابعه أو أخبر عنه لاعتبر بعد نحائه وأجاز ذلك قوم بعد المنصوب وأما قبله فلا لما تقدم أنه لا يفصل إلا بالظرف عنوان أفعال المدح والذن معناها شرط فاعلها المخصوص وإعرابه قوله أفعال المدح والذن ما وضع لإنشاء مدح أو ذن فمنها نعمة وبئس وشرطها أن يكون الفاعل معرفا باللام أو مضافا إلى المعرف بها أو مضمرا مميزا بنكرة منصوبة أو بما مثل فنعم ماهي وبعد ذلك المخصوص وهو مبتدأ ما قبله خبره أو خبر مبتدأ محذوف مثل نعم الرجل زيد وشرطه مطابقة الفاعل وبئس مثل القوم الذين وشبهه متأول وقد يحدث المخصوص إذا علم مثل نعم العبد وفنعم الماهدون وساء مثل بئس ومنها حب ذا وفاعله ذا ولا يتغير وبعده المخصوص وإعرابه كإعراب مخصوص نعمة ويجوز ويجوز أن يأتي قبل المخصوص أو بعده تمييز أو حال على وفق مخصوصه قوله ما وضع لإنشاء مدح أو ذم هذا كما تقدم في باب الكنايات في بيان أن كم الخبرية متضمنة للإنشاء وذلك أنك إذا قلت نعم الرجل زيد فإنما تنشئ المدح وتحدثه بهذا اللفظ وليس المدح موجودا في الخارج في أحد الأزمنة مطابقة لهذا الكلام حتى يكون خبرا بلى تقصد بهذا الكلام مدحه على جودته خارجا ولو كان إخبارا صرفا عن جودته خارجا لدخله التصديق والتكذيب فقول الأعرابي لمن بشره بمولودة وقال نعم المولودة والله ما هي بنعم الولد ليس تكذيبا له في المدح إذ لا يمكن تكذيبه فيه بل هو إخبار بأن الجودة التي حكمت بحصولها في الخارج ليست بحاصلة فهو إنشاء إنشاء جزءه الخبر وكذا الإنشاء التعجبي والإنشاء الذي في كم الخبرية وفي ربا هذا غاية ما يمكن ذكره في تمشية ما قالوا من كون هذه الأشياء للإنشاء ومع هذا كله فلي فيه نظر إذ يطرد ذلك في جميع الأخبار لأنك إذا قلت زيد أفضل من عمر ولا ريب في كونه خبرا لم يمكن أن تكذب في التفضيل ويقال لك إنك لم تفضل بل التكذيب إنما يتعلق بأفضلية زيد وكذا إذا قلت زيد قائم وهو خبر بلا شك لا يدخله التصديق والتكذيب من حيث الإخبار إذ لا يقال إنك أخبرت أو لم تخبر لأنك أوجدت بهذا اللفظ الإخبار بل يدخلانه من حيث القيام فيقال إن القيام حاصل أو ليس بحاصل فكذا قوله بنعم المولودة بيان أن النعمية أي الجودة المحكوم بثبوتها خارجا ليست بثابتة وكذا في التعجب وفي كم وربا قوله فمنها نعم وبئس اعلم أن نعم وبئس في الأصل فعلان على وزن فاعل بكسر العين وقد اضطرد في لغة تنيم كما يجيء في التصريف في فاعل إذا كان فاؤه مفتوحا وعينه حلقيا أربع لغات سواء كان اسما لرجل لعثا أو فعلا كشهد إحداها فعل وهي الأصل والثانية فعل بإسكان العين مع فتح الفاء والثالثة فعل بإسكان العين مع كسر الفاء والرابعة فعل بكسر الفاء إتباعا للعين وكذا طرد طرد إتباع الفاء للعين في فعيل إذا كان عينه حلقيا لمشاكلة العين قالوا رعيف وشهيد وشعير والأكثر في هذين الفعلين خاصة كسر الفاء وإسكان العين إذا قصد بهم المدحو والذن عند بني تنيم وغيرهم قال سبويه كأن عامة العرب اتفقوا على لغة تنيم وقد استعمل طرفة نعمة على الأصل في قوله نعم الساعون في الأمر المبر ومنه قوله تعالى فنعم ما هي بفتح الفاء وكسرها على القراءتين ولم يجز إسكان كسرة العين مع ما لقصد الإدغام وقرأ يحيى بن وثاب في الشاذ فنعم عقب الدار بفتح الفاء وسكون العين ولم يأتي بئس في القرآن إلا مكسور الفاء ساكن العين وإنما لم يتصرف فيهما لكونهما علمين في المدح والذن كما ذكرنا في باب التعجب قوله وشرطه أن يكون الفاعل معرفا باللام أو مضافا إلى المعرف بها نحو نعم صاحب القوم أو مضافا إلى المضاف إلى ذي اللام وهلم جرا نحو نعم وجه فرس غلام الرجل وعلم أن اللام في نحو نعم الرجل زيد ليست للاستغراق الجنسي كما ذهب إليه أبو علي وأتباعه لما ذكرنا في باب المعرفة أن علامة المعرف باللام الجنسية صحة إضافة كل إليه كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر ولا يصح أن يقال نعم كل الرجل زيد وكيف يكون زيد كل الرجال فإن قلت بل هذا على سبيل المجاز والمبالغة كما تقول أنت الرجل كل الرجل قلت امتناع التصريح في مثل هذا بنحو نعم كل الرجل يدل على أنه لم يقصد به ذلك المعنى وكل قائل بنحو نعم الرجل يجد من نفسه أنه لا يقصد ذلك المعنى وأيضا فإنه لا يقصد معنى المبالغة المذكورة إلا مع التصريح بلفظ كل فلا يقال أنت الرجل بمعنى أنت كل الرجل بل معنى أنت الرجل إذا قصدت المدح أنت من سواك كأنه بالنسبة إليك ليس برجل وليست اللام في نعم الرجل للإشارة إلى ما في الذهن كما قال المصنف لما بينا في بب المعرفة ودليل فعليتهما لحاق التاء التي لا تقلبها أن في الوقف بهما وهي إنما تلحق الفعل وأربعة أحرف إحداها لا تاء مع أن بعض الكوفيين يقول هي التاء التي تزاد في أول حين والآن قال نولي قبل نأي داري جمانا وصلينا كما زعمت تلانا وقال العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من نطعمي كامر في قسم الأسماء والثانية والثالثة اللتان تلحقان ثم وربا والأكثر أنهما لا تلحقهما إلا إذا وليهما المؤنث إذانا به من أول الأمر وذلك إذا عطفت بثم قصة على قصة قال فمضيت ثم تقول لا يعنيني ولا تقول جاءني زيد ثم كعمر وقد جوزه ابن الأنباري ولا أدري ما صحته وقال ما وي يا ربت ما غارت شعواء كاللذعة بالميسم وقد جاء يا صاحب ربت إنسان حسن ربت إنسان حسن يسأل عنك اليوم أو يسأل عنه ويجوز أن يكون أرادا بالإنسان مؤنثا والرابعة التي تلحق لعل نحو لعلت هند قائمة وذليل فعليتهما أيضا ما حكاه الكسائي من نحو نعم رجلين ونعم رجالا والضمائر المرفوعة البارزة من خواص الأفعال وأيضا جواز استعمال جميع باب فعل من فعليته استعمال نعم وبئس يقوي فعليتهما أيضا ثم نقول إنهما بعد ذلك وهو كونهما فعلين مستقلين بفاعليهما كلاما صار مع فاعليهما بتقدير المفرد كصفة متقدمة على موصوفها كما في قوله والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل فالسندي نواصل القراءة تحت عنوان أفعال المدح والذن فصار معنا نعم الرجل رجل في غاية الجودة فكأنه كان أصل نعم الرجل رجل نعمة أي جيد فصار معا جزء جملة بعدما كان جملة مستقلة ولهذا نظائر نحو قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وظننت زيدا قائما على ما مر في باب ظننت ونحو يوم يجمع الله الرسل فإن الجمل في هذه الصور منسلخة عن معنى الجملية بدليل كون مضمون الأولى مبتدأا على ما قيل وكون مضمون الثانية مفعولا ومضمون الثالثة فاعلا ومضمون الرابعة مضافا إليه ومبنا كلامهم أن الجمل إذا كانت بمعنى المفرد فإن كانت علما فهي محكية مطلقة وإن لم تكن فإن كانت فعلية تركت على حالها كما مر في باب أعلمت قال تعالى ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه أي بدى لهم سجنهم إياه وإن كانت اسميه أعرب الجزآن بما استحقه مضمونهما فنصب الجزآن إن كان مفعولا نحو علمت زيدا قائما وأعرب الجزء الأول بإعراب الفاعل والجزء الثاني بإعراب المفعول إن كان المضمون فاعلا كما في باب كان إذ لم يجز رفعهما كما جاز نصب المذكورتين بعد علمت إذ لا يرفع فعل واحد اسمين بلا إتباع ولم يجز أيضا حكايتهما إذ الفعل لا بد له من مرفوع به وحكي الجزآن إن كان المضمون مضافا إليه إذ لم يمكن جر اسم واحد إلا اسما واحدا من دون إتباع ولو اقتصر على جر أولهما لم يكن لثانيهما إعراب مناسب كما كان نصب الثاني مناسبا للرفع تشبيها بالمفعول وأما الجمل التي هي خبر المبتدأ أو ما أصله المبتدأ كخبر كان وثاني مفعول أيضا أنتو والحال والصفة فليست بتقدير المفرد ولا دليل في كونها ذات محل من الإعراب على كونها بتقدير المفرد كما مر ولنرجع إلى المقصود فنقول لما صار نعم الرجل بمعنى المفرد وجب حمايتها لكونها فعلية كما في سواء عليهم أنذرتهم لكن ليس كونها بمعنى المفرد كما في سائر الجمل المذكورة أعني بتقدير مضمونها بل بتقدير مفرد هو الفاعل موصوفا بالفعل المتقدم كما ذكرنا وكان الأصل تنكير فاعل نعم وبئس لأنه من حيث المعنى خبر المبتدأ الذي هو المخصوص كما يجي فكان القياس أن يقال نعم رجل زيد ونعم رجلان زيدان ونعم رجال الزيدون إذ معنى نعم الرجل زيد زيد رجل جيد لكنهم التزموا أن يكون الفاعل معرفا باللام تعريف اللفظية كما في اشتري اللحم أو ضميرا مفسرا بما بعده وهو أيضا منكر في المعنى كما مر في بالمعرفة لداع لهم إلى ذلك وهو أنهم غلبوا تأخير هذا المبتدأ عن الخبر ليحصل به التفسير بعد الإبهام إذ له في النفوس وقع فأوردوا الفاعل في صورة المعرفة وإن كان نكرة في الحقيقة ليكون الكلام المفيد للمدح أو للذنب في الظاهر مصوغا على وجه لا ينكر لأن مدح شخص منكور من الأشخاص أو ذنبه لا فائدة فيه فبنوا أمر المدح والذنب من أول الأمر على وجه يصح في الظاهر والجملة الفعلية كما ذكرنا في تقدير مفرد وهو الفاعل الموصوف بالفعل وذلك لأنه سرب من الفعل معنى الزمان والحدوث فصار معنى نعمة جيد فكأنه صفة مشبهة ومجوز ذلك كون جميع الأفعال في المعنى صفات لفاعليها فصار نعم الرجل كجرد قطيفة ولا يقال إنما ذكرت قريب من دعوى علم الغيب فإن الأصول تدعو إليه وذلك لأنه تقرر بالدليل أن المخصوص مرتفع بالابتداء ما بعده خبره لا خبر مبتدأ مقدر إذ لو كان خبر مبتدأ مقدر لم تدخل نواسخ الابتداء عليه مقدما على فعل المدح أو الذنب ومؤخرا عنه نخو كنت نعم الرجل ويمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي فإذا ظهر كونه مبتدأ ما قبله خبره فلو كان الخبر باقيا على جمليته لوجب أن يكون فيها عائد إليه والاعتذار بكون ذلّام جنسا مستغرقا وكون الاستغراق له ولغيره بمنزلة العائد قد ذكرنا ما عليه ولو كان كذا لم يبقى مع الضمير المبهم المفسر بالنكرة استغراق لأن استغراق المضمر للجنس غير معهود والنكرة المفسرة أيضا بعيدة من الاستغراق لكونها في حيز الإيجاب والاعتذار بكون ذلّام قائما مقام الضمير على ما قاله المصنف لا يتم إذ لو كان في مقام الضمير لكان الضمير إذا قام قامه راجعا إلى المبتدأ غير محتاج إلى التنويز في نحو زيد نعم رجلا وكذا في نحو نعم رجلا زيد أيضا لأن الضمير فيه إذن كما في قولك أبوه قائم زيد وليس إذن اعتذار الأندلسي بكون اللامل التعريف الذهني المطابق لكل فرد فيكون إذن كالضمير الراجع بشيء إذ لا يجوز زيد ضرب رجل مع أن رجل يطابق كل فرد وإن لم يكن فيه لام يشار بها إلى ما في الذهن على زعمهم وقد مر في باب المعرفة أن التعريف الذهني لا معنى له فلم يبق إذن بعد بطلان الوجوه إلا أن تكون الجملة في تقدير المفرد على الوجه المذكور حتى لا يحتاج إلى الضمير ويؤيد كونها بتقدير المفرد دخول حرف الجر على نعم وبئس مضطردا كقول الأعرابي لما بشر بمولودة وقيل له نعم المولودة والله ما هي بنعم المولودة نصرها بكاء وبرها سرقة وقولهم نعم السير على بئس العير وليس زيد بنعم الصاحب وغير ذلك وليس ذلك على الحكاية وحذف القول كما قال بعضهم كقوله والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه أي بمقول فيه ذلك لأن ذلك في نعم وبئس مضطرد كثير بخلاف بنام صاحبه وحكى قطرب نعيم الرجل زيد على وزن شديد وكريم فهذه الحكاية إن صحت تؤكد كون نعم كالصفة المشبهة فيحمل ما جاء مضطردا من نحو يا نعم المولى ويا نعم النصير ويا بئس الرجل على أنه منادى وأيضا يجوز دخول لام الابتداء ولام القسم عليهما نحو إن زيدا لنعم الرجل ووالله لنعم الرجل أنت مع أنهما لا تدخلان الماضية بدون قد وهذه الأشياء هي التي غرت الفراء حتى ظن أنهما في الأصل اسماني ولو كان كذلك لم يكن لرفعنا بعدهما وجه إلا بتكلف ولأجل كون الجملة لمنزلة المفرد لم يتوسط بين جزئيها لا ظرف ولا غيره فلا يقال نعم اليوم الرجل فإذا تقرر ذلك قلنا في نعم الرجل زيد إن زيد مبتدأ ونعم الرجل خبره أي زيد رجل جيد ولم يحتج إلى الضمير العائد إلى المبتدأ لأن الخبر في تقدير المفرد والأكثر في الاستعمال كون المخصوص بعد الفاعل ليحصل التفسير بعد الإبهام كما مر فيدخله عوامل الابتداء مؤخرا نحو نعم الرجل كنت وقوله يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي وقد يتقدم المخصوص على نعم وبئس نحو زيد نعم الرجل وهو قليل ومع ذلك يستعمل الفاعل بلا من زائدة كما رأيت أو مضمرا مفسرا بما بعده كقول الأخطل أبو موسى فجدك نعم جدا وشيخ الحي خالك نعم خالا وإنما لزن كون الفاعل مبهما مع تقدم المبتدأ لأن تقدمه كالنادر بالنسبة إلى تأخره ويدخله مقدما نواسخ المبتدأ نحو كنت نعم الرجل وظننتك نعم الرجل والضمير في جدك نعم جدا لا يرجع إلى المبتدأ وإلا لم يحتج إلى التفسير بل هو ضمير قبل الذكر مفسر بنا بعده فالذي رويا وإن كان كالشاذ لقلته في نحو مررت بقوم نعم قوما ونعم قوما ليس الضميران أي هم والواو براجعين إلى الموصوف وإلا لم يفسرا قوله قوله مضمرا مميزا بنكرة منصوبة اعلم أن الضمير المبهم في نعم وبئس على الأظهر الأغلب لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث اتفاقا بين أهل المصرين لعلتين إحداهما عدم تصرف نعم وبئس فلم يقولوا نعم رجلين ونعم رجالا ونعمة امرأة لأن ذلك نوع تصرف ولهذا أجاز نعم المرأة هند وبئس المرأة دعد كما أجاز نعمة المرأة لكن إلحاقتاء التأنيث أهون من إلحاق علامتي التثنية والجمع لأنهما تلحق بعض الحروف أيضا كلاتا وثمتا وربتا ولعلتا فلذلك اضطرد نعمة المرأة ولم يضطرد نعمة رجلين ونعم رجالا والعلة الثانية أن الضمير المفرد المذكر أشد إبهاما من غيره لأنك لا تستفيد منه إذا لم يتقدمه ما يعود عليه إلا معنى شيء وشيء يصلح للمثنى والمذكر والمؤنث ولو ثنيته وجمعته وأنثته لتخصص بسبب إفاية معنى التثنية والجمع والتأنيث والقصد بهذا الضمير الإبهام فما كان أو غل فيه كان أو لا وأما تمييز هذا الضمير فيتصرف فيه إفرادا وتثنية وجمعا وتأنيثا نحو نعمة رجلا أو رجلين أو رجالا أو امرأة أو امرأتين أو نسوة اتفاقا منهم أيضا وأما الضمير في ربه رجلا فالبصريون يلتزمون إفراده للعلة الثانية المذكورة والكوفيون يجعلونه مطابقا لما يقصد فيثنونه ويجمعونه ويؤنثونه وليس ما ذهبوا إليه بعيد لأنه مثل قوله ويل مها روحة ويا لها قصة ويا لك من ليل وقد تصرف في الضمير كما رأيت وأما تمييز هذا الضمير فذهب الجزولي وتبعه من شرح كلامه إلى لزوم إفراده والظاهر أنه وهم منهم بل تجب مطابقته لما قصد عند أهل المصرين أما عند أهل الكوفة فظاهر لأنهم يطابقون بالضمير تمييزه في التثنية والجمع والتذكير والتأنيس وأما عند أهل البصرة فلأنهم لو التزموا إفراده كما التزموا إفراد الضمير لجاء اللبس إذا قصد المثنى والمجموع وقد صرح ابن مالك والمصنف بمطابقته لما قصد وهو الحق ولا يجوز الفصل بين مثل هذا الضمير المبهم وتمييزه لشدة احتياجه إليه إلا بالظرف قال الله تعالى بئسر الظالمين بدلا وإذا لم يفصل في نحو عشرون رجلا بين المبهم وتمييزه إلا في الضرورة فما ظنك بمثل هذا الضمير وقد جاء شاذا بغير الظرف نحو نعم زيد رجلا وأما الفصل بين ذا في حبذا وتمييزه فلجواز استغنائه عنه فلذا قيل حبذا رجلا زيد وحبذا زيد رجلا ولا لا يجوز أن يجاء لهذا الضمير بالتوابع كالبدل والتأكيد والعطف لأنه من شدة الإبهام كالمعدوم والاعتبار بتنييزه وهو المفيد للمقصود ويلزم هذا الضمير غالبا أن يميز وقيل في قوله تعالى بئس مثل القوم الذين إن التمييز محذوف أي بئس مثلا مثل القوم والأولى حذف المضاف من الذين على أنه المخصوص أي بئس مثل القوم مثل الذين أو حذف المخصوص أي بئس مثل القوم المكذبين مثلهم كما يجي وقد يجيء عند المبرد وأبي علي بعد الفاعل الظاهر تمييز للتأكيد قال تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد وقال تعالى ذرعها سبعون ذراعا أي ذراعها إذ المصدر لا يخبر عنه بأنه سبعون ذراعا وهذا كمجيء الحال في قم قائما وتعال جائيا للتأكيد ومنع سيبويه ذلك لأن وضع التمييز لرفع الإبهام وتأول البيت بتزود مثل زاد أبيك زاد على أن مثل حال من مفعول تزود وهو زاد وقوله تعالى ذرعها مصدر بمعنى المفعول أي نذروعها أي طولها سبعون ذراعا قوله أو بما مثل فنعم ما هي اختلف فيما هذه فقيل كافة هيأت نعم وبئس للدخول على الجمل كما قيل في قلم وطالما قال الأندلسي هذا بعيد لأن الفعل لا يكف لقوته وإنما ذلك في الحروف فالأولى في قالما وقلما كونما مصدرية ويمكن أن يقال إنما جاز أن يكف نعم وبئس عن فعليتهما لعدم تصرفهما ومشابهتهما للحرف إلا أنه يحتاج إلى تكلف في إضمار المبتدأ في نحو فنعم ما هي وقال الفراء وأبو علي هي موصولة بمعنى الذي فاعل نعم وبئس والجملة بعدها صلتها ففي قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما فاعل وأن يكفروا مخصوص وفي قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به المخصوص محذوف ويضعفه قلة وقوع الذي مصرحا به فاعلا بنعم وبئس ولزوم حذف الصلة بأجمعها في فنعم ما هي لأن هي مخصوص أي نعم الذي فعله الصدقات وكذلك قولهم دققته دقا نعم وقال سيبويه والكسائي ما معرفة تامة بمعنى الشيء فمعنى فنعم ما هي نعم الشيء هي فما هو الفاعل لكونه بمعنى ذي اللام وهي مخصوص ويضعفه عدم مجيء ما بمعنى المعرفة التامة أي بمعنى الشيء في غير هذا الموضع إلا إلا ما حكى سيبويه أنه يقال إني مما أفعل ذلك أي من الأمر والشأن أن أفعل ذلك قال وإن شئت قلت إني مما أفعل بمعنى ربما أفعل كما يجيء في الحروف بلى يجيء ما بمعنى شيء إما موصوفة نخو هذا ما لدي عتيد أو غير موصوفة كما مر في الموصولات وأيضا يلزم حذف الموصوف أي المخصوص وإقامة جملة مقامه في نحو نعم ما يعظكم به ولبئس ما شروا به أنفسهم وهو قليل كما ذكرنا في باب النعت في قوله أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمام تتعرفوني فيكون التقبير نعم الشيء شيء يعظكم به وبئس الشيء شيء شروا به أنفسهم مع أنه قد جاء صريحا في قوله نعم الفتى فجعت به إخوانه يوم البقيع حوادث الأيام أي فتى فجعت ويجوز أن يكون تخرج في قوله تعالى كبرت كلمة تخرج صفة مخصوص محذوف وأن يكون صفة التمييز المذكور والمخصوص محذوف أي قولهم وفي قوله تعالى بئسن اشتروا به أنفسهم أن يكفروا يجوز أن يكون على هذا القول أي كون ما بمعنى الشيء وقوله اشتروا به أنفسهم جملة متوسطة بين الفاعل والمذموم بيان بيانا لاستحقاقه الذنب وأن يكون صفة مذموم محذوف فقوله أن يكفر بدل من ذلك المذموم أو خبر مبتدأ محذوف والجملة بيان للمذموم قال الزمخشري والفارسي في أحد قوليه ما نكرة مميزة منصوبة إما موصوفة بالجملة والمخصوص إما محذوف كما في قوله نعمى يعظكم به أو مذكور كما في قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا أو نكرة غير موصوفة كما في نحو فنعمى وقولهم دققته دقا نعمى ولا يؤكد فاعل نعمى الظاهر تأكيدا معنويا لأنه لا يكون إلا للمعارف كما هو مذهب البصريين وهذا المعرف باللام في معنى النكرة كما بينا ويجوز تأكيده لفظا نحو نعمى الرجل الرجل زيد وقد يوصف كقوله تعالى بئس الرفد المرفود وقال نعمى الفتى المري أنت إذا هموا شبوا لدى الحجرات نار الموقدي خلافا لابن السراج قال لأن الصفة مخصصة والمقصود العموم والإبهام وقال فإن المرفود مذموم والمري بدل من الفتى وليس بشيء لأن الإبهام مع مثل هذا التخصيص باق إذ المخصوص لا يعين فهو كقوله تعالى ولا عبد مؤمن ولا يمتنع عند أبي علي والمبرد وهو الحق خلافا لغيرهما إسناد نعم وبئس إلى الذي الجنسية وكذا من وما وأعني بالجنسية ما تكون صلتها عامة وفي نهج البلاغة ولنعم دار من لم يرض بها دارا قال فنعم مزكا من ضاقت مذاهبه ونعم من هو في سر وإعلاني وتقول نعم الذي هو عبد زيد وأما إن كانت صلتها مخصوصة نحو نعم الذي كان اليوم في الدار والإشارة إلى شخص معين فلا يجوز إذ يلزم فاعلها الإبهام وقد يرد فاعلها منكرا مفردا نحو نعم رجل زيد أو مضافا إليه كقوله فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم وصاحب الركب عثمان بن عفان وهو قليل وقد روي مر بقوم نعم بهم قوما والباء في الفاعل لتشبيه نعم بفعل التعجب وهو أفعل به وتدمينه معناه فكأنه قيل أنعم بهم قوما وقد تدخل هذه الباء في المخصوص كقوله عليه السلام نعم بالمال الصالح للرجل الصالح أي نعم شيئا المال الصالح لأن المخصوص هو في المعنى متعجب منه هاهنا وقد روي مررت بقوم نعم قوما بإلحاق الضمير البارز وهو قليل كما ذكرنا وقال أبو علي إنه سمع نعم عبد الله زيت وبئس عبد الله أنا إن كان كذا وهو شاذ إذ الفاعل ليس بمضاف إلى المعرف الجنسي وينبغي أن يكون هذا على ما أجاز بن كيسان من تنكير المضاف لا مانع فيه من التعريف لنيتي الانفصال كما مر في باب الإضافة وقد روي شهدت صفين فبئسة الصفون والأولى أن يكون هذا وإن كان أيضا خلاف الأصل مما ترك تنييز ضميره أي بئسة بقعة الصفون فالصفون مخصوص لا فاعل ومثله قولهم فبها ونعمة أي فمرحبا بهذه القضية ونعمة هي فالتنييز المخصوص حذفا معا وقد يؤنث نعمة وبئسة وإن كان فاعلهما مذكرا لكون المخصوص مؤنثا نحو نعمة الإنسان هند قال ذو الرمة أو حرة عيطل ثبجاء مجفرة دعائم الزور نعمة زورق البلد وكذا يؤنث الفعل وإن كان المميز مذكرا لتأنيف المخصوص كقوله تعالى ساءت مستقرا وحسنت مستقرا قوله وهو مبتدأ ما قبله خبره أو خبر مبتدأ محذوف قال ابن خروف لا يجوز إلا أن يكون مبتدأ مقدم الخبر لجواز دخول نواسخ المبتدأ عليه وحكى الأندلسي مثله عن سيبويه وهذا الذي نصرناه من قبل قوله وشرطه أي شرط المخصوص مطابقة الفاعل يعني ينبغي أن يصح إطلاقه عليه وبئس مثل القوم متأول بأحد وجهين إما على حذف المضاف أي بئس مثل القوم مثل الذين أو على حذف المخصوص والذين صفة القوم أي بئس مثل القوم المكذبين مثلهم أي مثل المذكورين وشرط المخصوص أيضا أن يختص لأنه للتخصيص بعد الإبهام فلا يجوز نعم الإنسان رجل إلا أن تصفه بما يرفع الجهالة ولا يمتنو اعتراض نعم بذيوله بين العامل ومعموله لأنها كالجملة الاعتراضية نحو قولك أبصرت ونعم الرجل هو زيدا ويجوز بالفا نحو فنعم الرجل هو قوله وساء مثل بئس نحو ساء مثلا القوم اعلم أنه يلحق بنعم وبئس كل ما هو على فعل بضم العين بالأصالة نحو ظوف الرجل زيد أو بالتحويل إلى الضم من فعل أو فعل نحو رموة اليد يده وقبو الرجل زيد بشرط تدمينه معنى التعجب ولهذا كثر انجرار فاعل هذا الملحق بالباء وذلك لكونه بمعنى أفعل به نحو ظرف زيد أي أظرف به ويكثر أيضا استغناؤه عن الألف واللام كقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا ورفيقا تمييز لإبهان أولئك وقيل حال ونحو قوله قعدت له وصخبتي بين ضارج وبين العذيب بعد ما متأملي ما فيه زائدة وكذا في قولهم شد ما أنك ذاهب وأن فاعل شد ويجوز أن تكون ما فيهما كما في نعم ومتأملي وأن مخصوصان ويضمر فاعل فاعل المذكور كثيرا على وفق ما قبله نحو جاء الزيدان وكرما أي ما أكرمهما ولم يجز ذلك في نعم وبئس وذلك لعدم عراقته في المدح والذنب وكونه كفعل التعجب معنا قوله ومنها حبذا وفاعله ذا أصل حبا حببا كظرفا أي صار حبيبا فأضغم كغيره وألزم منع التصرف لما ذكرنا في نعم وبئس قوله ولا يتغير يعني لا يثنى ذا ولا يجمع ولا يؤنث بل يقال حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند ولا يقال حبا ذاني ولا حبا أولا ولا حبتاء لأنه مبهم كالضمير في نعم وبئس فألزم الإفراد وخلع منه الإشارة لغرض الإبهام فحبذا بمعنى حب الشيء وعند المبرد وابن السراج أن تركيب حب مع ذا أزال فعلية حب لأن الإسم أقوى فحبذا مبتدأ والمخصوص خبره أي المحبوب زيد وقال بعضهم بل التركيب أزال اسمية ذا لأن الفعل هو المقدم فالغلبة له وصار الفاعل كبعض حروف الفعل فحبذا فعل والمخصوص فاعله وإذا دخل لا على حبذا وافق بئس معنا والأولى أن يقال في إعراب مخصوص حبذا إنه كإعراب مخصوص نعمة إما مبتدأ أو خبر مبتدأ لا يظهر كما قاله قوم هناك لكن لا تعمل النواسخ في هذا المخصوص ولا يقدم على حبذا وقال بعضهم المخصوص بعد حبذا عطف بيان لذا وكان ينبغي أن يجوز الدعاء مثل ذلك في مخصوص نعمة وبئس إلا أن دخول النواسخ يمنع من ذلك انتهى الشريط السادس والعشرون من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي وله بقية على الشريط السابع والعشرين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع والعشرون من القسم الثاني من شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي مواصل القراءة تحت أبوان أفعال المدح والذن وقال الربعي ذا زايدة كما في ماذا صنعت والمخصوص فاعل حبا وقد اشتق منه فعل نحو لا تحبذه كحولق وبسمل ونحوهنا قوله وقد يقع قبل المخصوص أو بعده تميز نحو حبذا زايد رجلا وحبذا رجلا زايد وإن كان مشتقا جاز أن يقع حالا والعامل حبا نحو حبذا محمد رسولا وحبذا رسولا محمد ولم يجز في نعمة تأخير التمييز عن المخصوص اختيار وجازها هنا لأن التمييز ها هنا عن الظاهر أي ذا وهناك عن الضمير المستكن وعيضا التمييز لازم عن الضمير جائز عن ذا وإنما جاز ترك التمييز ها هنا تفضيرا للظاهر على الضمير وطيل إنما لم يجز ترك التمييز في نعمة إذ قد يلتبس المخصوص بالفاعل لولا التمييز في بعض المواضع نحو نعمة السلطان بخلاف حبذا فإن ذا فيه ظاهر فاعليته وربما حدث المخصوص ها هنا للقريمة كما حدث في نعمة وقد يفض حبا عن ذا فيجوز إذن نقل ضمة عينها إلى فائها كما يجوز حذفها قال فقلت اقتلوها عنكم بخراجها وحب بها مقتولة حين تقتلوا بفتح الحاء وضمها وكذا كل ما هو على فعل إذا كان المراد به المدح أو التعذب كقوله بعدما متأملي وأنشب الجوهري لا ينع الناس مني ما أردت ولا أعطيهما ما أرادوا حسنها أدبا ويروى أيضا عدم البطن بطنك والتغيير في اللفظ دلالة على التغيير في المعنى إلى المدح أو التعجب وقد يجر فاعل حبا بالباء مفردا عن ذا تشبيها بفاعل أفعل تعجبا كما قال وحب بها مقتولة تم قسم الأفعال والحمد لله رب العالمين عنوان قسم الحروف الحرف وتعريفه قوله الحرف ما دل على معنى في غيره قد مضى شرحه في حد بسم قوله ومن ثم احتاج في جزئيته إلى اسم وفعل أي ومن أجل أن معناه في غيره احتاج في كونه جزء كلام إلى اسم كالتنوين في زيد قائم أو فعل نحو قد في قد قام زيد فكل واحد من الكلامين المذكورين مركب من أربع كلمات وقد ذكرنا في أول الكتاب أن الكلام أخص من الجملة فالاسم يصح أن يكون جزء الكلام من دون شيء آخر وكذا الفعل في نحو قام زيد وأن الحرف فلابد في كونه جزء كلام من فعل أو اسم وقد يحتاج إلى المفرد كما ذكرنا وقد يحتاج إلى الجملة كحرف النفي والاستفرام وحرف الشرب وقد وقد يحلف المحتاج إليه في نحو نعم ولا وكأن قدي وخرجت ولما عنوان أنواع الحروف حروف الجر الغرب منها معنى من قوله حروف الجر ما وضع للإفضاء بفعل أو شبهه أو معناه إذا ما يليه وهي من وإلى وحتى وفي والباء واللان ورب أواوها أواو القسم وتاؤه وعن وعلى والكاف ومذ ومنذ وحاشا وعداء وخلاء فمن لابتداء الغاية والتبين والتبعيد وزائدة في غير الموجب خلافا للكوفيين والأخفش وقد كان من مطر متأول الإفضاء الوصول والباء بعده للتعدية أي لإيصال فعل والمراد بإيصال الفعل إلى الاسم تعديته إليه حتى يكون المجنور مفعولا به لذلك الفعل فيكون منصوب المحل فلذا جاز العطف عليه بالنصب في قوله تعالى وأرجلكم ويسميها بعضهم حروف الإضافة بهذا المعنى أي تضيف الأفعال إلى الأسماء أي توصلها إليها ومن هذا سميت حروف الجر لأنها تجر معناها إليها والأظهر أنه قيل لها حروف الجر لأنها تعمل إعراب الجر كما سميت بعض الحروف حروف الجزم وبعضها حروف النصب وأراد بقوله شبه الفعل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر كما ذكرنا في الحال نحو مررت بزيد وأنا نار بزيد وزيد ممرور به ومروري بزيد حسنا وزيد بعيد الأذى ويعني بمعناه الظرف والجار والمجرور نحو قولك زيد عندك أو في الدار لإكرامك فاللا نفيل إكرامك يعد الظرف إلى إكرامك وهو في الحقيقة معد للفعل المقدر أو لشبهه وذلك لأن التقدير زيد استقر أو مستقر لكن لما سد الظرف مقام الفعل أو شبهه جاز أن يقال إن الجار معد للظرف وكذا في يا زيد فإن يا قائم مقام أنادي وأورد المسنف لتمثيل تعديته معنى الفعل هذا في الدار أبوه ولا أراه من ذلك لأن في الدار حال والعامل فيه معنى الإشارة كما في وهذا بعلي شيخ ولو سرحت بما هو معناه لقوة أشير إليه في الدار أي كائن في الدار فلفظ أشير يعمل نصب في لفظ في الدار لكونه حالا لقيامه مقام الحال المحذوف وعمل الشيء في الحال غير عمله في المفعول به وكلامنا في عمل معنى الفعل في المفعول به بواسطة الحرف وعمل الفعل أو شبهه أو معناه في الحال لا يحتاج إلى حرف جر ومن ومن أمثلة تعدي الحرف لمعنى الفعل قولهم أين أنت مني لأن معنى أين أنت بعدت وقد مضى الكلام على مختلف فيه هل هو حرف جر أو لا من لولا وكي ولات وقد اختلف في لعل وسيجيء الكلام عليه قال المصنف فالعشرة الأول لا تكون إلا حروفا والخمسة التي تليها تكون حروفا وأسماء والثلاثة البواق تكون حروفا وأفعالا قال ولم أعد على اسما وفعلا وحرفا لأني أراعي في العد أن يكون بين الكلمتين المتخالفتين في النوع المتماثلتين في اللفظ توافق وتناسب من حيث المعنى كتشارك على الحرفية والاسمية في معنى العلو فلهذا لم أعد من فعلا أوضاء مع أنه يقوم أمرا من مان يمين وكذا في مع كونه أمرا للمؤنث من وفا يفي وله أمرا من ولي يلي وكذا لم أعد إلى اسما مع كونه يجيء بمعنى النعمة كل ذلك لاختلاف المعنيين قال وأراعي أيضا في العد مع التشارك في المعنى التساوي في أصل الوضع وعلى إذا كان فعلا يكتب بالأرث وأصله الواو بخلاف إذا كان اسما أو حرفا وكذا من وفي وله أفعالا أصلها أمين وأوفا وأولا وفيما قال نظر لأن على الاسمية تكتب ألفا وأصله واو اتفاقا لكنها إذا أضيفت إلى الضمير ينقلب الألف ياء تشبيه بعلى الحرفية وقوله باثت تنوش الحوض نوشا من على نوشا به تقطع أجواز الفلاء على فيه مبني عن الضم كقوله من علو بحذف المضاف إليه ثم اعترض على نفسه وقال فحاشا وخلا وعدا الحرفية لا أصل لألفاتها بخلافها فعلية وأجاب بأنها لما تضمنت معنى الاستثناء أشبهت الحرف في عدم التصرف فصارت كأنها لا أصل لألفاتها وهذا عذر بارد قوله فمن للابتداء كثير ما يجري في كلامهم أن من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية ولفظ الغاية يستعمل بمعنى النهاية وبمعنى المدى كما أن الأمد والأجل أيضا يستعملان بالمعنيين والغاية تستعمل في الزمان والمكان بخلاف الأمد والأجل فإنهما يستعملان في الزمان فقط والمراد بالغاية في قولهم ابتداء الغاية وانتهاء الغاية جميع المسافة إذ لا معنى لابتداء النهاية وانتهاء النهاية فمن للابتداء في غير الزمان عند البصرية سواء كان المجرور بها مكانا نحو سرت من البصرة أو غيره نحو قولهم هذا الكتاب من زيد إلى عمر واجاز الكوفيون استعمالها في الزمان أوضى استدلالا بقوله تعالى من أول يوم وقوله تعالى إلى نودي للصلاة من يوم الجمعة وقوله لمن الديار بقنة الحجر أقويم من حيج ومن دهري وأنا لا أرى في الآياتين معنى الابتداء إذ المقصود من معنى الابتداء في من أن يكون الفعل المتعدي بمن الابتدائية شيئا منتبا كالسير والمشي ونحوه ويكون المجرور بمن الشيء الذي منه ابتداء ذلك الفعل نحو سرت من البصرة أو يكون الفعل المتعدي بها أصلا للشيء الممتد نحو تبرأت من فلان إلى فلان وكذا خرجت من الدار لأن الخروج ليس شيئا منتبا إذ يقال خرجت من الدار إذا انفصلت عنها ولو بأقل من خطوة وليس التأسيس والنداء حدثين ممتبين ولا أصلين للمعنى الممتد بل هما حدثان واقعان فيما بعد من وهذا معنى في ومن في الآيتين بمعنى في وذلك لأن من في الظروف كثيرا ما تقع في نحو جئت من قبل زيد ومن بعده ومن بيننا وبينك حجاب وكنت من قدامك وقد ذكرنا ذلك في الظروف المبنية وإقامة بعض الحروف ما قام بعض غير عزيزة وكذا الإقواء لم يبتبئ من الحجج بل المعنى من أجل مرور حجج وشهر والظاهر مذهب الكوفيين إذ لا منع من مثل قولك نمت من أول الليل إلى آخره وصنت من أول الشهر إلى آخره وهو كثير الاستعمال وتعرف من الابتدائية بأن يحسن في مقابلتها إلى أو ما يفيد فائدتها نحو قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن معنى أعوذ به ألتجي إليه وأفر إليه فالباء هاهنا أفاوت معنى الانتهاء وإذا قصدت بمن مجرد كون المجرور بها موضعا انفصل عنه الشيء وخرج منه لا كونه مبتدأ بشيء ممتد جاز أن يقع موقعه عن لأنها لمجرد التجاوز كما يجي تقول خرجت من المكان وخرج عنه وانفصلت منه وعنه ونهيت من كذا وعنه وسقاه من العينة وعنها أي بعده عنها وأما من التفضيلية فهي وإن كانت لمجرد المجاوزة كما مر لكنه لا يستعمل عن مكانها لأنها صارت علما في التفضيل وكبعض خروف أفعال التفضيل فلا تغير ولا تبدل وأجاز بن السراج كون لابتداء غاية الفاعل والمفعول لكون الفعل مشتركا بينهما نحو رأيت الهلال من مكان من خلل السحاب وكذا قولهم شنمت المسكة من داري من الطريق ومثال التبعيد أخذت من الدراهم والمفعول الصريح لأخذت محذوف أي أخذت من الدراهم شيئا وإذا لم تذكر المفعول الصريح أو ذكرته معرفا نحو أخذت من الدراهم هذا فمن متعلقة بأخذته لا غير لأنه يقام مقام الفاعل نحو أخذ من الدراهم والدراهم مأخوذ منها ولو ذكرته بعد المفعول المنكر نحو أخذت شيئا من الدراهم جاز أن يكون الجار متعلقا بالفعل المذكور وأن يكون صفة لشيء فيتعلق بالمقدر أي شيئا كائنا من الدراهم فيجوز إذا تقدم على النكرة أن يكون أيضا حالا عن النكرة المؤخرة قال تعالى خذ من أموابهم صدقة وتعرف من التبعيدية بأن يكون هناك شيء ظاهر وهو بعض المجرور من من نحو خذ من أموابهم صدقة أو مقدر نحو أخذت من الدراهم أي من الدراهم شيئا قال المدرد وعبد القاهر والزمخشري إن أصل من المباعبة ابتداء الغاية لأن الدراهم في قولك أخذت من الدراهم مبدأ الأخ قوله والتبين كما في قوله تعالى فاجتنب الرجس من الأوثان وتعرفها بأن يكون قبل من أو بعدها مبهم يصبح أن يكون المجرور لمن تفسيرا له وتوقع اسم ذلك المجرور على ذلك المبهم كما يقال مثلا بالرجس إنه الأوثان والعشرين إنها الدراهم في قولك عشرون من الدراهم والضمير في قولك عز من قائل إنه القائل بخلاف التبعيدية فإن المجرور بها لا يطلق على ما هو مذكور قبله أو بعده لأن ذلك المذكور بعض المجرور واسم الكل لا يقع على البعض فإذا قلت عشرون من الدراهم فإن أشرت بالدراهم إلى دراهم معينة أكثر من العشرين فمن مباعضة لأن العشرين بعضها وإن قصدت بالدراهم جنس الدراهم فهي مبينة لصحة إطلاق اسم المجرور على العشرين ولا ينزم أن يكون المأخوذ في نحو أخذت من الدراهم أقل من النصف كما قال بعضهم لأنه لا يمتنع أن تصرح وتقول أخذت من الثلاثين عشرين ومن العشرة تسعة وقال الزمخشري كونها للتبيين راجع إلى معنى الابتداء وهو بعيد لأن الدراهم هي العشرون في قولك عشرون من الدراهم ومحار أن يكون الشيء مبدأ نفسه وكذلك الأوثام نفس الرجز فلا تكون مبدأ له وإن 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 ما جاز تقديم من المبينة على المبهم في نحو قولك أنا من خطتي في روبة ومن رعايته في حرم وعندي من المال ما يكفي ومن الخيل عشرون لأن المبهم الذي فسر بمن التبيينية مقدم تقديرا كأنك قلت أنا في شيء من خطه في روبة وعندي شيء من المال ما يكفي وكذا قولك يعجبني من زيد كرمه أي من خصال زيد كأنك قلت يعجبني شيء من خصال زيد كرمه ومثله كسرت من زيد يده أي شيء من أعضاء زيد يده ففي جميع هذا المعطوف عليه محذوف والذي بعد من عطف بيان له كما ذكرنا في باب عطف البيان كل ذلك ليحصل البيان بعد الإبهام لأن معنى يعجبني من زيد أي شيء من أشيائه بلا ريب فإذا قلت وجهه أو كرمه فقد بينت ذلك الشيء المبهم وعما ما يسمى من التجريدية نحو لقيت من زيد أسوى فليس من هذا بل هو مثله في حدف المضاف أي لقيت من لقاء زيد أسد أي حصل لي من لقائه لقاء أسد والمراد تشبيهه بالأسد وكذ الباء التجريدية في نحو قوله تعالى فاسأل به خبيرا وقولك لقيت بزيد أسد أي سأل بسؤاله خبيرا ولقيت بلقاء زيد أسد وقد تكون من البدل في نحو قوله تعالى أرضوت بالحياة الدنيا من الآخرة وقوله فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باثت على الطهيان وتعرف بصحة قيام لفظ بدل نقامها قوله وزائبة في غير الموجب هو إما نفي نحو ما رأيت من أحد أو نهي نحو لا تبرد من أحد أو استفهام نحو هل ضربت من أحد وغير الأخفش والكوفيين شرطا فيها شرطين كونها في غير الموجب ودخولها في النكرات والكوفيون والأخفش لا يشتيطون ذلك استدلالا بقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم فمن في حيز الإيجاب وهي داخلة على المعرفة وهي عند سيبويه مبعضة أن يغفر لكم من ذنوبكم شيئا قالوا فقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا يناقبه ووجيبا بأن قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم خطاب لقوم نوح عليه السلام وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا خطاب لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولو كان أيضا خطابا لأمة واحدة فغفران بعض الذنوب لا يناقب غفران كلها بل عدم غفران بعضها يناقب غفران كلها واسدل بما حكى البغداديون من قول العرب قد كان من مطر وأجود بأنه على سبيل الحكاية كأنه سئل هل كان من مطر فأجود قد كان من مطر فزيدت في الموجب لأجل حكاية المزيدة في غير الموجب كما قال دعني من تمرتان كما ور في الموصولات وقول مصنف شيء من مطر ومن للتبعيد أو التبين فيه نظر لأن حذف الموصوف وإقامة الجملة أو الظرف مقامه بلا شرط ذكرناه في ذلك الموصوف قليل وخاصة إذا كان الموصوف فاعل لأن الجار والنجرور لا يكون فاعل للفعل المبني للفاعل إلا إذا كان الجار زائدا نحو كثى بزيد لأن حرف الجر نوسر للفعل القاصر إلى ما كان يقصر عنه لو لا والفعل لا يقصر عن فاعله ولو صح تأويله لجاز أن يكون الكه في قوله أتمتهون ولينه ذوي شطط كالطعم يذهب فيه الزيت والفتن حرف جر وقد حدف الفاعل وقيم الجار مقامه فلا وصح الاستدلال بالبيت على أن الكاف اسم وقوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين يجوز أن يستذل به على ما ذهب إليه المصنف ويجوز أن يقال إن ضمير جاء للقرآن وقوله من نبأ حال والدليل على زيادة من الاستغراطية دخولها على ما لا توصل الفعل إليه أعني الفاعل في نحو ما جاءني من أحد فعند سيلويه لا تزاد من إلا استغراطية وعند الكوفيين والأخفش تزاد غير الاستغراطية كما في المنجب وفائدة من الاستغراطية ما ذكرنا في باب لا التبرئة أعني التنصيص على كون مكرة مستغرقة للجنس إذ لولاها لاحتمل احتمالا مرجوحا أن يكون معنا ما جاءني رجل ما جاءني رجل واحد بل جاءني رجلان أو أكثر فهي إذن لتأكيد استفيدا من النكرة في غير موجب من الاستغراط وذلك أن النكرة كانت في الظاهر الاستغراط لكنها كانت تحتمل غير ذلك وليس كذا زيادة الباء في نحو ألقى بيده فإنها ليست للتنصيص على أحد المحتملين وقيل إن أصل من الاستغراطية في الأصل ابتدائية أي ما جاءني من أحد إلى ما لا يثناها وقد تجيء للتعليم نحو لم آتك من سوء أدبك أي من أجله وكأنها وكأنها ابتدائية لأن ترك الإتيان حصل من سوء العدد وتكون من مضمومة المين ومكسورتها بمعنى تاء القسم ولا تدخل إذن إلا على لفظ الرب كاختصاص التاء بالله وشذ دخول كل واحدة منهما على معمور أخرى نحو تربي ومن الله وهي حرف جر عند سيبويه جاز ضمن مينه في القسم خاصة وقيل المكسورة المين مقصورة من بمين والمضمومتها مقصورة من أي من بل المقصورة من يمين والمضمومتها من أي من وتكون من في الظروف بمعنى فيه كما تقدم وتختص من بجر قبل وبعد وعند ولد ومع يقال جئت من معه أي من عنده وكلا بلها نحو فمن بله أن يأتي للصخرة وقد ذكرنا ذلك في أسماء الأفعال واختصت أيضا بجر عن وعلى اسمين عنوان إلى قوله وإلى الانتهاء وبمعنى مع قليلا وحتى كذلك وبمعنى مع كثيرا وتختص بالظاهر خلافا من برد وفي للظرفية وبمعنى على قليلا والباء للإلصاق والاستعانة والمصاحبة والمقابلة والتعبية والظرفية وزائلة في الخبر في النفي والاستفهام قياسا وفي غيره سماعا نحو بحسبك زيد وألقى بيده واللامر الاختصاصي والتعليم وزائدة ولمعنى مع القول ولمعنى الواو في القسم للتعجب اعلم أن إلا تستعمل في انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف نحو ثم أتم الصيام إلى الليل والأكثر عدم دخول حدي الابتدائية والانتهاء في المحدود فإذا قلت اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان ظاهرا في الشراء ويجوز دخوله ما فيه مع القرينة وقال بعضهم ما بعد إلى ظاهره الدخول فيما قبلها فلا تستعمل في غيره إلا مجازا وقيل إن كاننا بعدها من جنس ما قبلها نحو أكلت السمكة حتى رأسها فالظاهر الدخول وإن لا فالظاهر عدم الدخول نحو ثم أتم الصيام إلى الليل والمذهب هو الأول قوله بمعنى مع قليلا كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم والتحقيق أنها بمعنى الانتهاء أي تضمنها إلى أموالكم وكذا قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مضافة إلى المرافق والذود إلى الذود إبل أي مضافة إلى الذود وقوله وأنت التي حببت شغبا إلى بداء إلي وأوطاني بلاد سواهما أي مضافا إلى بداء وقيل يجيء بمعنى فيه كما في قوله فلا تركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب والظاهر أنها بمعنى وذلك لأن معنى مطلي به القار أجرب مكره مضغط والتكريه يتعدى بإله قال تعالى وكره إليكم الكفر حملا على التحبب المضمن معنى الإيمالة قال تعالى وحبب إليكم الإيمان كما قيل بعت منه حملا على اشتريت منه ورضيت عليه حملا على سخط قال إذا رضيت علي بني قشير لعمر الله أعجب ني رضاها وقيل إن إلى في نحو أنت إلي حبيب أو بريض وجلست إليه بمعنى عند والأولى بقاؤها على أصلها كما ذكرنا وكذا هي في قوله وإن يلتكي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الكريم المصندي بمعنى بمعنى منتصد إلى ذروة لا بمعنى في كمعقيل الوجه الثاني يبدأ حالا عنوان حتى قوله وحتى كذلك أي لانتهاء الغاية مثل إله إلا أن بينهما فرقا كما يجي وعدت بالعين نغة هذلية وهي على ثلاثة أضرب حرف جر وحرف عطف وحرف استئناف فإذا كانت حرف جر فلها معنيان إلى وكي ولا تجر بمعنى كي إلا مصدرا مؤولا به الفعل المنتصب بعدها بأن المضمرة نحو أسلمت حتى أدخل الجنة ولا تقول حتى دخول الجنة والتي بمعنى إلى تجر ذلك نحو سرت حتى تغيب الشمس وتجر الاسم الصريح أيضا نحو حتى مطلع الفجر وينبغي أن يكون المجرور بها مؤقتا لأنه حد والتحديد بالمجهور لا يفيد ونحو قوله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين بمعنى المؤقت أي حين أخذهم ومذهب الكسائي أن جرم بعدها بإلى لا بحتى لأن العامل ينبغي أن يكون لازما لأحد القبيلين وحتى تدخل على الأسماء والأفعال فهي فهي كما في لغة تميم عنده وقد ذكرنا ذلك في النواصب وأن العاطفة فهي مثل الجارة في معنى الامتهاء ولا تكون بمعنى كي ويجب توقيت ما بعدها كما في حتى الجارة فلا تقول جاءني القوم حتى رجل لأنه حد فلا فائدة في إبهامه وتشترك الجارة والعاطفة في أنه لا بد قبلها من ذي أجزاء إلا أن ذلك يجب إظهاره في العاطفة حتى يكون معطوفا عليه نحو قدم الحجاج حتى المشاه وأما في الجارة فيجوز إظهاره نحو ضربت القوم حتى زيد ويجوز تقديره أيضا نحو نمت حتى الصباح أي نمت الليلة حتى الصباح ويتفارقان أيضا بأن ما بعد حتى العاطفة يجب أن يكون جزءا مما قبلها نحو ضربت القوم حتى زيد أو كجزئه بالاختلاط نحو ضربني السادة حتى عبيدهم أو جزءا لما دل عليه ما قبلها كما في قوله ألقى الصحيفة كي يخف فرح له والزاد حتى نعله ألقاها عندما قال إن نعله عطف على الصحيفة أي ألقى جميع ما معه لأنه إذا ألقى الصحيفة التي لا يمشي إلا لها فقد ألقى كل شيء ويجب ويجب أيضا دخول ما بعدها في حكم ما قبلها فالضرب في ضربت القوم حتى زيدا لا محال تواقع على زيد أيضا وأما الجارة فالأكثرون على تجويز كون ما بعدها متصلا بآخر أجزاء ما قبلها كنمت البارحة حتى الصباح وصمت رمضان حتى الفطر كما يكون جزءا منه نخو أكلت السمكة حتى رأسها بالجر والصرافي مع جماعة أوجبوا أن يكون ما بعدها جزءا أيضا مما قبلها كما في العاطفة فلم يجيز نمت البارحة حتى الصباح جرا كما لم يجيز نصبه وهو مردود بقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر وأما دخور الفجر المجرور بحتى في حكم ما قبلها ففيه أطوال جزم جار الله بالدخول مطلقا سواء كان جزءا مما قبلها أو ملاقي آخر جزء منه حملا على العاطفة وتبعه المصنف وجوز ابن مالك الدخول وعدم الدخول جزاء أو ملاقي آخر جزء منه وفصل عبد القاهر والرماني والأندلسي وغيرهم فقالوا الجزء داخل في حكم الكل كما في العاطفة والملاقي غير داخل وقال الأندلسي إنما ذكرت زيدا مع دخوله في القوم في قولك ضربت القوم حتى زيد بالجر لغرض التعظيم أو التحقير وستذل بأن حتى كالتفصيل لما قبلها فإذا دخل في الإجمال دخل في التفصيل وإذا لم يدخل لم يدخل ومذهب ابن مالك قريب لكن الدخول مطلقا أكثر وأغلب وعلم أنه لا يلزم أن يكون ما بعد حتى العاطفة آخر أجزاء ما قبلها حسا ولا آخرها دخولا في العمل بل قد يكون كذلك وقد لا يكون لكنه يجب فيها أن يكون آخر الأجزاء إذا رتبت الأجزاء الأقوى فالأقوى فإذا ابتدأت بقصدك من الجانب الأضعف مصعدا كان آخر الأجزاء أقواها نحو مات الناس حتى محمد صلى الله عليه وسلم بالعطف وليس هو عليه الصلاة والسلام آخرهم حسا ولا دخولا بل هو آخرهم قوة وشرفا وإذا ابتدأت بعنايتك من الجانب الأقوى منحدرا كان آخر الأجزاء أضعفها نحو قدم الحجاج حتى المشاه عطفا ويجوز أن يكونوا قادمين قبل الركاب أو معهم وعما الجارة فيجوز أن يكون ما بعدها كذلك وأن لا يكون فإذا لم يكن وجب أن يكون آخر الأجزاء حسا أو ملاقيا له نخو قولك قرأت القرآن حتى سورة الناس جرا ولهذا جاء ما بعدها ما هو ملاق أيضا والتزم صاحب المغني التحطير والتعظيم فيما بعد حتى الجارة أيضا وليس بمشهور وكأن الجارة محمولة على إلى في جواز عدم كون ما بعدها جزءا خلافا للسرافي وفي جواز عدم دخوله في حق ما قبلها كما قال ابن مالك وفي جواز قصد كونه آخر الأجزاء حسا لا قوة ولا ضعفا لأنك إذا لم تقصد كونه آخرها ضعفا أو قوة وجب في حتى كونه آخرها حسا كما ذكرنا فلا يجوز أكلت السمكة إلى نصفها وإلى ثلثها والعاطفة كواو العطف في دخول ما بعدها في حكم ما قبلها وليست بمعنى الواو خلافا لمن توهم ذلك لأن حتى لا بد فيها من معنى الانتهاء بخلاف الواو وهذا كما توهم المصنف لدخول ما بعد حتى الجارة كثيرا فيما قبلها كما بعد مع أن حتى تكون بمعنى مع فقال وبمعنى مع كثيرا وإذا عطفت بحتى العاطفة على مجرور فالاختيار إعادة الجار دفعا لتوهم كونها جارة نحو مررت بالقوم حتى بزيد وقد يكون ذو الأجزاء الذي قبل حتى جارة كانت أو عاطفة من تمام جملة ما بعد حتى نحو القوم حتى زيدا رأيت عطفا وجر وكل ما ذكرنا من الأحكام هو لحتى العاطفة للاسم وأن العاطفة للجملة فنحو نظرت إليه حتى أبصرته ويجوز أن يقال إن حتى في مثله ابتدائية وإنها لا تعطف الجملة أبدا قوله وتختص بالظاهر خلافا لنبرد إذا كانت عاطفة جاز دخولها على المدمر نحو جاءني القوم حتى أنت ورأيت القوم حتى إياك ومررت بالقوم حتى بك وأن الجارة فلا تدخل على المدمر اجتزاء بإله لكون إله أشدة مكنا وأوسع تصرفا فلهذا تدخل آخر الأجزاء وأوسطها وتقوم مقام الفاعل نحو قيم إلى زيد ولا يقال قيم حتى عمر وشمهة المبرد قوله وأكفيه ما يخشى وأعطيه سؤله وألحقه حتىه بالقوم لاحق وليس في البيت بمعنى الجارة وإلا لم يكن لرفع لاحق وجه بل هو ابتدائية أي حتى كما في قوله فبيناه يشري رحله قال قائل البيت وتمسك بقوله فلا والله لا ينفي أناس فتى حتىك يبن أبي زياد وهو شاذ عنوان الفرق بين حتى وإلى ومن الفرق بين حتى وإلى أن حتى يلزمه تقدم ذي الأجزاء إما لفظا أو تقديرا كما ذكرنا بخلاف إله وأن الأظهر دخول ما بعد حتى في حكم ما قبلها كما اخترنا بخلاف إله فإن الأظهر عدم الدخول إلا مع القلينة وإن كان أيضا جزءا وقال الأندلسي لا فرق بينهما من هذا الوجه فإلى كان ما بعدها جزءا مما قبلها فالظاهر الدخول فيهما وإن لم يكن جزءا فالظاهر فيهما عدم الدخول وما اخترناه أظهر عند النحاة ومن الفرق بينهما أن الفعل المتعدية بحتى يجب أن يستوفي أجزاء المتجزئ الذي قبل حتى شيئا فشيئا حتى ينتهي إلى ما بعد حتى من الجزء أو الملاقي وأما إلى فإن كان قبلها ذو الأجزاء وبعدها الجزء أو الملاقي فحكمها أيضا كذلك وإلا فلا نحو قلبي إليك ولا خلافا في صحة وقوع الملاقي بعد إلا وأما بعد حتى ففيه الخلاف كما مر وعلم أن حتى لا يكون مستقرا إلا في نحو كان سيري حتى أدخلها بنصد أدخل وأعني بالمستقر ما يتعلق بمقدر وأما حتى الابتدائية فقد ذكرناها في نواصب المضارع ويقع بعدها الفعلية والاسمية كما ذكرناه هناك وفائية الابتدائية أيضا إنما التحقير كما في قوله فوى عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نحشل أو مجاشع أو التعظيم كقوله فما زالت القتلى تمج بماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكله ويمزم في الإسمية أن يكون خبر المبتدأ من جنس الفعل المتقدم نحو ركب القوم حتى الأمير راكب ولو قلت حتى الأمير ضاحك لم يفد ويجوز حذف الخبر مع القرينة نحو أكلت السمكة حتى رأسها أي رأسها مأكول عنوان في قوله وفي للظرفية إما تحقيقا نحو زيد في الدار أو تقديرا نحو نظر في الكتاب وتفكر في العلم وأنا في حاجتك لكون الكتاب والعلم والحاجة شاغلة للنظر والفكر والمتكلم مجتملة عليها اجتمال الظرف على المظروف فكأنها محيطة لها من جوانبها وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة مئة من الإبل أي في قتلها فالسرب الذي هو القتل متضمن للدية تضمن الظرف للمظروف وهذه هي التي يقال إنها للسببية وقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل قول إن فيه وفي قوله بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى معال السبت ليس بتوأم بمعنى على والأولى أنها بمعناها لتمكن المصلوب من الجذع تمكن المظروف في الظرف وقيل 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 هي بمعنى مع في قوله تعالى فدخلي في عبادي وبمعنى الباء في قوله نحاذي بها أكفاء ونهينها ونشرب في أثنانها ونقامر والأولى في الموضعين كونها بمعناها أي حاصلة في زمرة عبادي أو بمعنى أدخلي أيتها الروح في أجسام عبادي والشاعر جعل أثمانها ظرفا للشرب والقمار مجازا وقولهم في الله من كل فائت خلف أي في ألطافه وقولهم أنت أخي في الله أي في رضاء الله أي رضاه تعالى مجتمل على مؤاخاتنا لا تخرج عنه إلى الأعراض الدنيوية وكذا قولهم الحب في الله والبغض في الله عنوان الباء قوله والباء للإلصاق نحو بهباء أي التصق به وقولك مررت به أي ألصقت المرور بمكان يقرب منه ومنه أقسمت بك وبحياتك أخبرني وتكون مستقرا نحو الذي به ضعف وبهداء وتكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وخطت بالإبرة وبتوفيق الله حججت وهذا المعنى مجاز عن الإلصاق وتكون بمعنى مع وهي التي يقال لها باء المصاحبة نحو وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واشتري الدار بآلاتها قيل ولا تكون بهذا المعنى إلا مستقرا أي كائنين بالكفر وكائنة بآلاتها والظاهر أنه لا منع من كونها لغوا وتكون للمقابلة نحو اشتريته به وبدلته به وتكون مستقرا أيضا نحو هذا بذاك قوله وقد تكون للتعديه جميع حروف الجر لتعديه الفعل القاصر عن المفعول إليه لكن معنى التعديه المطلقة أي ينقل معنى الفعل كالهمزة والتضعيف ويغيره وهذا المعنى مختص بالباء من بين حروف الجر نحو ذهبت به وقمت به أي أذهبته وأقمته ولا يكون مستقرا وما سمعته مقدرا إلا في قراءة من قرأ ائتوني زبر الحديد أي ائتوني بزبر الحديد قوله والظرفية أي معنى في نحو ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤال وما ترد سؤال أي فيها وتكون للسيبية كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا وقوله غلب تشذر بالذحول كأنها جن البدي رواسيا أقدامها وهي فرع الاستعانة وقيل جاءت للتبعيد نحو قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قال ابن جني إن أهل اللغة لا يعرفون هذا المعنى بل يولده الفقهاء ومذهبه أنها زائدة لأن الفعل يتعدى إلى مجرورها بنفسه وتجيء بمعنى من نحو عينا يشرب بها عباد الله ولمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب واقع وتجيء للتجريد نحو رأيت بزيد أسدا أي برؤيته أسدا كما مر في من قوله وزائدة في الخبر والاستفهام بهل لا في مطلق الاستفهام فلا يقال أزيد بقائم كما يقال هل زيد بقائم قوله والنفي بليس نحو ليس زيد براكب وبما نحو ما زيد براكب قيل بلا التبرئة أيضا نحو لا خير بخير بعده النار والأولى أنها بمعنى في ولن يسمع في النفي بإن فما كان للمصنف أن يطلق النفي والاستفهام وتزاد قياسا في مفعول أعلمت وعرفت وجهلت وسمعت وتيقنت وأحسست وقومهم سمعت بزيد وعلمت به أي بحال زيد على حذف المضاف وتزاد قياسا أيضا في المرفوع في كل ما هو فاعل لكفة وتصرفاته وفي فاعل أفعل في التعجب على مذهب سيبويه وفي المبتدأ الذي هو حسبك وتزاد شاذا في خبر المبتدأ الموجب نحو جزاء سيئة بمثلها عند الأخفش وتزاد سماعا بكثرة في المفعول به نحو ألقى بيده ونحو نحن بن ضبة أصحاب الفرج نضر بالسيف ونرجو بالفرج وقليلا في خبر لكن قال ولكن أجرا لو فعلت بهيون وهل ينكر المعروف في الناس وهل ينكر المعروف في الناس والأجر ومع أن مرفوعة قال ألا هل أتاها والحوادث جنة بأن امرأة القيس بن تملك بيقرا وقد ذكرت مواضع زيادتها في ماء الحجازية ومن غريب زيادتها أن تزاد في المجرور نحو قوله فأصبحن لا يسألنه عن بما به أصعد في علو الهوى أم تصوبا وتدمر كثيرا مع الله في القسم نحو الله لأفعلن وشاذا قليلا في غيره كقول رؤبه خير لمن قال له كيف أصبحت عنوان اللام قوله واللام للاختصاص لام الجر مكسورة مع غير الضمير مفتوحة معه وكسرها معه أيضا لغة خزاعية وربما فتحت قبل أن المضمرة نحو ليعلم بفتح الميم وثقل فتحها مع جميع المظهرات اعلم أن كل كلمة على حرف واحد كالواو والفا ولام الابتداء فحقها الفتح لثقل الضمة والكسرة على الكلمة التي هي في غاية الخفة بكونها على حرف وإنما كسرت باء الجر ولامه لموافقة معمولها ولم تكسر كاف التشبيه لأنها تكون اسما أيضا فجرها إذا ليس بالأصالة بل القيام مقام الحرف عند من قال إن المضاف هو الجار وإنما بقيت لام الجر الداخلة على المضمر على فتحها إلحاقا لها بسائر اللامات كلام الابتداء ولام جواب لو وغير ذلك وإنما خصت لام المضمر بذلك لأنها لا تلتبس إذن بغيرها من اللامات إذ المضمر المجرور غير المرفوع ولو فتحت في غير المضمر لالتبست بلام الابتداء والفرق بالإعراب لا يتم إذ ربما يكون الظاهر مبنيا أو موقوفا عليه وفائلة اللام الاختصاص إما بالملكية نحو المال لزيد أو بغيرها نحو الجل للفرس والجنة للمؤمن والابن لزيد والتي تسمى لام العاقبة نحو لذو للموت وابن للخراب فكلكم يصير إلى ذهابي وقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم فرعلا من اختصاص كأن ولادتهم للموت وخلقهم لجهنم وكذا التي للتعليل نحو جئتك للسم وللضرب إذ المجيء مختص بذلك واللام المقوية للعامل الضعيف بتأخيره عن معموله نحو لزيد ضربت وبكونه اسم فاعل نحو أنا ضارب لزيد أو مصدر نحو ضربي لزيد حسن وبكونه مقدرا نحو يا لزيد ويا للماء لام الاختصاص صارت الأخيرة مع ذلك علما للاستغاثة أو للتعجب وقد تجيء بمعنى إلى نحو سمع الله لمن حمده أي استمع الله إلى من حمده ووجهت وجهه للذي أي إلى الذي ولمعنى على نحو وتله للجبين أي عليه ويخرون للأذقان سجدا أي عليها قوله وزائدة في ردف لكم لأن ردف يتعدى بنفسه وكذا في شكرت له على ما مر في باب المتعدي وأما في وزنته المال ووزنت له فاللام ليست بزائدة بل هي معدية قد تحلف تخفيفا وهي في لا أبالك زائية عند سيبويه وكذا اللام مقدرة بعدها أن بعد فعل الأمر والإرادة كقوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا وقولك ما أريد لأنسى حاجتي وقيل هما بمعنى أن والظاهر هو الأول لقوله تعالى وأمرت لأن أكون وهي زائية أيضا في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لقوله ولقد بوأنا بني إسرائيل وكذا اللام في قوله فلا والله لا يلفى لما بي ولا لما بهم أبدا دواء ويجوز أن يقال إن الثانية للتأكيد تأكيد اللفظية قوله بمعنى مع القول يعني في نحو قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ولو كانت كلام في قولك قلت لزيد لا تفعل لقال ما سبقتمونا إليه قد ذكرنا في أفعال القلوب الكلام على هذا قوله بمعنى الواو في القسم للتعجب نحو لله لا يؤخر الأجل وقولهم في التعجب يعنيون في الأمر العظيم الذي يستحق أن يتعجب منه فلا يقال لله لقد قام زيد بل يستعمل في الأمور العظام نحو لله لتبعثن وقيل وقيل اللام في لإيلاث قريش وللفقراء الذين أحصروا للتعجب والأولى أن تكون للاختصاص إذ لم يثبت لام التعجب إلا في القسم وقيل تجيء بمعنى في وبمعنى بعد أو بمعنى قبل في قوله تعالى جامع الناس ليوم أي في يوم وكتبته لثلاث خلون أي بعد ثلاث ولثلاث بقين أي قبل ثلاث والأولى بقاء الثلاثة على الاختصاص كما مر في باب العدد عنوان رب قوله ورب للتقليل ولها صدر الكلام مختصة بنكرة موصوفة على الأصح وفعلها ماض محذوف غالبا وقد تدخل على ضمير مبهم مميز بنكرة والضمير مفرد مذكر خلافا للكوفيين في مطابقة التمييز ويلحقها ماء فتدخل على الجمل وواها تدخل على نكرة موصوفة في رب فتح فتح الراء وفتح الباء المخففة والسابعة والثامنة ضم الراء وفتح الباء مشدية ومخففة بعدها تاء مفتوحة ووضعوا رب للتقليل تقول في جواب من قال ما لقيت رجلا رب رجل لقيت أي لا تنكر لقائي بالمرة فإني لقيت منهم شيئا وإن كان قليلا قال ابن السراج النحات كالمجمعين على أن رب جواب لكلام إما ظاهر أو مقدر فهي في الأصل موضوعة لجواب لجواب فعل ما ظن فيه فلهذا لا يجوزون رب رجل كريم أضرب بل ضربت وإنما كان نحذوهم في الغالب لدلالة الكلام السابق عليه هذا الذي ذكرنا من التقليل أصلها ثم تستعمل في معنى التكثير حتى صارت في معنى التكثير كالحقيقة وفي التقليل كالمجاز المحتاج إلى القرينة وذلك نحو قوله أزهير إن يشب القذال فإنه رب رب هيضل لجب لففت بهيضلي وقوله ماوي يا رب ما غارة شعواء كاللذعة بالنيسم وقوله فإن تنسي نسجور الفناء فربما أقام به بعد الوفود وفود ووجه ذلك أن المادح يستقل الشيء الكثير من المدائح لأن الكثير منها كأنه قليل بالنسبة إلى الممدوح بها وذلك أبلغ الوجهين في المدح ومن هذا القبيل قوله تعالى قد يعلم الله قد يعلم الله لأن قد لتقليب المضارع في الأصل وذلك كما يقول المتمدح بكثرة العلم لا تنكر أني أعرف شيئا من العلم وإن كان قليلا انتهى الشريط السابع والعشرون من القسم الثاني من شرح الكافية وله بطية على الشريط الثامن والعشرين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثامن والعشرون من القسم الثاني من شرح الكافية بربي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت عنوان رب وهي حرف جر عند البصريين خلافا للكوفيين والأخفش وإنما حملهم على ارتكاب جعلها حرفا مع أنها في التقليل مثل كن في التكثير ولا خلاف في اسميتها بل هي مفيدة للتكثير في الأغلب كما ذكرنا كإفادة كن أنهم لم يرواها تنجر بحرف جر ولا بإضافة كما تنجر كن فلا يقال برب رجل ولا غلام رب رجل وتشكل عليهم حرفيتها بنحو رب رجل كريم أكرمت فإن حوف الجر هي ما يفضي الفعل إلي مفعول الذي لو لاها لم يفض إليه وأكرمت يتعدى بنفسه قال صاحب المغني إنما ذلك لأنه يضعف الفعل المتأخر من المفعول عن العمل فيعمد بحرف الجر كقوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون ولا سيما إذا وجب تأخير الفعل كما في رب والجواب أن العادة أن يعمد مثل ذلك الضعيف باللان فقط من بين حروف الجر لإفادته التخصيص حتى تخص مضمين ذلك الضعيف عن العمل في ذلك المفعول فلا يستنكر عمله فيه نحو لزيد ضربت وأنا ضارب لزيد وضربي لزيد حسن ويشكل أيضا بمثل قولك رب رب كريم أكرمته لأن الفعل لا يتعدى إلى نفعول بحرف الجر وإلى ضميره معا فلا يقال لزيد ضربته واعتبروا بأن أكرمته صفة وأن العامل محذوف وهو عذر بارد لأن معنى رب رجل كريم أكرمت وأكرمته شيء واحد والأول والأول جواب بلا خلاف ولا شك أنك إذا قلت في جواب من قال ما أكرمت رجلا رب رجل كريم أكرمته لم يحتج معنى الكلام إلى شيء آخر مقدر مثل تحقت أو ثبت على ندعو وإن اعتبروا بأن الضمير في أكرمته للمصدر أي أكرمت الإكرام كما قول في قوله هذا سراقة للقرآن يدرسه والمرء عند الرشاء يلقها ذيب كان أبرد لأن ضمير المصدر المنصود بالفعل قليل الاستعمال بخلاف نحو رب رجل كريم لقيته وإن قالوا إن لقيته مفسر لقيت المقدر كما في زودا ضربته جاء الإشكال الأول مع أنه لم يثبت في كلامهم تفسير الناصب للجار والمجرور بفعل آخر نحو بزيد جاوزته أي مرمت بزيد جاوزته ويشكل أيضا بنحو رب رجل كريم جاءني في جواب من قال ما جاءك رجل ولا شك أن جاءني هو جواب رب إذ لا يتوقف معني الكلام على شيء آخر بل تم بقولك جاءني فيكون كقولك بزيد مرة والضمير في مرة لزيد وكقولك زيدا اضرب والضمير للمنصوب وقد مر في المنصوب على شريطة التفسير امتناء ذلك فإن ارتكب فإن ارتكب مرتكب متمحلا أن جاءني صفة والعامل تحققت ولحوه فهو محار لعدم توقف معنى الكلام عليه مع أن المصنف صرح في شرح قوله محذوف غالب بأنه قد يظهر نحو رب رجل كريم قد حصل ويقوى عندي مذهب الكوفيين والأخفش أعني كونها اسم فرب مضاف إلى المكرة فمعنى رب رجل في أصل الوضع قليل من هذا الجنس كما أن معنى كم رجل كثير من هذا الجنس وإعرابه رفع أبدا على أنه مبتدأ لا خبر له كما اخترنا في باب الاستثناء في قولهم أقل رجل يقول ذلك إلا زيد فإنهما يتناسبان بما في رب من معنى القلة وكما أن نواسخ المبتدأ لا تدخل في نحو غير مأسوف على زمنا ينقضي بالهم والحزن وقولهم خطيئة يوما لا أصيد فيه إذا دنّله معنى النفي الذي له صدر الكلام فكذا لا تدخل على رب لأن القلة عندهم تجري نجرى النفي فمن ثم كان لرب صدر الكلام قال أبو عمر رب لا عامل لها لأنها ضارعة النفي والنفي لا يعمل فيه عامل ولف ومن ثم نجرى النفي كان القياس أن لا يجيء وصف مجرورها إلا فعلية كما في أقل رجل المتبنى معنى النفي وذلك لأن النفي يطلب الفعل إلا أن رب لخروجها إلى معنى الكثرة في أكثر مواضعها جاز وقوع معت مجرورها اسمي يثن كما في قوله يا رب حوجا هي خير من دعه ويكثر يقوعه أيضا صفة معطية لنعم الفعل ذاهنا بخلاف باب أقل رجل كما مر في باب الاستثناء قال صلى الله عليه وسلم ألا رب نفس طائمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ويتم الكلام بقوله جائعة عارية بلا تقدير شيء آخر خلافا لما ذهب إليه البصريون من تقدير العامل والأكثر مراعاة الأصل في وقوعه فعلية إما ظاهرة أو مقدرة فالظاهرة كقوله رب رفض هرقته ذلك اليوم وأثرى من معشر أقيالي وليس الجواب محذوفا كما قال أبو علي لأنه قد تم الكلام بقوله رب رفض هرقته ولا يتوقف على شيء آخر والرفض القبح الضخم يقال هريق رفضه إذا نات وهو كناية كقولهم سفر وطابه والمقدرة كما في قوله وأثرى من معشر أقيالي أي أثرى من معشر حصلت لي وأما نعت مجرور أقل ففعلية أو ظرفية كما اخترنا في باب الاستثناء والتشهد الأخفش على اسمية رب بقوله إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار وقال رب ابتدأ وعار خبره والأولى أن يكون عار خبر مبتدأ محذوف والجندة نعت نجرور رب كقوله يا رب هيجا هي خير من دعه قوله لها صدر الكلام لما ذكرنا قوله مختصة من نكرة كما أن كان مختصة بالنكرات وإنما وجد دخولها على النكرة لأن النكرة محتمرة بالقلة والكثرة نحو جاءني رجل وما جاءني رجل فلو لم يحتمرها لم تستعمل فيهما والمعرفة إن دالة على القلة فقط كالمفرد والمسن المعرفين وإن دالة على الكثرة دون القلة كالجمع المعرف ورب وكم على نتائي القلة والكثرة وإنما يحتاج إلى العلامة في المحتمل حتى يصير بها نصا قوله مصوفة على الأصح هذا مذهب أبي علي وابن السراج ومن تبعهما وقيل لا يجب ذلك والأول الوجوب لأن رب منتبأ على مخترنا لا خبر له بإفادة صفة مجروه معنى الجملة كما في أقل رجل يقيل ذلك على مخترنا وقولهم خطيئة يوم لا أصيد فيه ولا يوسف رب فلا يقال رب رجل كريما بالرفع كما لا يوسف أقل لكون رب كحويف النفي فإن التقليل عندهم كالنفي فلهذا لا يتقدم عليه ناسخ ولزم الصدر قوله محذوف غالب إذا كان الكلام الذي رب جواب عنه مصرحا به محوما لقيت رجلا لم ينتمع حذف نعت مجرور رب لذبارة القرينة عليه وكذا إذا كانت القرينة غير ذلك كما في قوله وأسرى من معشر أقيالي أي أسرتهم وإن لم تكن هناك قرينة وجب وصف مجرور رب بما يفيد معنى الكلام التام كما ذكرنا في أقل رجل يقول ذلك وصفه إما فعلية نحو رب رجل كريم لقيته أو جار مجرور أو ضرف نحو رب رجل في الدار أو أنا مكى أو اسمية نحو يا رب هوجا هي خير من دعه أو سفة مشتقة نحو قوله صلى الله عليه وسلم رب نفس طائمة ناعمة الخبر لتمامه وليس شيء من هذه الأشياء عاملا في رب بل هو وصف لمجروره كما ذكرنا وتسميته بجواب رب بعيد ويجوز أن يؤطف قياس على المجرور برب وبكم وعلى النكرة المجرورة بكل وأي اسم مضاف إلى ضميرها لكون ذلك الدمير نكرة كما نر في بال المعارف نحو رب شاة وسخلتها وكناقة وفصيلها وكل رجل وأخيه وأي رجل وغلانه وقال الجزولين هذا المعطوف معرفة لكنه جاز ذلك لأنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع ولو كان كما قال لجاز رب غلان والسيد قوله قد تدخل على مدمر هذا الدمير نكرة كما مر فيها بالمعارف قوله مليز بنكرة إلى قوله في مطابقة التمييز مضى شرحه في باد ماء وبئس قوله قوله يا رب يا ربتنا غارة شعواء كاللذعة بالميسم ومثل الزماء التي تري كات التشبيه الأولى أن تكون كافة نخو كن كما أنت أي كما أنت كائن وزيد صديقي كما عمر أخي وشذ إعمال الكاف معنا وما لا تكف عن نخو عنا قليل وعما إذا وليت الباء ومن فالأولى زيوتها وإعمال الجارين نخو فبنا رحمة وإما خطيئاتهم وقد تكفهما كما يجي ورب المكفوفة لا تدخل إلا على الفعل كما قال سيبويه وقوله ربنا الجامل المؤدل فيهم وعنا جوج بينهما المثار شاذ عنده ومثله قياس عند الجزور فيجيز ربنا زيد قائم والتزم ابن السراج وأبو علي في الإيضاح كلم الفعل ماضية لأن وضع رب للتقليل في الماضي كما ذكرنا والعذر عندهما في نحو قوله ربنا يود الذين أن مثل هذا المستقبل أي الأمور الأخوية غالب عليها في القرآن ذكرها بلفظ الماضي نحو وسيق الذين ونادى أصحاب الجنة وقال الربعي أصله ربما كان يود فحلف كان بكثرة استعماله مع ربما والأول أحسن وقال قتلنا ونال القتل منا وربما يكون على القوم الكرام لما الظفر أي ربما كان مثل قوله وانضح جوانب قبره بذنائها فلقل يكون أخا دم وذبائح والمشهور جواز دخول ربما على المضارع بلا تأويل كما ذكره أبو علي في غير الإضاح وقوله ربما تكره النفوس من الأمر البيت ما فيه نكرة منصوفة عند المحاة لا كافة كما مر في المرسولات وقد وحدث الفعل بعد ربما عند القرينة قال فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغن يوما فربما أي ربما يتوقع ذلك قوله وعوها أي وعو رب مثل قوله وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس اعلم أن حوص الجر لا تحدث مع بقاء عملها قياسا إلا في الله قسما عند البصريين واجاز الكوفية قياس سائر أنفاض المقصد به على الله نحو المصحف لا أفعل وذلك غير جائب عند البصرية لاختصاص لفوة الله بخصائص وليست لغيرها تبع الاختصاص نسماها بخصائص فمنها اجتناع يا ولان في يا الله ومنها قطر الهمزة في يا الله وأفأ الله ومنها ومنها أنجر بلا عيض من الجار ومع عيض عنه بهاء التنبيه نحو ها الله وهن تلاستفهام نحو آ الله ومنها تعويض عن حرف النداء نحو اللهم ومنها تفخي ملامه بعد الضم والفتح وترقيقها بعد الكسر ويحدث حرف الجر قياسا مع بقاء عمله إذا كان الجار ربا بشرقين أحدهما أن يكون ذلك في الشعر خاصة والثاني أن تكون بعد الواو أو الفاء أو بل وأن حفظها من دون هذه الحروف نحو رسم دار وقفت في طلله كدت أقبل حياة من جلله فشاذ من في الشعر أيضا فالواو كقوله وقاتم الأعماق خاو المخترق والفاء كقوله فإن أهلك فذي حنة لضاه علي تكايت تهد بهذا وبل كقوله بل بلد لصعب وأصباب أن الفاء وبل فلا خلاف عندهم أن الجر ليس بهما بلد رب مقدرة بعدهما لأن بل حرف وقف بها على ما قبلها والفاء جواب الشرق وأن الواو فللعطف أودا عند سيبويه وليست بجارة فإن لم تكن في أول القصودة أو أول الرجز كقوله وليلة نحسن يستل القوس ربها وأقطعه التي بها يتنبل فكونها للعطف ظاهر وإن كانت في أولها كقوله وقاتم الأعماق فإنه يقدر معطوف عليه كأنه قال رب هول أقبلت عليه وقاتم الأعماق وعند الكوفيين والمدرد أنها كانت حرف عقص ثم صارت قائمة مقام ربا جارة بنفسها لسيرورتها بمعنى ربا فلا يقدرون في نحو وقاتم الأعماق معطوف عليه لأن ذلك تعسف وكذا إذا كان في وسط الكلام نحو وليلة نحسن لا يقدرونها عاطفة على الكلام بل هي عندهم بمعنى ربا وجار مثله ولو كان للعطف لجاز إظهار ربا بعده كما جاز بعد الفاء وبل فهذه الواي عندهم كانت حرف عطف قياس على الفاء وبل ولكنها صارت بمعنى ربا فجرت كما تجر ومع ذلك لا يجوض دخول حرف العطف ويسط الكلام نحو وليلة نحسن ولا فوليلة نحسن اعتبارا بأصلها بخلاف أو القسم فإنها لما لم تكن في الأصل والعطف فلذا جاز دخول والعطف والفاء وثم عليها نحو والله وثم والله وإدمار الباء باقيا عملها في قول ربه خير لما قيل له كيف أصبحت شاذ وقيل فيكم رجل إنه مجرور لمن وقد مر في بابه وعما قوله إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع فشاذ وقال الخليل في الله أبوك إنه مجرور بلان مقدرة كما قال في أنسي في نحو فعلته أنسي إنه مجرور بالباء والأولى بنا أبنا كما ذكرنا في الضيوف المبنية هذا الذي ذكرنا في ربا المقدرة على نذهب البصريين في ربا وأن على مخترنا فربا مضاف مقدر مدمير عليه بالحروف الثلاثة عنوان واو القسم قوله واو القسم إنما يكون عند حدف الشعر لغير السؤال مختصة للظاهر والتاء مثلها مختصة بسم الله تعالى والباء أعن من هنا في الجميع ويتلقى القسم باللام وإن وحرف النفي ويخذف جوابه إذا اعترض أو تقدمه ما يدل عليه اعلم أن واو القسم لها ثلاثة شروط أحدها حذف فعل القسم معها فلا يقال أقسم والله وذلك لكثة استعمالها في القسم فهي أكثر استعمالا من أصلها أي الباء والثاني أن لا تستعمل في قسم السؤال فلا يقال والله أخبرني كما يقال بالله أخبرني والثالث أنها لا تدخل على الضمين فلا يقال وك كما يقال بك واختصاصها بالحكمين الأخيرين لكيمها فرع الباء بدلا منها وإنما حكى بأصارتها لأن عصلها الإنصاق فهي فهي تلسق فعل القسم بالمقسم به ويبدلت الواي منها لأن بينهما تناسبا لفظية لكيمهما شفهيتين ومعنية ألا ترى أن في يواو العقف ويصرف معنى الجمعية القريبة من معنى الإصاق والكاء مدر من الواي كما في أغاث وتراث ويكله وتكله والتعباء فلهذا قصرت عن الواي فلم تدخل إلا على لفظة الله وفيه الخصائف الثلاثة التي كانت في الواي وحتى الأخفش تربي وتربي الكعبة وهو شذ ولا منذر تجيئ بمعنى الواي كما ذكرنا مختصة أيضا بلفظ الله في الأمور العظام وكذا من مكسورة المين مكسورة المين وقد تضمه والكسر أكثر مختصة بلفظ ربي ونذهب سيدويه كما ذكرنا أنها حرف جر وقانت مقان الباء وضمء ضمن المين لذيالة تغير معناها وخروجها عن بابها كما تقول في العلم شمس بن مالك ببن الشين ومنه بعض الكوفيين أن المضمومة المين مقصورة من ألمن والمكسورتها مقصورة من يمين وفيه نظر لأن ألمن كان يجيء مختص بالله أو بالكعبة ومن مختصة بلفظ ربي ولا من أن يقال تغير حكمه عند اختصاره ويمكن أن يستدل بنائه على أنه ليس محذوفا من أي من المعرب لأن اختصار المعرب ورده إلى حرفين لا يوجد البناء كما في يد ودم والأولى أن يقال إننا رؤيا من قولهم من الله مضمون من المين ومكسوره مع لفظ الله وحدها هي من الجارة المستعملة مع ربي أتبئة المين المين ضمن وكسرا للساكنين وأن من الله وفتحتين سنقول أصلها من بكسر المين وفتح المين أتبئ المين المين وإن كانت فتحتها عاروة للساكنين طلبا للتخفيف فعلى هذا من الجارة تختص في القسم بربي أو بالله وقيل بل الثلاثة أي مضمون من المين والمين ومكسورهما ومفتوحهما مع لفظ نفظ الله مقصورة من أي من أن اختصار من الله بدمتين فظاهر وأن المكسورتهما والمفتوحتهما سلا أرى لكونهما مقصورتين منه وجها لأن أي من عندهم يجب الرفع سماعا كما يجيه والقصر لا يجب البناء فمن أين جاء كسر النون وفتحها بل لو جاء أي من الله على ثلاثة أوجه أي بالرفع والنسب والجر كما جاء يمين الله رفعا ونسبا عند الجميع وجر أيضا عند الكوفيين جاز أن يقال أتبع المين المون فتحا وكسرا ويجوز أن يكون من الله بفتحتين مقصورا من يمين الله بإتباع المين للمين بعد القصر ولا يجوز أن يكون من الله بكسرتين مقصورا من يمين الله بإتباع من يمين لأن حركة الإعراب لا تزال لأجل الإتباع وانا ايم الله بفتح الهمزة وكسرها مع ظن المين فمقصوران من ايم الله بفتح الهمزة وكسرها وقد يقال ايم الله بقلب الهمزة هاء مفتوحة وقد تحدث الياء نعمين فيقال ايم الله بفتح الهمزة وكسرها وكل ما قصر من ايم لا يستعمل الا معرفة الله ولا يستمر مع الكعبة كمستعمل أي من معها وقد قال من الله لدم المين وكسرها مقصورتين من ومن على ما قال سيبويه وقيل هنا مقصورتان من أي من ففي كسر المين إذن إشكالا وقيل المكسورة مقصورة من يمين وقيل هنا بدلان من الواي كالتاء لكي من المين والواي شفهيتين فاختصى برفض الله كالتاء وفيه نظر لأن الكلمة التي على حرف لم تجئ في كلامهم مضممة وإذا خلف حرف القسم الأصلي أعني الباء فإن لم يبدل منها فالمختار النسب بفعل القسم ويختص رفض الله بجواز الجرج مع حذف الجار لبلا عوض والكوفيون أجوزون الجر في كل ما حذف منه الجار من المكسر به وإن كان برا عوض نحو الكعبة لأفعلننا والمصحف لآتيننا ويختص لفض الله بتعويضها أو همة الاستفهان من الجار وكذا يعود من الجار فيها قطع ثمزة الله في الدرج فكأنها حذفت للدرج ثم ردت عوضا من الحرف وجار الله جعل هذه الأحرف بدلا من الواو ولعل ذلك لاختصاصها بلفظة الله كالتاء فإذا جئت بها التنبيه بدلا فلابد أن تجيء بلفظة بعد المكسر به نحو لا هالله ذا وعي هالله ذا وقوله تعلم هال عمر الله ذا قسما فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك وظاهر أن حرف التنبيه من تمام اسم الإشارة كان يأتي في خريف التشبيه قدنا على لفظ المقسر به عند حذف الحرف ليكون عوضا منه وإذا دخلت هاء على الله ففيه أربعة أوجه أكثرها إثبات ألف هاء وحذف ثمزة الوسن من الله فيلتقي ساكنين ألف هاء واللام الأولى من الله وكان القياس حذف الألف وأن مثل ذلك إنما يغتفر في كلمة الواحدة كالضالين أما في كلمتين فالواجب الحذف نحو ذا الله وما الله إلا أنه لم يحذف في الأغلب ليكون كالتنبيه على كلم ألف هاء من تمام ذا فإنها الله ذا بحذف ألف هاء ربما يوهم أنها أعب عن حنزة الله كهرقت في أرقت وهياك في إياك والثانية وهي المتوسطة في القلة والكثرة هالله ذا بحذف ألف هاء للساكنين كما في ذا الله وما الله ولكونه حرسا كما وما وذا والثالثة وهي دون الثانية في الكثرة إثبات ألف هاء وقطع همزة الله مع كونها في الدرج تنبيه على أنه حق هاء أن يكون مع ذا بعد الله فكأن الهمزة لم تقع في الدرج والرابعة حكاها أبو علي وهي أقد جميع هاء الله بحذف ذنزة الوصل وحذف ألف هاء للساكنين بعد قلبها ذنزة كما في الضأبون ودأبة قال الخليل ذا من جملة جواب القسم وهو خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذا أو فاعل أي لا يكون ذا أي لا يكون ذا والجواب الذي يأتي بعده نفيا أو إثباتا نخو هالله ذا لأفعلن أو لا أفعل بدلا من الأول ولا يقاس عليه فلا يقال هالله أخوك أي لأنا أخوك ونحو وقال الأخفش ذا من تمام قسم إن ناصفة لله أي الله الحاضر الناظر أي مبتدأ محذوف الخبر أي ذا قسمي فبعد هذا إما أن يجيء الجواب الوحدث مع القرينة وأن هنزة الاستفهام فإما أن تكون للإنكار كقول الحجاج في الحسن البصري رحمه الله آه الله ليقومن عبد من العبيد فيقولن كذا وكذا الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان واو القسم وتكون الهنزة للاستفهام كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله من مسعود رضي الله عنه لما قال هذا رأس أبي جهل آه الله الذي لا إله غيره فإذا دخلت هنزة الاستفهام على الله فإما أن تبدل الثانية ألفا سريحة وهو الأكثر أو تسحل كما هو القياس في آه الرجل ونحوه ولا تحذف لللبس ولا تبقى للاستفقال وأما قطع هنزة الله فهو في مكان مخصوص وذلك إذا كان قبله فا قبلها هنزة الاستفهام تقول لشخص هل بعتداركا فيقول نعم فتقول أفأ الله لقد كان كذا ويجوز دخول الفاء من غير استفهام نحو فأله لقد كان كذا وهدئة الاستفهام ليست عوضا من حرف القسم ها هنا للفصل بينها وبين الله بفاء العطف وعند الأخفش الفاء في أفأ الله زائدة ودرين كون هذه الثلاثة أبدال معاقبتها بحرف القسم ولزوم الجر معها دون النصب مع أن النصب بلا عوض أكثر كما تقدم واعلم أن الجملتين أعني القسم والجواب كالشرق والجزاء صارت بقرينة القسم كجملة واحدة فإن كانت القسمية إسمية فإما أن يتعين الاسم الذي جعلته مبتدأا للقسم كأي من الله ولا عمرك أو لا فإن تعين وجب حذف الخبر كمرة في باب المبتدأ لدلالة ذلك النفذ على تعين الخبر وهو ما أقصي به وسد الجواب مسد الخبر وإن لم يتعين كأمينة الله وعهد الله ويمين الله جاز لك حذف الخبر وإثباته نحو أمانة الله ويمين الله وعهد الله لأفعلنها والمرض بأمانة الله ما فرض الله على الخلق من طاعته كأنها أمانة الله تعالى عندهم يجب عليهم أن يؤدوها إليه تعالى سالمة قال تعالى إن عرضنا الأمانة الآية ومعنى يمين الله تعالى ما حلف به تعالى من قوله والشنس وضحاها والليل والضحى ونحوها أو اليمين التي تكون بأسمائه تعالى نحو الله ورب الكعبة والخالق ونحو ذلك والمعنى يمين الله يميني ويجيز إثبات الخبر نحو على أمانة الله وعلي عهد الله وعلي يمين الله وكذا تقول الكعبة أو المصحف لأفعلنها أو الكعبة يميني لأفعلنها وقال الفراء إن كان المبتدأ اسم معنى نحو لعمرك وأي من الله فجواب القسم خبره ولا يحتاج إلى تقدير خبر آخر لأن لعمرك يمين ولأفعلن يمين الأوضاء فهو هو وليس بشيء لأن العمر معناه البقاء فهو نقسم به ولأفعلن نقسم عليه فكيف يكون هذا ذاك وكذا الكلام فيه أمانة الله وأي من الله ونحوه والمبتدأ المحذوف خبره إن اقترم بلان الابتداء نحو لعمرك ولأي من الله وجب رفعه قال بذولي لن يسمع في لفظ الله إلا النسبة أو الجر دين الرفع وجوز الأندلسي الرفع قياسا وأي من الله عند الكوفيين جمع يمين فهو مثل يمين الله جعلت حمزة القطع فيه واسلا تخفيفا لكثرة الاستعمال كما قال الخليل في حمزة أل المعرفة وعند سيبويه هو مفرد مشتق من الهم وهو البركة أي بركة الله يميني وهمزته للوصل في الأصل والدليل عليه تجويز كسر همزته وإنما كان الأغلب فتح الهمزة لكثرة استعماله ويستبعد أن تكون الهمزة في الأصل مكسورة ثم فتح التخفيفة لعدم أفعل بكسر الهمزة في الأسماء والأفعال وإذا قالوا في الأمر من نصر أنصر بدمي الهمزة ويستبعد أصالة أفعل في المفردات فيسدقها هنا قوله فأصبحت أن تأتها تشتجر بها كلا مركبيها تحت رجلك شاجر وإذا تكررت الواو بعد واو القسم نحو قوله تعالى والليل إذا ورشى والنهار إذا تجلى فنذهب سيبويه والخليل أن المتكذرة واو العطف وقال بعضهم هي واو القسم والأول وأقوى وذلك لأنها لو كانت واو القسم لكانت بدلا من الرباء ولم تفض العطف وربط المقسم به الثاني وبعده بالأول بل يكون التخدير أقسم بالليل أقسم بالنهار أقسم مما خلق فهذه ثلاثة ألمان كل واحد منها مستقلي وكل قسم لا بد له من جواب فتطلب ثلاثة أجوبة فإن قلنا خذف جوابان استغناء بما بطي بعد الحذف فالحذف خلاف الأصل وإن جعلنا هذا الواحد جوابا للمجموع مع أن كل واحد منها لاستقلاله يطلب جوابا مستقلا فهو أيضا خلاف الأصل فلم يبق إلا أن نقول القسم شيء واحد والمقسم به ثلاثة والقسم هو الطالب للجواب للمقسم به فيكفيه جواب واحد فكأنه قال أقسم بالليل والنهار وما خلقه إن سأيكم بشتى أي أقسم بهذه الثلاثة إن الأمر كذا وأيضا فإنك تقول مصرحا بالعقص بالله فالله لأفعلن وبحياتك ثم حياتك لأفعلن ولا تقول أقسم بالله أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أفعلن والحل على ما ثبت في كلامهم أولى واعترض على كولواو العطف بنزوم العطف على عاملين لأن النهار إذن يكون معطوفا على الليل وإذا فجل معطوفا على إذا يغشى والعاطف واحد أجاب جار الله بأن قال الواو كأنها عيب عن حرف القسم وفعله معا وذلك لأنه لكثرة ما استغمل في القسم لم يستعمل الفعل معه فصار لما رمى لم يجامع الفعل كأنه عوض عن الفعل أوضا كما أنه عوض من الحرف فقول ذي النهار كأنه معطوف على عامل ياحل هو الواو قال المصنف فيلزم على هذا أما يجوز بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقد جاء قوله تعالى فما أقسم بالخمس الجوار الكنس والمول إذا عسعس فقوله تعالى والليل وإن لم يكن قبله معمولاني إلا أنه يكون الواو فيه قائمة مقام أقسم والباء حتى كأنه يجر وينصد وهو المحذور وقال المصنف إن نجاز هذا لأنه مثل إن في الدار زيدا والحجرة عمرا كما مر في باب العطف وعلى ما قدمنا في باب الظريف المدنية إن التقدير وعظمة الليل إذا يغشى فالعامل في الليل في الحقيقة هو العظمة المقدرة وكذا فيه إذا يغشى فيكون الواو قائم إن قام العظمة وهي عامل واحد فيكون التقدير بعظمة الليل وقت عسعسته فالعامل في المجرور والمنصود شيء واحد وعلم أن القسم على ضربين إن قسم السؤال وهو مشدتك الله وعمرتك الله وعمرك الله وقعدك الله لتفعلن وقد يستعمل أن فيه زائدة وربما أطيل في قسم الطلب أيضا لتفعلن ولمفعلن فيكون خبرا بمعنى الأمر قوله يتلقى القسم باللام وإن وحريث النفي معنى يتلقى أي استقبل والمعنى إجاب القسم يقال تلقاه بكذا واستقبله به أي أجابه به اعلم أن جواب القسم إن اسمية أو فعلية والاسمية إما مسبته مسبته أو منفية فالمسبتة تصدر بإن المشددة أو مخففة أو باللام وهذه اللام لام الابتداء المفوية للتأكيد لا فرق بينها وبين إنا إلا من حيث الفعل وإننا أجيب القسم بهما لأنهما مفيدان بالتأكيد الذي بأجله جاء القسم واللام الداخرة بعد إنا المكثورة في الأصل لام الاتداء أيضا كما يجيء في باب إنا فلا تدخل هذه اللام أعني لام جواب القسم إلا على ما تدخل عليه اللام الواطعة بعد إنا ونذهب الكوفيين أن يلام في مثل لزيد قائم دواب القسم أيضا والقسم قبله مقدر فعلى هذا ليس في الوجود عندهم لام الابتداء قالوا لأنك تقول لطعامك زيد آكل فقد دخلت على غير المبتداء ويجيب بأنها في التقدير داخلة على المبتداء ورد عليهم بمحو ظمنت لزيد قائم ولا منقسم لا مدخل له بعد ظمنت المفيد للشك ويجيب أن يعتبر بأن الظمن الغارب قائم مقام العلم فهو مثل قولهم يعلم الله إن زيدا قائم بكسر إنا ولهذا قال بعضهم إن قوله تعالى وظنوا ما لهم من نحيص ظنوا كالقسم وما لهم جوابه وليس بنص إذ يحتمل التعليق بلى لو جاء النثل ظمنت لقد فعل لكان نصا في إجراء ظمنت مجرى القسم ثم نقول إن الأولى كون لا نفيد لزيد قائم لام الابتداء مفية للتأكيد ولا نقدر القسم كما فعله الكوفية لأن الأصل عدم التقدير والتأكيد المطلد من القسم حاصل من اللام ثم إنه لا تجانع حرف النفي وإنجاز أن تؤكد الجلة التي في خبرها حرف النفي نخو لزيد ما هو قائم ولو قال لما زيد قائم وذلك لأن اللام بالتقرير والإثبات وحرف النفي للرفع والإزالة فبينهما في ظاهر الأمر تنافل وأن قولك لزيد ما هو قائم وإن زيدا لم يقم فإن واللام أثبت نفي مضمون الجلة بلا مجامعة بين الحرفين ثم إن لام الابتداء تدخل على المضارع لمشابهته للمبتدأ في كونه أول جزء الجلة مثله مع مضارعته لمطلق اسم قال المتلمس لأورث بعد سنة مقتدى بها وأجلوا عنها بشبهة إن توحنا وتدخل على مضارع مصدر بحرف التنفيس نخو ولسوف يعطيك خلافا للكوثيين كامر ولا تدخل على الماضي وإن كان أول جزء الجلة لبعده عن مشابهة الاسم فإذا دخله قد كثر دخول لام الكداء عليه نخو لقد سمع ولقد آتينا وذلك بأنها تقرب الماضي من الحال فتصير الماضي كالمضارع مع تميس بالمعنى اللام ومعنى قد لأن في قد أيضا معنى التحقيق والتأكيد وتدخل أيضا لام الابتداء على خبر المبتدأ إذا وقع موطع المبتدأ أي تقبم عليه نخو لقائم زيد ولف الدار زيد وعلى معمول خبر المبتدأ وأيضا إذا وقع موطع المبتدأ نخو لطعامك زيد آكل ولف الدار زيد قائم بشرط كون العام باسما كما ذكرنا أو فعلا مضارعا نخو لطعامك زيد وأكل أو ماضي ما قد نخو لطعامك زيد قد أكل ولو يقال لطعامك زيد أكل ولا تدخل على غير ما ذكرنا من حرف الشرط وغيره وإننا تدخل على مهم وبئس وإن كان في الأصل معظمي بلا قد لما ذكرنا في بابهما من صيرورتهما بمعنى بسم فقولك لمئن الرجل زيد كقولك لحسن زيد وإذا وقع العامر اتداء بعد إنا جاز يقوعها في غير هذه المواطع أيضا نخو خبر المبتدأ المؤخر نخو إن زيدا لقائم كما يجيء في باب إنا واللمع في ذميع ما ذكرنا ليست دوابا لقسم المقبر خلافا للكؤفية بل هي العامر الجداء والاسمية المنفية مصدرة المنى نعملة عند أهل الحجاز نعملة عند غيرهم أو بلا التبرئة على اختلاف أحوالها نخو والله لا زيد فيها ولا عمر وووالله لا رجل في الدار ووالله لا فيها رجل ولا امرأة وإن نصدره بإن نحو والله إن زيد قائم وإن كانت الجملة فعلية فإن كان الفعل مضارعا مثبتا فالأكثر تصديره باللام وتسعه بالمين نحو لأضربنا إلا أن تدخل على متعلق للمضارع مقدم عليه كقوله تعالى وَلَإِن مِتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِوَ اللَّهِ تُخْشَرُونَ فإن فيه اللام فقط وكذا إن دخل على حرف التنفيس نحو والله لسوف أخرج فلا يؤتى بالمين اكتفاءا بيحدى على متى الاستقبال عن الأخرى وقل خلو المضارع من اللام اكتفاء بالمين وقد جاء وقتيل مرة أسأرني فإنه فرع وإن أخاكم لم يقصدي ولا يجوز عند البصريين الاكتفاء باللام عن المين إلا في الضرورة والكوفيون أجازوه بلا ضرورة ويحكى عن أبي علي مواسقتهم في تجوز التعاقب بين اللام والمين قال تألّى ابن أوس حلفة لا يردني إلى نسوة كأنهن مفائدوا لفتح اللام وضم الدال ويروى لي ردني بكسر اللام ونسب الدال وبعض العرب يكسر لام القسم الداخله على الفعل المضارع نحو والله لتفعلن هذا كله إن كان المضارع استقبالا فإن كان حالا فالجمهور جوز قوعه جوابا للقسم خلافا للمبرد وذلك لأنه متحقق الوجود فلا يحتاج إلى تأكيده بالقسم كما مر في المضارع والحول الجواز إذ رد موجود غير المشاهد يصح إنكاره وأنشد الفراء لإن تكو قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيوت يواسع وتقول والله ليصلي زيت فيجب الاكتفاء بالمام ولا يؤتى بالمام لأنه علامة الاستقبال كما مر في المضارع وإن كان المضارع منسيا فنفيه بما وإن ولا علامة مضى لكن ما وإن إذا لم يتقيد بالزمان المستقبل فظاهرهما نفي الحال على ما تقدم في الأفعال الناقصة فالمبرد لا يجيز والله ما أقوم وإن أقوم لكيومه إذن ظاهرا في الحال ونذهبه أن المقسم عليه لا يكون حالا ولا يجوز في المضارع بلم ولن في جواب القسم لأنهم ينصونه بما يجوز حذفه للاختصار كما يجيه والعامر الحرفي لا يحلف مع بقاء عمله وإن أبطر العمل لم يتعين أنه في المحذوف وإن كان الفعل ماضيا نسبة فالأولى الجمع بين اللام وقد نحو والله لقد خرج وأما في نعمة بئسة فبلان وحدها إذ لا يدخله ما قد لعدم تصرفهما قال يمين لنعم السيدان يجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي وإن طال الكلام أو كان ضرورة الشعر جاز الاتصار على أحدهما قال تعالى في الاستطالة والشمس وضحاها إلى قوله قد أفلحا فلم يأتي باللام للطول وقال الشاعر حلفت لها بالله حلف تفاجر لنام فماء من حديث ولا صالي ويجد تقدير قد بعد اللام لأن لام الابتباء لا تدخل على الماضي المجرد كما مر ويختصار على اللام أكثر من العكس وأما نحو قوله وأقسم أن لو التقينا وأنتموا لكان لكم يوم من الشر مظلم فنذهب سيدويه أن أن موطئة كلام في لئن جئتني لأكرمنك فاللام في لكان إذن جواب القسم لا جواب لو فيقوم جواب القسم في قوله وأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا محذوفا وسيجيء الكلام عليه في حروف الشرط وإن كان الماضي من فيا فلما نحو والله ما قام وأما إن نفي بلا وإن انقلب إلى معنى المستقبل كما ذكرنا في يوم الماضي قال حسب المحبين في الدنيا عذابه تالله لا عذبتهم بعدها سقر أي لا تعذبهم فلا يلزم تكرير لا كما لا يلزم تكريرها إذا كانت في الماضي الذي بالدعاء نحو لا رحمه الله وذلك لأن الماضي في الموضعين بمعنى المستقبل وفي غيرهما يجد تكريرها نحو فلا صدق ولا صلى وربما جاءت في الشعر غير مكررة كقوله وأي أمر سيء لا أفعله وأن قوله تعالى فلا اقتحم العقبة فإنما لم يكرر فيه لتكرير تفسير العقبة وهو قوله فك رقبة إلى آخره فكأنه قال لا فك رقبة ولا أطعم مسكين وإن كان المقسم عليه جواب شرط المستقبل وقبل ذلك الشرط قسم قرنت أداة الشرط كثيرا بلام مفتوحة تسمى موطئة أو محبة ومعينة لكون الجواب للقسم لا بالشرط نحو قولك والله لئن أتيتني لآتينك ويجوز ويجوز والله إن تأتي لآتينك بلا لام فإن حبث القسم وقدر فالأكثر المجيء باللام الموطئة تنبيه على القسم المقدر من أول الأمر وقد يجيء من غير لام كقوله تعالى وإن أطعتموه إنكم لمشركون وإن تقدم القسم على الشرط الماضي وهو ما يكون بلوء فسيجيء حكمه في خروف الشرط ويجوز حبث النافي من المبارع الذي هو جواب القسم ولا يجوز من الناضي ولسمية سواء كان المبارع لا يزال وأخواته أو غيرها قال فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي وقال كالله يبقى على الأيام ذو حيب بمشمخر به الذين والآس وإن لم تخل أحذفنا بسمية لأنها أقل استعمالا في جواب القسم من الفعلية والحذف لأجل التخفيف وخذف من المبارع دون الماضي لكيومه في القسم أكثر استعمالا منه ما أن رفض المبارع أثقل ومن ثم جاز حذف حرف النفي في غير القسم من لا يزال وأخواته قال تنسك تسمع ما حييت بها لكم حتى تكونه وإن ما جاز فيها خاصة للذوم النفي إياها فلا يلتبس بالإيجاب وأن قوله فلا وأبي ذهناء زالت عزيزة على قومه ما فتر الزند قابخ فلم يحدث النافي بل فصل بينه وبين الفعل كما مر في الأفعال الناقصة وإنما جاز حذف علامة النفي في المبارع دون علامة الإثبات لأنها تكون في الأغلب علامتين اللام والنون كما ذكرنا فحذف إحداهما يستلزم حذف الأخرى فيكثر الحذ وإنما حكنا بأن المحذوفة من المبارع لا دون ماء لأنها أكثر استعمالا في نفي المبارع منا قوله ويخذف جوابه إذا اعترض أو تقدم ما يدل عليه أي إذا اعترض القسم أو توسط الكلام نحو زيد والله قائم وقان والله زيد وفي نهج البلاغة قد والله لق الله قوله أو تقدم ما يدل عليه نحو زيد قائم والله وقام زيد والله وهذا الكلام الذي توسطه القسم أو تأخر عنه هو من حيث المعنى جواب القسم وهو كالعرب من ذلك الجواب مثل جواب الشرق في أكرمك إن تأتي إن تأتني كامر في بابه وقد يجيء بعد الجنية الاسمية قريمة دالة على الجواب فيحذف وليست من حيث المعنى بجواب كالمذكورين وذلك قوله تعالى والفجر وليال عشر أي ليأخذن ولو عاقبن لدلالة قوله ألم ترك فعل ربك بعاد الآية عليه وقد تهدف الجنة القسمية لكون ضرس من معمولات الفجر الواقع جوابا دالا عليها نحو لا أفعله العود وعود العائدين وإنما كان كذلك لكثرة استعمال عود مع القسم معام معناه أبدا والبثة ففيه من التأكيد ما يفيد فاية القسم ولأجل إشادته قد يقدم على عامله قائم مقام الجملة القسمية وإن كان عامله مقترما بحرف يمتنه عامله فيما تقدمه كمين التأكيد وما فيقال عود لآتي ومك وعود ما آتيك لغرب سده مسد القسم كما يجيء في خروف الشرق نحو أما يوم الجمعة فإن زيدا قادم وقد يستعمل في غير القسم كقوله هذا ثنائي بما أوليت من حسن لازلت عود قرير العلم محسودا ويقوم ويقوم مقام الجنة القسمية أيضا بعض خريف التسبيق وهو جيري بمعنى نعم والجامع أن التسبيق توكيد وتلفيق كالقسم تقول جيري لأفعلن كأنك قلت والله لأفعلن وهي مبنية على الكسر وقد تفتح ككيفا وليس تسمن بمعنى حقا خلافا لقوم وبناؤها عندهم لموافقة جيري الحرفية لفظا ومعنى ولا يكفف البناء الموافقة اللفظية ألا ترى إعراض إلى بمعنى النعمة وقد يؤتى بها دوم القسم قال وقلنا على الفردوس أول مشرب أجل جيري إن كانت أبيحة بعافره وربما نورت ضرورة قال وقائلة أفيت فقلت جير أسي إنني من ذاك إنه وبهسبل من ذهب إلى اسميته قال عبد القاهر هو اسم فعل بمعنى أعترف ولا يتعذر مرتكبه في جميع خروف التصديق وقد يستغنى بذكر القسم عن ذكر المقسى به كقوله ويقسم لو شيء أتينا رسوله أي أقسم بما يقسم به ويستغنى كثيرا عن القسم بجوابه إن أكد بالنون نحو لأضربنك لأن النون لها مواضع كما يجيه ولا تجيء في الخبر الصرف نحو تضربن زيدا وأما نحو لقد سمع الله ولزيد قائم فلم يقم دليل على كونهما جوابي القسم خلافا من الكوفيين كما تقدم وقد يقوم مقام القسم حقا ويقين وقطعا وما أشبهها نحو حقا لأفعلن كذا كلا إذا لم يكن ردعا نحو كلا لينبذن وكذا الانتزام إنا نذر نحو لله علي كذا لأفعلن أو عهد نحو عاهدت الله لأفعلن وعلي عهد الله لأقومن عن عن قوله وعن بالمجاوزة وعلى للاستعلاء وقد يكونين اسميني بدخول من والكاف للتشبيه وزائدة وقد تكون اسما ومنذ للزمان للابتداء في الماضي والظرفية في الحاضر نحو ما رأيته مد شهرنا ومد يومنا وحاشا وعدا وخلاء بالاستثناء قوله عن المجاوزة أي لبعد شيء عن المجرور بها بسبب إيجاد مصدر المعدة بها نحو رميت عن القوس أي بعد السهم عن القوس بسبب الرمي وكذا أطعمه عن الجوع أي بعيده عن الجوع بسبب الإطعام وكذا أديت الدين عن زيد وقولهم رويت عنه علما وأخذته عنه مجاز كأنك نقلته عنه وقولك ترست عن يمينه أي تراخيت عن موضع يمينه بالجلوس وقوله تعالى يخالفون عن أمره مضمن معنا يتجاوزون وطبقا عن طبق أي طبقا متجاوزا في الشدة عن طبق آخر دونه في الشدة فيكون كل طبق أعظم في الشدة مما قبله وقوله عن طبق صفح لطبقا وليس المراد طبقين فقط بل المقصود جنس أطباق كل واحد منه أعظم من الآخر فهو مثل التثمية في لبيك انتهي شروط الثامن والعشرون من القسم الثاني من شرح الكافية لربي الدين الاستراباذي وله بقية على الشريط التاسع والعشرين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط التاسع والعشرون من القسم الثاني من شرح الكافية لربي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت عنوان حرف الجر على وعن وكذا قولهم ورف السياة كابرا عن كابري أي كابرا متجاوزا في الفضل عن كابر آخر وقال بعضهم أي كابرا بعد كابر والأولى إبقاء الحروف على معناها ما أمكن وقوله لا هبن عنك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت بياني فتخزوني بمن فيه أفضلت معنا تجاوزت في الفضل وقال أبو عبيدة في وما ينطق عن الهوى أي بالهوى والأولى أنها بمعناها والجار والمجرور صفة للمصدر أي مطقا صادرا عن الهوى فمن في مثله تفيل السيادية كما في قولك قوت هذا عن علم أو عن جهل أي قولا صادرا عن علم وقوله تصد يتبدي عن أسير وتتقي بناظرة من وحش وجرة مغفله بمن تبدي معنى تكشف أي تكشف الغطاء وتبعده عن وجه أسير قوله على الاستعلاء إما حقيقة نحو زيد على السطح أو مجازا نحو عليه دين كما يقال ركبه دين كأنه يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهره ومنه علي قضاء الصلاة وعليه القصاص لأن الفقوق كأنها راكبة لمن تلزله وكذا قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا تعالى الله عن استعلاء شيء عليه ولكنه إذا صار الشيء مشهورا في شيء من الاستعمال لم يراعى أصل معناه نحو ما أعظم الله ومنه توكلت على فلان واعتمدت عليه وأما قوله إذا رضيت علي بني قشير لعمر الله أعجبني رضاها فلحمل رضيت في التعدي على ضده أي سخطت كما حمل بعت منه علي اشتريت وقربت منه علي انفصلت عنه وقوله أرعته أشهرا وخلى عليها فطارا مني فيها واستغارا أي على مذاقها كأنه ملك نذاقها وتسلق عليه فهي تميل إليه وتتبعه وقولهم فلان على جوالته يقول كذا أي معها وكأن المعنى أنه يلزمها نذوم الراكب لمركوبه من قولهم ركبته الدوين أي لزمته ومنها سر على اسم الله أي ملتزما به فكأنه مركب يحملك إلى مقصولك ومنه قولهم مررت على زيد لأنه يفيد أن نرورة به كان على جهة الفوق بخلاف معنى مررت به وقوله إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل على ليست فيه زائدة بل الكلام على التقدم والتأخير وأصله إن لم يجد يوما من يتكل عليه فانتنع حذف الدمير المجرور الراجع إلى الموصول كان مر في ذلك الموصولات فقدم على من يتكل فصار على من يتكل فجاز حذف الدمير لانتصابه بيتكل سريحا قوله وقد يكوناني أي عن وعلى اسميني فلا يستعملاني إلا مجرورين بمن وإنما تتعين إذن اسميتهما لأن الجر من خواص الأسناء قال وصف قطاة غدت من عليه بعدما تم ذنقها تسل عن قيد ببيداء مجهلي وقال ولقد أراني للذناح بريئة من عن يميني مرة وأماني فيبيناني إذن لكونهما على لفظ الحرفين ومناسبين لهما معنا فيلزم عن الإضافة ومعناه جانب بخلاف علاء قال بات التميش الحوض نوشا من علاء نوشا به تقطع أجواز الفلا أي من فوق قوله والكافر التشبيه ودليل حرفيته وقوضه سرة في نخو جاءن اللبي كزيد فهو مثل الذي في الدار فإن طيلا لما لا وجوه أن يكون بمعنى مثل والممتدأ محذوث أي الذي هو كزيد أي مثل زيد قلت قد تقدم في دار الموصولات أن حذف الممتدأ في سرة غير أي إذا لم تطل في غاية القلة واستعمار نخو الذي كزيد شائع كثير وتتعين اسميتها إذا انجرت كما في قوله يضحكن عنك البرد المنحني وإذا ارتفعت كما في قوله أتنتهون وهل ينفى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل أو على الابتداء نخو كذا عندي درهما على ما قال بعضهم واسبل بقولهم إن كذا درهما نالك برفع نالك والأولى أن يدعى تركيب كذا كمرة في باب الكنايات وما ذكره من رفع نالك غير بال على مدعاه وسيبويه لا يحكم باسميتها إلا عند الضرورة وأما الأخفش فيجوز ذلك من غير ضرورة وتبعه الجزولي وتكون أيضا زائدة إذا لم تلتبس بالأصلية كما في قوله لواحق الأقراب فيها كالمقق أي فيها المقق وهو الطول ويحكم بزيادتها عند دخولها على مثل في نحو ليس كمثله شيء أو دخول مثل عليها كقوله فصيروا مثل كعصف مأكول إذ الغرب أنه يشبه بالمشبه فلا بد من زيادة إحدى أدفه التشبيه وزيادة ما هو على حرف أولى ولا سيما إذا كان من اسم الحروف في الأغلب والحكم بزيادة الحرف أولى وأما إذا اجتمع الكافاني نحو قوله وصاليات ككما يؤثين فإما أن يكون من باب التوكيد اللفظي فهما إن نسماني أو حرفاني كقوله ولا لما بهم أبدا دواء وإما أن تكون إحداهما زائدة فتكون تلك الزائدة حرفا إذ زيادة الحرف أولى فتكون إن الأولى مثل قوله ليس كمثله شيء وإما الثانية فهو كقوله مثل كعصف ولا يجوذ أن يكون اسميني أو حرفيني وإحداهما زائدة فإن قلت لفظ مثل لا بد له من اسم مجرور فكيف حكمت بزيادة الكاف في مثل كعصف قلت لا يمتنع منع اسم عن الجر عند الضرورة وإن كان لازم بالإضافة لأن عمله الجر ليس بالأصالة ويجوذ أن يكون مثل مضافا إلى مقدر مبدور عليه بعصف الظاهر كما قلنا في ياتين تين عدي فعلى هذا لا تكون الكاف زائدة فكأنه قال مثل عصف كعصف وكذا الكلام في ككنا ويجوذ في قوله تعاب ليس كمثله شيء أن لا يخكم بزيادة الكاف بل يكون على طريقة قوله ولا ترد ضب بها ينجحر وقولك ليس لأخي زيد أخ أعني نفي الشيء بنفي لازمه لأن نفي اللازم يستلزم نفي المنزوم فأخ زيد منزوم والأخ لازمه لأنه لابد لأخي زيد من أخ هو زيد فنفيت عنه اللازم والمراد نفي المنزوم أي ليس لزيد أخ إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ وهو زيد فكذا هنا نفلت أن يكون لمثل الله مثل والمراد مثل مثله تعالى إذ لو كان له مثل لكان هو تعالى مثل مثله والكاف لا يدخل على المدمر خلافا للمبرد إذ لو دخله لأدى إلى اجتماع الكافين إذا شبهت بالمخاطب فطرد المنع في الكل وقد دخل في الشارع على المنصور المنفصل قال فأجمل وأحسن في أسيرك إنه ضعيف ولم يأسرك إياك آسره وهو من داب إقامة بعض الضمائر مقام بعض وعلى المجرور أيضا قال فلا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا وقال وأم أو عالم كهى أو أقربا وقد يدخل في الساعة على المرفوع نخو أنا كأنت وتجيء مال كاف بعد الكاف فيكون لكما ثلاثة معين أحدها تشبيه مضمون جنلة بمضمون أخرى كما كانت قبل الكف لتشبيه المفرد بالمفرد قال تعالى اجعل لنا إله كما لهم آلهة قال فإن الحمر من شر المطايا كما الحلطات شر بني تميمي فلا يكتب الكاف ما يتعلق به لأن الجر إنما يطلب ذلك لكون المجرور مفعولا وذلك لأن حوف الجر موضوعة كما ذكرنا لأن تذبع بالفعل القاصر عن المفعول به إليه والمفعول به لا بد له من فعل أو معناه فإذا لم تذر فلا مفعول ذناك حتى تذبع فعلا ومعنى كن كما أنت كن في المستقبل كما أنت كائن الآن فأنت مبتدأ محذوف الخبر فأنت تشبه الكون المطلب منه بالكون الحاصر له الآن ومنه قوله عليه السلام كما تكونين يول عليكم شبه التولية عليهم المكروه بكونهم المكروه أي بحالتهم المكروهة وثانيها أن يكون كما بمعنى لعل حكى سبوه عن العرب انتظرني كما آتيك أي لعل ما آتيك قال ربه لا تشتم الناس كما لا تشتنوا فيكون قد تغير معنى الكلمة بالتركيب وذلك كما يجيء مما بمعنى ربنا قال وإني لإنا أضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفني أي ربنا وتقول إني لمنا أفعل أي ربنا أفعل وقال بعضهم إن بنا يجيء أيضا بمعنى ربنا نخو إني بنا أفعل أي ربنا وثالثها أن تكون بمعنى قران الفعلين في الوجود نخو ادخل كما يسلم الإمام وكما قام زيد وقعد عمر وجوز وجوز الكوفية نصب المبارع بعد كما يعني كيما على أن يكون أصله كيما فخففت الياء تخفيفا ولم يدفع الرفع ولم يثبت البصرية لا إفاية كمت للتقليل ولا نصب الفعل بعده واستحسن المبرد القولين وأنجد الكوفية لا تظلم الناس كما لا تظلموا والبصرية ينشدونه على الإفراد لا تظلم الناس كما لا تظلموا أي لعلنا وقد تكوننا بعد الكاف مصدرية أيضا نخو كما تبين تدان وافعل كما أفعل ويجوز أن يكون القسم الأول أعني نخو كن كما أنت وقوله كما تكونون يولى عليكم من هذا النوع كما يجوز أن يكون هذا النوع من القسم الأول أي تكون ما كافة وأما ما التي بعد رب فمن قال إن رب حرف فهي تكفها عن العمل فلا تطلب متعلق كما ذكرنا في كما وتبقى رب للتقليل أي لتقليل المشبه التي في الجملة الواقعة بعدها ومن قال إن رسم فهي كافة له أيضا عن طلب المضاف إليه وما التي بعد كثر وقل وطال نخو قلنا وكثر ما وطالما إن كافة للفعل عن طلب الفاعل وإن مصدرية والمصدر فاعل الفعل وقال بعضهم هي في قوله صددت فأطولت السدود وقلنا وصال 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 على طول الصدود يدون زائدة ويصال فاعل قل وهي عند سيبوه كافة ويصال مبتدأ قوله ومنذ إلى آخره قد مضى شرحه في الظروف المبنية قوله حاشا وخلا وعدا للاستثناء مضى شرحها في باب الاستثناء وعلم أنه إذا أن كان في كل حرف يتوحن خروجه عن أصله وكونه كلمة أخرى أو زيعته أن يبقى على أصل معناه الموضوع هو له ويضمن فعله المعدى به معنى من المعاني يستطيع به الكلام فهو الأولى بل الواجب فلا نقول إن عنا بمعنى من في قوله تعالى إذا اكتالوا على الناس بل يضمن اكتالوا معنى كنوا في الاكتوال وتسلطوا ولا يحكم بذات في قوله وإن تعدر بالمحل منذ ذروعها إلى الضيف يجرح في عراقوبها نصلي بل يضمن يجرح معنى يؤثر بالجرح وقد مضى كثير من ذلك في أماكنه عنوان الحروف المشبهة بالفعل إن وأخواتها قوله الحروف المشبهة بالفعل إِنَّ المتصرف فهي جهة أخرى بها تشابه الماضي فتعمل عمل الأفعال وإن قلنا إنها لمشابهة الفعل فلا تشابه بسيبها الأفعال لأنها تكون إذن بسيب المشابهة المتقدمة فما أعطيت بعد المشابهة لا يكون بعض جهات المشابهة وكذلك من الوقاية إن قلنا إنها لحفظ فتحتها فقط كما تحفظ سكون من وعن فهي من جهات المشابهة وإن قلنا هي لأجل المشابهة فلا فلما شابهت الأفعال المتعدية معنا لقابة هالجزئين مثلها وشابهت نطلق الأفعال لفظا بما ذكرنا كانت مشابهة هذه الأفعال أقوى من مشابهة ماء الحجازية فجعل عملها أقوى بأن قدم منصوبها على مرخوعها وذلك لأن عمل الفعل الطبيعي أن يرفع فم ينصب فأكسه عمل غير طبيعي فهو تصره في العمل وقيل قدم المنصوب على المرفوع قصدا إلى الفرق بينها وبين الأفعال التي هي أصلها من أول الأمر أو تنبيها بجعل عملها فرعيا على كونها فروعا للفعل وهتان العلتان ثابتتان في ماء الحجازية ولم يقدم منصوبها على مرفوعها فالعلة هي الأولى ومشابهتها معنا لمطلق الفعل من حيث إنا في إنا وأن معنى حققت وأكت عنوان كأن وفي كأن معنى شبهت قال الزجاج هي للتشبيه إذا كان خبرها جامدا نحو كأن زيدا أسد وللشك إذا كان سفه مشتقه نحو كأن كقائم لأن الخبر هو الإسم والشيء لا يشبه بنفسه والأولى أن يقال هو للتشبيه أيضا والمعنى كأنك شخص قائم حتى يتغاير الإسم والخبر حقيقة فيسبح تشبيه أحدهما بالآخر إلا أنه لما عدف الموصوف ويطيم الوصف مقامه وجعل الإسم بسبب التشبيه كأنه الخبر بعينه صار الضمير في الخبر يعود إلى الإسم لا إلى الموصوف المقدر فلهذا تقول كأني أمشي وكأنك تمشي والأصل كأني رجل يمشي وكأنك رجل يمشي وقيل هير التحقيق في نحو كأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل وكأنك باللوم قد أقبل وأبو علي يعتقد في مثله زياد الاسم وحرف الجر وحتى تبقى كأن للتشبيه أي كأن الدنيا لم تكن والأولى أن نقول ببقاء كأن على معنى التشبيه وأن لا نحكم بزياة شيء ونقول التقديد كأنك تبصر بالدنيا أي تشاهدها من قوله تعالى فبصرت به عن جنب والذلة بعد المجرور بالباء حال أي كأنك تبصر بالدنيا وتشاهدها غير كائنة ألا ترى إلى قولهم كأني بالليل وقد أقبل وكأني بزيد وهو ملك والباء لا يدخل الجمل إلا إذا كانت أخبارا لهذه الحروف عنوان لكن وفي لكن معنى السبراك ومعنى السبراك رفع توخم يتولد من الكلام السابق رفعا شبيه بالاستثناء ومن ثم قدر الاستثناء منقطع بلاكن فإذا قلت جاء أنا زيد فكأنه توهن أن عمرا جاءك لما بينهما من الألفة فرفعت ذلك التوخم بقولك لكن عمرا لم يجئ عنوان ليتا وفي ليتا معنى تمنيت وفي لعل معنى ترجيت وما هي التمني غير ما هي الترجي لأن الفرق بينهما من جهة واحدة وهي استعمال التمني في الممكن والمحال واختصاص الترجي بالممكن وذلك لأن ما هي التمني محبة حصور الشيء سواء كنت تنتظره وترتقب حصوله أو لا والترجي ارتقاد شيء لا يثوق بحصوله فمن ثم لا يقال لعنى الشمس تغرب فيدخل في ارتقاد الطمع والإشفاق فالطمع ارتقاد شيء محبوب نحو لعلك تعطينا والإشفاق ارتقاد المكروه نحو لعلك تموت الساعة عنوان لعل وقد اضطرب كلامهم في لعل الواقعة في كلامه تعالى لاستحال استرقب غير الموثوق بحصوله عليه تعالى فقال قطرب وابو علي معناه التعليل فمعنى وفعل الخير لعلكم تفلحون أي لتفلحوا ولا يستقيم ذلك في قوله تعالى وما يدريك لعم الساعة قريب إذ لا معنى فيه للتعليل وقال بعضهم هي لتحقيق مبنون الظلة التي بعدها ولا يضطرد ذلك في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى إذ لم يحصل من فرعا تذكر وأن قوله تعالى آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل فتوبة يأس لا معنى تحتها ولو كان تذكرا حقيقيا لقبل منه والحق ما قاله سيلويه وهو أن الرجاء أو الإشفاق يتعلق بالمخاطبين وإنما ذلك لأن الأصل أن لا تخرج الكلمة من معناها بالكلية فلعل منه تعالى حمل لنا على أن نرجو أو نشفق كما أن أو المفيد للشك إذا وقعت في كلامه تعالى كانت بالتشكيك أو للإبهام لا للشك تعالى الله عنه وقيل إن لعل تجيئ للاستفهام تقول لعل زيدا قائما أي هل هو كذلك وأخبار هذه الحروف عند الكوفيين مرتفعة لما ارتفعت به في حال الاتباء وكذا خبر لا التبرئة ونذهب البصريين عملوا الحروف في المرتباء والخبر معا لطلبها لهما معا ويجوز عند الفراء نصب الجزئين بليت نحو ليت زيدا قائما لأنه بالمعنى تمنيت ومفعول ذو مدمون الخبر مضافا إلى بسم أي تمنيت قيام زيد فنصب الجزئين كما ذكرنا في علة نصب أفعال القلوب لهما ومن ثم جاز ليت أن زيدا قائم كما جاز علمت أن زيدا قائم فهي عنده كأفعال القلوب في العمل سواء واستشهد الفراء بقوله يا ليت أيام الصبى رواجعا والبصريون يحملون رواجعا على الحالية وعامله خبر ليت المحذوف أي ليت أيام الصبى لنا رواجع والكسائي يقدر كان أيام ليت أيام الصبى كانت رواجع وهو ضعيف لأن كان ويكون لا يبمران إلا فيما اشتهر استعمالها فيه فتكون الشهرة ضدورا عليهنا كما في قولهم إن خيرا فخير ويدوز عند بعض أصحاب الفراء نسب الجزئين بالخمسة الباقية أيضا كما روى عنه عليه الصلاة والسلام إن قعر جهنم لسبعين خريفا وأنشبوا كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلنا محرفا وذلك أنسنا كان كأن مشبهة وخبره أيضا مشبه به فهما مفعولان لشبهت الأول مفعول بلا جار والثاني مفعول بحرف جار وليس ما قالوا بنشهور وقد رد على هذا الشاعر وقت إنشابه هذا البيت وقال المندوح الثواب تحسب أذنيه إذا تشوف قادمة فنقول إن ليت متضمنة معنى الفعل بخلاف أفعال القلوب فإنها أفعال سريحة فلا تصل بهذا التدمين الضعيف مرتبة نسب الجزئين بدلالة كون مدمينها مفعول فعل تضمنه ليتا وعما نحو قوله يا ليت أني وسبيعا في غنم والخرج منها فوق كراز أجم فأن مع اسمها وخبرها مذنية عن المعمولين لا أنها مفعول تمنيت وينبغي على ما ذهب إليه الأخفش في نحو علمت أن زيدا قائما من تقدير المفعول الثاني أن يقدر أيضا هنا خبر ليتا والاعتراب كالاعتراب واجهز الأخفش قياس لعل في مجيء أن المفتوح بعدها على ليتا نحو لعل أن زيدا قائما ولم يثبت وأما نصبب باقي أخوات ليتا للجزئين فمن نوع والمروي إن قعر جهنم لسبعون خريفا وأما قوله كأن أذنيه البيت فقد ذكرنا أنه خطئ فيه قوله لها صدر الكلام كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وكان حرفا فمرتبته الصدر كحروف النفي وأن لا ولم ولم فقد مر في المنصوب على شريط التفسير علة جوازة وسطها وكحروف التنبيه والاستفهام والتشبيه والتحبوض والعرض وغير ذلك وأما وأما الأفعال كأفعال القلوب والأفعال الناقصة فإنها وإن أثرت فيه مضمون الجملة فان تلزم الصدر إجراء لها مدرى سائر الأفعال وإنما لازم تصدير المغير الدال على قسم من أقسام الكلام ليبني السامع ذلك الكلام من أول الأمر على ما قصد المتكلم إذ لو جوزنا تأخير ذلك المغير فأخرى والواجب على السامع حمل الكلام الخالي عن المغير من أول الأمر على كون مضمونه خالي عن جميع المغيرات لتردد ذهنه في أن هذا التغيير راجع إلى الكلام المتقدم الذي حمله على أنه خالي عن جميع المغيرات أو أن المتكلم يذكر بعد ذلك المغير كلاما آخر يؤثر فيه ذلك المغير فيبقى في حيرة وكل واحية من هذه الأحرف تدل على قسم من أقسام الكلام بخلاف إن المكسورة فإنها تؤكد معنى الجملة فقط والتوكيد تقوية الثابت لا تغيير بالمعنى إلا أنها مع ذلك حرف ابتداء كلام فلذلك وجد تصديرها كلام وأن أن المسطوحة فلكونها مع جزئيها في تأوير المفرد بكونها مصدرية وجد وقوعها مواقع المفردات كالفاعل والمفعول وخبر المبتدأ والمضاف إليه ولا تتصدر وإن كانت في مقام المبتدأ الذي حقه صدر لما ذكرنا في ذو المبتدأ فليت ولعل وكأن وأن المفتوحة لا تدخل على المبتدأ في خبره معنى الطلب سواء كان ذلك الخبر مفردا أو جملة أما ليت ولعل فلأنهما لطلب مضمون الخبر فلا يتوجه إلى ذلك المضمون طلب آخر إذ لا يذتمع طلبان على مطلوب واحد وأن كأن فلأن خبرها أبدا مفرد لأنه مشبه به كما ذكرنا وهو إما ذات مذكورة شبه به رسم نحو كأن زيدا أسد أي مقدرة قامت السفة مقامها نحو كأنك قائم وكأنك قمت أو تقوم أو عندك أو في الدار كما ذكرنا والمفرد المتضمن لمعنى الطلب في كلامهم اسم الاستفهام فقط فلو كان خبرها اسم الاستفهام لواجب تقديمه عليها فتسقط إذن عن مرتبة التصدر الواجب لها والسفة القائمة المقام ذلك الخبر المفرد لا تكون إلا خبرية لأن النعت كان مر في بابه لا يكون طلبيا ومن ثم قول نحو قوله جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط وأن أن المفتوحة فلأن وضعها لتكون مع جزئيها في تأويل المصدر والمصدر لا طلب فيه فتبين بهذا أن في نحو قولك أمرت أن قم لا يجوز أن تكون مصدرية على ما أجل سيويه وأبو علي كما تقدم في نواصب المضارع الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل اقتراعه تحت عنوان الأحرف الناسخة وأما إنا ولكن فلا يمكن كون خبرها مفردا متضمنا لمعنى الطلب لما مر فيك أن عنوان هل تقع الجملة الطلبية خبرا لإن وأن الجملة الطلبية كالأمر والنهي والدعاء والجملة المصدرة بحرف الاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك فلا أرى منع من وقوعها خبرا لهما كما كما في خبر المبتدأ وإن كان قليلا نحو إن زيدا لا تضربه وإنك لا مرحبا بك وإن زيدا هل ضربته واضرب زيدا ولكن عمرا لا تضربه وقال ولو أرادت لقالت وهي صادقة إن الرياضة لا تنصبك للشيدي عنوان ليتما قوله وتلحقها ماء فتلغى على الأفصح إذا دخلت ماء على ليتا جاز أن تعمل وأن تلغى ورؤي قوله قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي رفعا ونصبا والإلغاء أكثر لأنها تخرج بما عن الاختصاص بالجملة الاسمية فالأولى أن لا تعمل كما تقدم في ماء الحجازية وإذا أذملت فما كافة ونذهب الجمهور أن ماء الكافة حرف وقال المدرس ويه إنها نكرة مبهمة بمنزرة دمير الشأن فتكون اسما والجملة بعدها خبرها وإذا أعملت فما زائرة حرفية كما في قوله تعالى فبما رحمة من الله بنت لهم وروا أبو حسن وحده في إنما وأنما الإعمال والإلغاء والإعمال قليل فيهما لضعف معنى الفعل فيهما لأن التأكيد الذي هو معنى هما تقوية للثابت لا معنى آخر متجدد وعدم سماع الإعمال فيك أنما ولا علما ولكنما وقياسها في الإعمال على ليتما سائر عند الكسائي وأكثر النحاة إذ لا فرق بينها وبين ليتما وإذا سمع في إنما مع ضعف معنى الفعل فيها فما عنك بهذه الحروف لكن الإلغاء عودة بالاتفاق لعدم السماع وفوات الاختصاص بسور ماء وسيبويه يمنع الإعمال في غير ليتما للسماع المشهور فيه دون غيره عنوان تفصيل أحكام إنا وأنا قوله فإن لا تغير معنى الجملة وأن معصرتها في خكم المفرد ومن ثم وجب الكسر في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد فكسرت ابتداء وبعد القول وبعد الموصول وفتحت فاعلة ومفعولة ومبتداء ومضاف إليها وقالوا لو لا أنك لأنه مبتدأ ولو أنك لأنه فاعل فإن جاز التقديران جاز الأمران مثل من يكرمني فإني أكرمه وإذا أنه عد القفى واللهازني وشدهه ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظا أو حكما بالرفع دون المفتوحة مثل إن زيرا قائم وعمر ويشترط معنى الخبر لفظا أو تقديرا خلافا بالكوفيين ولا أثر لكونه مبنيا خلافا من مبرد والكسائي في مثل إنك وزود ذاهبان ولكن كذلك ولذلك دخلت الله مع المكسورة دونها على الخبر أو عرب اسم إذا فصل بينه وبينها أو على ما بينهما وفي لكن ضعيف وتخفيف المكسورة فتلزمه اللام ويجوز إرغاؤها ويجوز دخولها على فعل أفعال المبتبأ خلافا بالكوفيين في التعميم وتخفص المفتوحة فتعمر في رمي شأن مقدر فتدخل على الجمل مطلقة وشذ إعمالها في غيره ويلزمها مع الفعل السين أو سوفا أو قد أو حرف النفي قوله فإن لا تغير معنى الجملة أخذ في تفصيل معاني الأحرف الستة فإن موضوعة بتأكيد معنى الجملة فقط غير مغيرة لها وأن المفتوحة موضوعة لتكون بتأويل مصدر خبرها مضافا إلى اسمها فمعنى بلغني أن زودا قائم بلغني قيام زيد وكذا إن كان الخبر جامدا نحو بلغني إنك زيد أي زيديتك فإن يا النسد إذا لحقت آخر الاسم وبعدها أثايت معنى المصدر نحو الفرسية والضاربية والمضروبية وكذا وكذا بلغني أن زيد في الدار أي حصور زيد في الدار لأن الخبر في الحقيقة حاصر المقدر قوله من ثم وجب الكسر أي من جهة عدد تغيير المكسورة لمعنى الجملة وتغيير المفتوحة لمعنى هائر المفرد قوله فكسرت ابتداء أي مبتداء بها سواء كان في أول الكلام المتكلم نحو إن زيدا قائم أو كان في وسط كلام لكنه ابتداء كلام آخر نحو أكرم زيدا إنه فاضل فقولك إنه فاضل كلام مستأنث وقع علة لما تقدمه ومنه قوله تعالى وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وكذا تكسر بعد القول إذا قصدت به الحكاية والاعتقاد الشام للعلم والظن فإنها تفتح إذن كما تفتح بعد الظن والعلم وإنما كسرتها بعد القول بنعم الحكاية لأنه ابتداء الكلام المحكي وكسرت بعد الموصول لأن السلة لا تكون إلا جملة نحو أكرمت الذي إنه فاضل قال تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وكذا كسرت في جواب القسم لأنه جلة لا محالة نحو بالله إنك قائم وقد تفتح إنا في جواب القسم عند المبرد والكوفيين إذا لم يكن في خبر هلان ولعل ذلك لتأويدهم لها بالمفرد أي أقسمت بالله على قيامك وفيه بعد إذ لا يقع المفرد الصريح جوابا للقسم وتبسر أيضا إذا كانت حالا نحو لقيتك وإنك لراكب قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام لأن الجل اثقع حالا ولا دليل على كونه في تأويل المفرد كما مر فإن قلت أفتحها بتأويل المصدر فإن المصدر أيضا يقع حالا قلت ذلك إذا كان سريح المصدر لن أول به وتكسو أيضا إذا كانت في موضوع خبر عن اسمعين نحو زيد إنه قائم وكان عمر إنه قائم إذ لا دليل على أن الجملة إذا كانت خبرا لمنتبأ في تأويل المفرد وعما إذا كان المبتبأ حدثا جاز فتح إن في الخبر نحو مأمول أنك قائم وتكسر أيضا إذا دخلت في مبتبأ في خبره لام الابتباء فإنها لا تجامع إلا المكسورة لأن وضع لام الابتباء لتأكيد مضمون الجملة كإن المكسورة فهما سواء في المعنى قوله وفتحت فاعله نحو بلغني أنك قائم لأن الفاعل لا يكون إلا مفرد وكذا المفعول به نحو أعلمت أنك قائم أي أعلمت قيامك وكذا المبتبأ نحو عندي أنك قائم وكذا المضاف إليه نحو فعلت هذا كراهية أنك قائم وكذا المجرور بحرف الجر نحو عذبت من أنك قائم قلوبوا وقالوا لولا أنك هو جواب سؤال مقدر وهو أن لولا تدخل على الجلة باسمية فوجب كسر إنا فأجاب أن الجلة بعدها لا يجوز إظهار جزئيها كما تقدم في باب المبتدأ بل وجب حفظ الخبر فلو كسرنا إنا لكان خبر باسمية ظاهرة غير مقدر ولا يجوز ففتحناها لتكون أمن مع جزئيها في موضع المبتدأ والخبر محذوف وأما على مذهب الفراء ومذهب الكسائي في رفع الاسم الواقع بعد لولا كما ذكرنا في لول المبتدأ تفتح أن ظاهر قوله ولو أنك لأنه فاعل يعني أن لو حرف شرط فلابد من دخولها على الفعل فلو كسرنا إنا لكانت داخلة على باسمية ولا وجوز فهتحناها لتكون معنا في حيزها فاعل فعل مقدر وهو ثبت كمرة في باب الفاعل وسيجيء في خروف الشرق وكذا يزم فتحها بعدما التوقيتية نحو اجلس ما أن زيدا قائم لأنها لا تدخل إلا على الفعل وذلك أنها مصدرية ويندر دخولها على باسمية كما يجيء فالتقدير ما ثبت أن زيدا قائم كما في لو أنك قمت سوا قوله قوله فإن جاز التقديران أي تقدير الجلة وتقدير المفرد جاز الأمران أي فتح أنا وكسرها وذلك في مواضع بعد فائل جزاء نحو من يكرمي فإني أكرمه الكسر بتأويل فأنا أكرمه والفتح على أن أنا مع ما في حيزها مبتدأ نحذوف الخبر أي فإكرامي له ثابت وكذا بعد إذا المفاجأة كقوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفى واللهازم أي إنه عبد قفاه أي لئين القفى يعني صفعان والمزمتان عظمان ناتئتان في اللحين تحت الأذنين جمعهم الشاغر بما حولهما كقوله جبت مذاكيره فالكسر على تأويل إذا هو عبد القفى والفتح على تأويل فإذا عبودية قفاه ثابتة وكذا إذا وليت إنا ألواو بعد قولك هذا أو ذاك تقريرا تقريرا من الكلام السابق قال تعالى ذلكم وأن الله موهم فذلكم خبر مبتدأ محذوف وأن عطف على هذا الخبر أي الأمر ذلك والأمر أيضا أن الله موهم وإن كسرت فعلى عطف إن مع جزئيها على الجملة المتقدمة المحذوف أحد جزئيها قال إني إذا خفيت نار لمرملة ألفى بأرفع تل رافع ناري ذاك وإني على جاري لذو حذب أحم عليه بما يحنى على الجاري فهو مثل قوله تعالى ذلك ومن عاقب الآية فالجملة الاسمية في الآية عطف على الجملة المتقدمة وكذا إذا وليت نحو أول قولي وأول كلامي فالفتح على أن قولي مصدر مضاف إلى فاعله وليس بمعنى المقول والتقدير أول قولي أي أقوالي حمد الله فلم يجمع لأن المصدر لا يجمع إلا مع قصد الاختلاف فيكون قد أخبر بالمصدر عن المصدر والكسر على أن قولي بمعنى مقولي أي أول مقولاتي فلم يجمع مع أنه بمعنى المفعول مراعاة لأصل المصدر والمعنى أول مقولاتي هذا المقول وهذا الكلام وهو إني أحمد الله فيقوم قد قال كلاما أوله إني أحمد الله ثم أخبر عن ذلك كما تقول في أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم وقال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ولا يكون قوله إني أحمد الله معمولا لنفذة قولي كيف وليس هو بمعنى المصدر بل بمعنى المقول فهو كقولك مضروب زيد فزيد مضروب من حيث المعنى وليس معمولا لمضروب وقال أبو علي قولي مصدر مضاف إلى الفاعل وإني أحمد الله بالكسر مفعوله وخبر المنطدأ محذوف أي أول قولي ونطقي بهذا الكلام ثابت ورده المسمف أحسن رد وذلك أن أفعل التفضيل بعد ما يضاف إليه فيكون لنطقه بهذا الكلام أجزاء أول ووسط وآخر والجزء الأول باعتبار كلماته الثلاث تلفظه بلفظ إني وباعتبار الخوف تلفظه بهمزة إني فيكون معنى إذا صرحنا به تلفظ بإني أو بهمزة إني ثابت وهو خلف من الكلام وغير مقصود به المتكلم ويجوز الوجهان بعد أنا فإن فتحت فأنا بمعنى حقا تقول أحقا أنك قائم فأن فاعل أي أحق ذلك حقا أو نقول حقا في معنى الظرف أي أفي حق فيكون أن إما فاعلا أو مبتدأ على المذهبين كما مر في باب المبتدأ قال ألا أدلغ بني خلف رسولا أحقا أن أختلكم هجاني ودريب كونه في معنى الظرف قوله أفي حق مواساة أخاكم بمالي ثم يظلمنا السريس فهو كقوله أحقا بني أبناء سلم بن جنبر تهدوكم إياه وسط المجالس وإن كسرت فأنا حرف استفتاح كألا تقول أنا إنك قائم قال تعالى ألا إن عادا كفروا ربهم وتقول أيضا أنا والله أنه ذاهب أي أفي حق والله أنه ذاهب أي ذهابه وأنا والله إنه ذاهب كأنك قلت ألا إنه والله ذاهب وحتى إن كانت ابتدائية وجب كسر إن بعدها وإن كانت جارة أو عاطفة للمفرد فالفتح نحو عرفت أمورك حتى أنك صالح وعجبت من أحوالك حتى أنك تفاخر ولا يجوز كسر إن بعد مذ ومنذ وإن ذاز وقوع الجملة والمفرد بعدهما نحو ما لقيتك مذ زيد قائم ومذ قيام زيد رفعا وجرا لأن الجملة بعدهما مضاف إليها كما مر في بادي الظروف المبنية والغالب بعد لا جرم الفتح قال تعالى لا جرم أن لهم النار فلا إنا رد بالكلام السابق على ما هو مذهب الخليل أو زائدة كما في لا أقسم لأن في جرم معنى القسم وجرم فعل ماض عند سيبويه والخليل وقال سيبويه معنى جرم حق فأنا فاعله وستشهد بقوله ويقد طعنت أبا عوين فطعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضب برفع فزارة وأن يغضب بدل اجتمال منها أي حق غضب فزارة بعدها وقال الفراء بالرواية جرمت فزارة بنسب فزارة أي كسبت الطعنة فزارة الغضب أي جرمت لهم الغضب كقوله تعالى ولا وجرمنكم شمآن قوم أي لا وجرمن لكم ولمثله فسر بعضهم الآلة أي جرم كفرهم أن لهم النار فأن مفعول جرم وقال الفراء هي أي لا جرم كلمة كانت في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة لأنه يروى عن العرب لا ذرمة والفعل والفعل يشتركان في المصادر كالرشد والرشد والبخل والبخل والجرم القطع أي لا قطع من هذا كما أن لابد بمعنى لا قطع فكثرت وجرت على ذلك حتى صارت بمعنى القسم للتأكيد الذي فيها فلذلك تجال لما يجاوبه القسم فيقال لا جرم لآتينك ولا جرم لقد أحسنت ولا جرم إنك قائم فمن فتح فلنوى إلى أصل لا جرم كما تقول لا بد أن تفعل كذا ولا محالة أنك تفعل كذا أي من أن تفعل ومن أنك تفعل ومن كسر فلنعنى العارض في لا جرم وحكى الكوثيون فيها عن العرب وجوه من التغيير بإسقاط الميم ولا ذا جرم بزوالة ذا ولا ذا جرى بعور ميم ولا أن ذا جرم ولا عن ذا جرم وأن زائدة وعين عن بدل من الحمزة كما في قوله أعن ترسنت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم وتقول شد ما أنك ذاهل وعز ما أنك قائم بالفتح فشد وعز فعلان مكفوفان بماء كقلنا وطالنا وهما لمعنى حقا فمعنى شد ما أنك قائم حقا أنك قائم أي في حق إلا أن في لا تدخل على شد وعز لكونهما في الأصل فعليني ويجوز أن يكون ما اسما معرفة تامة كما هو نذهب سيبويه في نعم صنيعك وبئسنا عملك أي نعم الصنيع صنيعك وبئس العمل عملك وقد ذكرنا أن جميع باب فعل مضموم العين يجوز استعماله استعمال نعم وبئس وتقول زيب فاسق كما أن عمرا صالح ليس ما هاهنا كافة كما كانت في قولك زيد صديقي كما عمر أخي ولو كانت كافة لوجب كسر إما ولا يجوز إلا الفتح فقال الخليل ما زائدة وأن مجرور بالكاف ودليل الزيادتها قولهم هذا حق مثل أنك هاهنا لكنهم ألزموا الكافة مع أن هذه الزيادة كراهة أن يجيء لفظها مثل كأن ومعنى زيد فاسق كما أن عمرا صالح أي هذا صحيح كصحة ذاك وتقول حقا أنك ذاهب وجهد رأيي أنك قائم بالفتح لغير لأن المعنى في حق وفي جهد رأيي وإذا ضئت بأمرا فقلت أمرا حقا فإنك ذاهب وأمرا جهد رأيي فإنك قائم فالكسر هو الوجه لأنك لم تضطر مع أمرا إلى جعب الظرفين خبرين لأن كما كنت مضطرا إليه من دون أمرا وذلك لأن معمول ما في حيز إمرا يتقدم عليها مع أمرا لما يجيء في حروف الشر نحو أمرا يوم الجمعة فإنك سائر وأمرا زيدا فإنك بارب ولا يتقدم عليها من دون أمرا فاضطرلت إلى فتحي أمرا وجعل الظرف المتقدم خبرا قال سيبوي يجوز أمرا في رأيي فأنك ذاهب بالفتح والوجه الكسر لأنك غير مضطر إلى فتحها وتقول أمرا في الدار فإنك قائم بالكسر إذا قصدت أن قيام المخاطب حاصر في الدار وعما إن أردت أن في الدار هذا الحديث وهذا الخبر فإنه يجب الفتح والتعريف المذكور أعني الفتح في مواضع المفادات والكسر في مضان من الجمل أولى من تعريف أبي عري كل موضع يصبح يصبح الاسم والفعل فالكسر وكل موضع تعين لأحدهما فالفتح لأننا بعد فاء الجزاء يجوز فيه الفعل والاسم كقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ولا يتعين الكسر فيه وأيضا بعد إذا المفاجأة يتعين بالاسم ولن يتعين فيه الفتح عنوان العطف على اسم إنا وأخواتها قوله ولذلك جاز العطف إلى آخره يعني ولأجل أن إن المكسورة لا تغير معنى الجمل كان اسمه المنصوب في محل الرفع لأنها كالعدم إذ فائتها التأكيد فقط فجاز العطف على محل ذلك الاسم بالرفع ثم أعلم أنه تختلف عبارتهم في ذلك يقول بعضهم كما قال المسنف يعطف على اسم إن المكسورة بالرفع وبعضهم يقول على موضع إن مع اسمها كما قال الجزولي وكأن الأول نظر إلى أن الاسم هو الذي كان مرفوعا قبل دخول إنه ودخوله عليه كلا دخول فبقي على كونه مرفوعا لكن محلا لاشتغال لفظه بالنسب فإن كلام فيه لزيد ولا شك أن المرفوع فيه هو زيد وحده لرسم مع الحرف الداخل عليه فكذا ونبغي أن يكون الأمر مع إن ومن قال على موضعها مع اسمها نظر إلى أن اسمها لو كان وحده مرفوع المحل لكان وحده ممتدأ والممتدأ مجرد عن العوامل عندهم واسمها ليس بمجرد والضواب أنه باعتبار الرفع مجرد لأن إنك العدم باعتباره وإنما يعتب بها إذا اعتبرت النسب ويشكر عليه بأن إن مع اسمها لو كانت مرفوعة المحل لكانت مع اسمها مبتدأة والمبتدأ هو باسم مجرد على ما ذكرنا وهي مع اسمها ليست اسم المجرد فالأول أي قال العطف بالرفع على اسمها وحده وقد ذكرنا في باور ابتداء طرفا من هذا قوله لفظا أو حكم راجع إلى المكسورة فالمكسورة لفظا نحو إن زيدا قائم وعمر والمفتوحة التي في حكم المكسورة نحو علمت أن زيدا قائم وعمر فأنها هنا مع اسمها وخبرها وإن كانت في تقدير المفرد من جهة أن المعنى علمت قيام زيد لكنها في تقدير اسمين إذ أن مع اسمها وخبرها سادة مسد مفعول يعلمت كما أن إن المكسورة مع وزئيها بتقدير اسمين أي المبتدأ والخبر فحكم المفتوحة بعد فعل القلب حكم المكسورة في قيامها معنا في حيزها مقام الاسمين وفيما قال المسنف مع هذا التحقيق البالغ والتدقيق الكامل نظر وذلك لأن بعد اسمين أن المفتوحة معنا في حيزها بتقدير اسمين نقول إن بينك الاسمين بتقدير المفرد فعلمت أن زيدا قائم بتقدير علمت زيدا قائمة وعلمت زيدا قائمة بتقدير علمت قيام زيد وكما مر في أفعال القلوب فكونها بتقدير اسمين لا يخرجها عن كونها مع جزئيها بتقدير المفرد إذ ذلك الاسمين بتقدير الاسم المفرد عن المصدر الذي ذلك الاسمين المنصوبان مؤولان به وإنما دع المصنف إلى هذا التكلف أنه رأى سيبويه مستشهدا على العطف على محل اسم إن المكسورة بقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذان بمعنى إعلام وكذل السيبويه بقوله وإلا فاعلموا أننا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاطي على العطف على محل اسم المكسورة بتقدير حذف الخبر من الأول والتقدير أننا بغاة وأنتم بغاة فلولا أن المفتوحة بعد فعل القلب في حكم المكسور لما صح منه للسجدال المذكور وبعض المحات لما رأى سيبويه يستشهد للمكسورة بالمفتوحة قال إن المفتوحة حكمها مطلقا حكم المكسورة في جواز العطف على محل اسم هذا الرفع لأنهما حرفان مؤكدان أصلهما واحد فيجوز العطف بالرفع في نحو بلغني أن زيدا قائم وعمر والصرافية من تابعه لم يلتفتوا إلى السجدال سيبويه وقالوا لا يجوز العطف بالرفع على محل اسم المفتوحة مطلقا إذ لم يبق معه الابتداء بل هي مع ما في حيزها في تأوير اسم المفرد مرفوع أو منصوب أو مجرور كما ذكرنا فاسمها كبعض خروف الكلمة ونبر أبي سعيد صحيح فنقول إن قوله تعالى ورسوله عطف على الضمير في بريء ودرس ذلك بلا تأكيد بالمنفصل لقيام الفصل بقوله من المشركين مقام التأكيد أو نقول رسوله مبتبأ خبره محذوف أي ورسوله كذلك والواوة اعتراضية لا عاطفة ونقول في قوله وإن لا فاعلموا أننا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقي إننا بقينا في شقاقي خبروا أمنع وقوله وأنتم بغاة جنة اعتراضية لكن لا يتم لنا مثل هذا في قوله فلا تحسبا أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرقوا بعد قوله ولا أنا من يزدهيه وعيدكم ولا أنني بالمشي في القول أخرقوا لأن قوله ولا أنني بالمشي في القول أخرقوا عقف على أني تخشعت فلو جعلنا قوله ولا أنا من يزدهيه وعيدكم جنة اعتراضية لكانت لا داخلة على معرفة بلا تكرير ولا يدوذ ذلك إلا عند المبرد ولو رويا ولا إنني بالمشي في القيض بالكسر لارتفع الإشكال وكان قوله ولا أنا من يزدهيه مستأنفة ولا مكررة انتهى الشريط التاسع والعشرون من القسم الثاني من شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي وله بقية على الشريط الثلاثين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثلاثون من الجزء الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت عنوان العطف على اسم إنا وأخواتها وحكم لكن في جواز العطف على محل اسمها حكم إن المكسورة خلافا لبعضهم قال سيبويه بعد ذكره جواز العطف على محل اسم إنا بالرفع لكن الثقيلة في جميع الكلام بمنزلة إنا يعني في جواز العطف المذكور وتفارقها في أن اللام لا تدخل على ما في حيزها دون إن كما يجي وإنما كانت لكن مثل إن لأن معنى الابتداء بعدها لم يزل لأن الاستدراك في الحقيقة معنى الراجع إلى ما قبله لا إلى ما بعده إذ هو حفظ الكلام السابق نفيا كان أو إثباتا عن أن يدخل فيه الاسم المنتصب بلا كن فقولك ما قام زيد لكن عمرا قائم حفظت فيه عدم القيام عما توهم من دخول عمر فيه وكذا فيه قام زيد لكن عمرا لم يقم وأجاز الفراء رفع المعطوف على اسمك أن وليت ولعل أيضا لكونه في الأصل مبتداء ومنعه غيره لخروجه عن معنى الابتداء بما أوردت في الحروف من المعاني وهو الحق والوصف وعطف البيان والتوكيد كالمنسوق عند الجرمي والزجاج والفراء في جواز الحمل على المحل ولم يذكر غيرهم ذلك لا منعا ولا إجازة والأصل الجواز إذ لا فارق قال الزجاج قوله تعالى علام الغيوب في قوله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب صفة ربي ويحتمل ويحتمل رفعه وجوها أخر ولم يذكر البذل والقياس كونه كسائر التوابع في جواز الرفع تقول إن الزيدي استحسنتهما شمائلهما أو شمائلهما بالرفع كما جاز ذلك في اسم لا التبرئة المشبهة بإن نحو لا غلام رجل في الدار إلا زيد فلا يحمل على المحل عند البصريين إلا عند مضي الخبر فلا يجوز عندهم إن زيدا وعمر قائمان وأجازه الكسائي وإنما منعوا من ذلك لأن العامل في خبر المبتداء عند جمهورهم الابتداء والعامل في خبر إن فيكون قائمان خبرا عن زيد وعمر معا فيعمل عاملان مختلفان مستقلان في العمل رفعا واحدا فيه وذلك لا يجوز لأن عامل النحو عندهم كالمؤثر الحقيقي كما ذكرنا في صدر الكتاب والأثر الواحد الذي لا يتجزأ لا يصدر عن مؤثرين مستقلين في التأثير كما ذكر في الأصول لأنه يستغني بكل واحد منهما عن الآخر فيلزم من احتياجه إليهما معا استغناؤه عنهما معا ولو فرق الخبران بالعطف نحو إن زيدا وهند قائم وخارجه لم يأتي الفساد المذكور فيجب جوازه ويكون الكلام من باب اللف كقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله فإذا قدمت الخبر على العطف فإما أن تأتي للمعطوف بالخبر ظاهرا نحو إن زيدا قائم وعمر كذلك أو تحذفه وتقدره والأكثر الحذف نحو إن زيدا قائم وعمر ولا يجوز أن يكون هذا من باب عطف المفرد لأن قائم لا يكون خبرا عن الاسمين وإنما أجاز الكسائي نحو إن زيدا وعمر قائمان لأن إن وأخواتها لا تعمل عند الكوفيين في الخبر فالعامل في خبر إن اسمها لأن المبتدأ والخبر يترافعان عنده فلا يلزم صدور أثر عن مؤثرين والفراء توسط مذهبي سيبويه والكسائي فلم يمنع رفع المعطوف مطلقا بل فصل وقال إن خفي إعراب الاسم بكونه مبنيا أو معربا مقدر الإعراب جاز الحمل على المحل قبل مضي الخبر نحو إنك وزيد قائمان وإن الفتى وعمر قاعدان وإلا فلا لأنه لا ينكر في الظاهر كما أنكر مع ظهور الإعراب في المعطوف وذلك لأن خبرا واحدا عن مختلفين ظاهري الإعراب مستبدع ولا كذلك إذا خفي إعراب المتبوع ولا يلزمه أيضا توارد المستقلين على أثر واحد لأن مذهبه في ارتفاع خبر إن مذهب الكسائي وأما قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن الآية فعلى أن الواو في والصابئون اعتراضية لا للعطف وهو مبتدأ محذوف الخبر أي والصابئون كذلك لسد خبر إنما سده ودلالته عليه كما في يا تيم تيم عدي على مذهب المبرد ومنه قوله فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب أي فإني وقيار كذلك بها لغريب وسمع سيبويه قبل الخبر توكيد اسم إن المبني وكذا المعطوف غير منوي الخبر نحو إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان وذاهبان خبر عنهما بلا شك وسهل ذلك وجوزه بعض التجويز بناء الاسم وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي ظن وأخواته إن خفي إعراب الثاني نحو ظننت غلامك زائري وعمر وليس بشيء لأن ظن عامل قوي أثر في الاسمين الذين بعده بأن صار به مضمونهما مفعولا به وإذا منعوا ذلك في ليتا ولعل لما فيهما من معنى الفعل فكيف يجوز ذلك وإنما اشتريط خفاء إعراب الثاني ليكون المفعولان في الظاهر كاسم إن وخبرها فتقل الشناعة قوله خلافا للمبرد والكسائي الظاهر أن هذا مذهب الفراء والإطلاق مذهب الكسائي كما هو مذكور في كتب النحو قوله ولكن كذلك أي في أحكام الحمل على المحل قوله ولذلك دخلت اللام أي ولأجل كون المكسورة مع جزئيها في تقدير الجملة قوله دونها أي دون المفتوحة عنوان تفصيل أحكام لام الابتداء اعلم اعلم أن هذه اللام لام الابتداء المذكورة في جواب القسم وكان حقها أن تدخل في أول الكلام ولكن لما كان معناها هو معنى إن سواء أعني التأكيد والتحقيق وكلاهما حرف ابتداء كره اجتماعهما فأخروا اللام وصدروا إن لكونها عاملة والعامل حري بالتقديم على معموله وخاصة إذا كان حرفا إذ هو ضعيف العمل وراعوا مع تأخير اللام شيئين أحدهما أن يقع بينهما فصل لأن المكروه هو الاجتماع والآخر أنها لما سقطت عن مرتبتها وهي صدر الكلام أعني المبتدأ أو الخبر المقدم أو معمول الخبر المقدم كما مضى في جواب القسم نحو لزيد قائم ولقائم زيد ولطعام كزيد آكل لا تدخل بعد التأخر إلا على أحد الثلاثة نحو إن من الشعر لحكمة وإن زيد لقائم وإن زيد لفدار قائم ولا تدخل على متعلق الخبر المتأخر عن الخبر فلا يقال إن زيد قائم لفدار لأن لا يبخس حقها كل البخس بتأخير ما حقه صدر الكلام عن جزئي الكلام الذين هما العمدتان وإنما تدخل على الإسم إذا فصل بينه وبينها بظرف هو الخبر نحو إن علينا للهدى أو بظرف متعلق بالخبر نحو إن في الدار لزيدا قائم لا ينكر عمل ما بعد اللام فيما قبله لنقصان حقه في التصدر وقوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئا الأولى فيه لام الابتداء والثانية جواب قسم محذوف والجملة القسمية صلة من أو صفته وإنما تدخل على الخبر إذا لم يكن ماضيا مجردا عن قد فلا يجوز إن زيدا لقام كما يجوز إن زيدا ليقوم بل تقول إن زيدا لقد قام كما مضى في شرح جواب القسم ويجوز في نعم وبئس نحو إن زيدا لنعم الرجل كما مر هناك وإذا كان الخبر مضارعا مصدرا بحرف التنفيس جاز دخول هذه اللام عليه نحو إن زيدا لسوف يقوم خلافا للكوفيين كما مر في باب المضارع ولا تدخل هذه اللام في حروف النفي كما مر في جواب القسم ولا في حرف الشرط فلا تقول إن زيدا لئن ضربته يضربني ولا على اسم فيه معنى الشرط لأن اللام والشرط مرتبة كليهما الصدر فتنافرا ولا تدخل على جواب الشرط فلا تقول إن زيدا من يضربه لأضربه لأن جواب الشرط وحده ليس هو الخبر بل هو مع الشرط وأجازه ابن الأنباري ولا تدخل ولا تدخل على واو المصاحبة المغنية عن الخبر فلا تقول إن كل رجل لو ضيعته لأن أصلها لام الابتداء فلا تدخل إلا على ما كانت تدخل عليه وقد ذكرنا مواضعها وأجازه الكسائي نظرا إلى سدها مسد الخبر وإذا وقعت الاسمية خبر إنا فالوجه دخولها على الجزء الأول نحو إن زيدا لأبوه قائم وقد حكي إن زيدا وجهه لحسن وهو مثل دخولها على جواب الشرط الواقع موقع الخبر على ما أجازه ابن الأنباري وكلاهما ضعيف لأن حقها لما سقطت عن التصدر ألا تتأخر عن الاسم وعن أول أجزاء الخبر وإذا أردت إدخالها في خبر إن الذي في أوله لام القسم وجب الفصل بينهما لكراهة اجتماع اللامين قال تعالى وإن كل لما ليوفينهم فصل بينهما بما الزائدة كما قلنا في زيد صديقي كما أن عمرا أخي وإنما تدخل على معمول الخبر إنك لأنت الحليم الرشيد وذلك لوقوعها موقع الخبر فكأنها دخلت على الخبر مع أن كل فصل في مثل هذا المقام يحتمل أن يكون مبتدأ لارتفاع لارتفاع ما بعده وقد تكرر اللام في الخبر وفي متعلقه المتقدم عليه نحو إن زيدا لفيك لراغب وهو قليل منع منه المبرد وأجازه الزجاج قياسا وقد شذ دخول اللام على خبر المبتدأ المؤخر مجردا من إن نحو قوله أم الحليس لعجوز شهربه أقدر بعضهم لهي عجوز لتكون في التقدير داخلة على المبتدأ كما شذ في خبر أن المفتوحة على قراءة سعيد بن جبير إلا أنهم ليأكلون الطعام وكذا قرأ في الشواذ وأن الله لسميع عليم بالفتح كما جاءت في الخبر معمولا لأضحى نحو أضحى زيد لمنطلق ولأمسى قال مروا عجالا فقالوا كيف صاحبكم فقال من سئل أمسى لمجهودا ولزال قال وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لك الهائم المقصي بكل مكاني ولما في ما زيد لقائما وقال وقوله وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ أَنَّ تَسْلِيْمًا وَتَرْكًا لَلَا مُتَشَابِهَانِ وَلَا سَوَاءُ شاذٌّ لدخولها على حرف النفي وشذ أيضا دخولها على كأن ولولا قال فباد حتى لك أن لم يكني فاليوم أبكي ومتى لم يبكني وقال لَلَوْ لَا قَاسِمٌ وَنَدَى بِسِيلٍ لَقَدْ جَرَّتْ عَلَيْكَ يَدٌ غَشُومٌ وَاعْلَمْ أَنَّ أَصْلًا شَهِدْتُ أَنْ يَتَعْدَّى بِالْبَاءِ نَحُو شَهِدْتُ بِكَذَا وَشَهِدْتُ بِأَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَيَجُوزُ مع أن حذف الجار كما هو القياس نَحُو شَهِدْتُ أَنَّكَ قَائِمٌ وأما قوله تعالى نشهد إنك لرسول الله فنشهد محمول على نعلم لأن أصل الشهادة أن تكون عن علم ونشهد معلق كعلمت في نحو أعلمت لزيد قائم إلا أن شهدت لا ينصب المفعولين نصب علمت فلا تقول شهدت زيدا قائما وعلمت يجري مجر القسم على ضعف فتقول إذا علمت أن زيدا قائم بكسر إن وكذا شهدت تقول في الشعر أشهد إنك ذاهب والمشهور الفتح فيهما وكذا قد يجيء أشهد لقد رأيته كذا كأنه قيل والله لقد رأيته وكذا أشهد لأخرجن قال ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها وقد يقال ظننت لتموتن لكونه بمعنى علمت وإجراؤها مجر القسم ضعيف كما أن حذف اللام المعلقة بعدها ضعيف كعلمت في علمت زيد قائم وشهدت زيد فاضل كقوله إني وجدت ملاك الشيمة الأدب والدليل على جواز إجراء الشهادة مجر اليمين قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ففي قولك شهدت إن زيدا لقائم وأشهد لزيد قائم يجوز أن يكون شهدت فيه معلقا كظننت لزيد قائم ويجوز أن يكون مجرا مجر القسم واللام وإنا جوابه ولا يجوز إجراء شهدت مع الباء مجر علمت نحو أشهد بأن زيدا لقائم لأن حرف الجر لا يعلق وليجوز أشهد أنه ذاهب وإنك لقائم لعطفك الجملة على المفرد واعلم أن من العرب من يقول لهنك لرجل صدق قال أبائنا تحبا نعم وتماضر لهنا لمقصي لمقضي علينا التهاجر وقال لهني لأشقى الناس إن كنت غارما لدومة بكرا ضيعته الأراقم وقد تحذف اللام وهو قليل كقوله ألا ياسنا برق على قلل الحما لهنك من برق علي كريم وفيه ثلاثة مذاهب أحدها لسيبويه وهو أن الها بدل من حمزة إنك إياك وهياك فلما غيرت صورة إن بقلب همزتها هاء جاز مجامعة اللام إياها بعد الامتناع والثاني قول الفراء وهو أن أصله والله إنك كما روي عن أبي أدهم الكلابي له ربي لا أقول ذلك بقصر اللام ثم حذف حرف الجر كما يقال الله لا أفعلنا وحذف لام التعريف أيضا كما يقال لاه أبوك ثم حذف ألف فعال كما يحذف من الممدود إذا قصر كما يقال الحصاد والحصد قال ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال ثم حذفت همزة إنك وفيما قال تكلفات كثيرة والثالث ما حكى المفضل ابن سلمة عن بعضهم أن أصله لله إنك واللام للقسم فعمل به ما عمل في مذهب الفراء وقول الفراء أقرب من هذا لأنه يقال لهنك لطائم بلا تعجب وأما قولهم إن زيدا ليضربنا بنون التأكيد وإن زيدا لقاما بدون قد فاللام فيهما جواب قسم مقدر أي والله ليضربنا ووالله لقاما وإنما جاز حذف قد في الماضي معلامي جواب القسم دون لامئنا وإن كان كلاهما في الأصل لام الابتداء لأن القسم يحتمل الحذف أكثر لأن هناك جملتين في حكم جملة واحدة ألا ترى إلى تخفيفات أيمن ووجوب حذف الخبر في لعمرك وأيمن الله وجواز حذف الجار في الله لا أفعلن ولا تجيء لام الابتداء مع جملة الحروف الستة إلا بعد إن المكسورة وألحق الكوفيون بها لكن مثدلين بقوله ولكنني من حبها لعميد قالوا إن ذلك لأنها لا تغير معنى الابتداء كإن ولذا جاز العطف على محل اسمها بالرفع وأما البصريون فقالوا كان حق اللام ألا تجامع إن المكسورة أيضا لأنها تسقط بسببها عن مرتبة الصدر لكن جازت مجامعتها لها لشدة تناسبهما بكونهما بمعنى واحد فارتفر لذلك سقوطها عن مرتبتها بخلاف لكن فإنها لا تناسبها معنا فلم يغتفر معها سقوطها عن مرتبتها وما أنشدوه فإما أن يكون شاذا كما في قوله أم الحليسي لعجوز شهربة وإما أن يكون في الأصل لكن إنني فخفف بحذف الهمزة ونون لكن كما خففت في لكن هو الله ربي اتفاقا منهم بحذف الهمزة وأصله لكن أنا وعلم وعلم أن إن المكسورة ترادف نعم كما يجيء في حروف التصديق فلا تعمل وترادف المفتوحة لعل فتعمل والمفتوحة لكونها مع جزئيها اسما مفردا تقع اسما لهذه الأحرف الستة لكن يجب فصلها عنها بالخبر كراهة اجتماعهما نحو إن عندي أنك قائم وليت في قلبك أنك تعطيني وكذا في البواق وأن مع ما في حيزها بدل اجتمال من إحدى في قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ومن كم في قوله ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وأما قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون فقوله مخرجون خبر لأنكم الأولى وأنكم الثانية معاذة لتأكيد الأولى لما تراخى ما بينها وبين الخبر كما كرر فلا تحسبنهم لما تراخى ما بين مفعولي لا تحسبن في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ومثله قوله تعالى وهم بالآخرة هم كافرون وهذا قول الجرمي وهو الحق وقال المبرد أنكم مخرجون مبتدأ خبره إذا ميتم والجملة الاسمية خبر أنكم الأولى أي أنكم وقت موتكم إخراجكم ويجوز وقوع إن المكسورة خبرا للأحرف الستة كقوله إن الخليفة إن الله سرب له لباس ملك به تزج الخواتيم وقوله لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد إني خطيبها بكسر إن وروي أني بالفتح على أن يكون أني تكذيرا لأنني الأولى كما قلنا في الآية الكريمة قوله وتخفف المكسورة إلى آخره إذا خففت المكسورة بطل اختصاصها بالأسماء فيغلب الإلغاء قال تعالى في الإعمال وإن كل لما ليوفينهم بتخفيف إنا ولا يجوز عند الكوفيين إعمال المخففة والآية رد عليهم قال المصنف ويلزمها اللام مع التخفيف سواء أعملت أو أهملت أما مع الإهمال فللفرق بين المخففة والنافية وأما مع الإعمال فلإضطرد وهو خلاف مذهب سيبويه وسائر النحاة فإنهم قالوا المعملة لا يلزمها اللام لحصول الفرق بالعمل وقال ابن مالك وهو حسن يلزمها اللام إن خيف التباسها بالنافية فعلى قوله تلزم اللام إن كان الاسم مبنيا أو معربا مقصورا وأما إن دخلت على الأفعال لزمت اللام وقولهم أما إن جزاك الله خيرا لم تدخل فيه اللام لأن الدعاء لا تدخله إن النافية فإذا دخلت المخففة على الفعل لزم عند البصرية كونه من نواسخ الابتداء حتى لا تخرج إن بالتخفيف عن أصلها بالكلية والكوفيون يعممون جواز دخولها على الأفعال كلها قياسا كقوله تالله ربك إن قتلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المتعمد وقولهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه وهو عند البصريين شاذ واختلف في هذه اللام الفارقة فمذهب أبي علي وأتباعه أنها غير لام الابتداء التي تجامع المشددة بل هي لام أخرى للفرق إذ لو كانت للابتداء لوجبت تعليق فيه إن علمت لزيدا قائما ولما دخلت فيما لا تدخله لام الابتداء في نحو إن قتلت لمسلما وإن يزينك لنفسك وذهب جماعة إلى أنها لام الابتداء والجواب عن قولهم إن علمت لزيدا قائما أن التعليق واجب لو دخلت على أول مفعولي أفعال القلوب إلا أنها لا تدخل بعد الأفعال الناسخة للابتداء إلا على الجزء الأخير وهو الخبر وتدخل مع المثقلة إما على المبتداء المؤخر أو الخبر أو القائم مقامه وفي الأمثلة الواردة في التنزيل لم تدخل إلا على ما كان خبرا في الأصل نحو إن كانت لكبيرة وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن ظنك لمن الكاذبين ولما نصب لما نصب الأول لخلوه عن مانع ومعلق فلابد من نصب الثاني وإن دخله لام الابتداء قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك وإن كادوا ليفتنونك وأما قوله إن قتلت لمسلما وإن يزينك لنفسك فشاذ وفرق الكسائي بين إن مع اللام في الأسماء وبينها معها في الأفعال فجعلها في الأسماء المخففة وأما في الأفعال فقال إن نافية واللام بمعنى إلا لأن المخففة بالاسم أولى نظرا إلى أصلها والنافية بالفعل أولى لأن معنى النفي راجع إلى الفعل وغيره من الكوفيين قالوا إنها نافية مطلقة دخلت في الفعل أو في الاسم واللام بمعنى إلا وقال البصريون لو كانت اللام بمعنى إلا لجاز جاءني القوم لزيدا أي إلا زيدا ولا يلزم ما قالوا إذ ربما اختص بعض الأشياء ببعض المواقع كاختصاص لما بالاستثناء بعد النفي الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان دخول اللام على خبر النواسخ ومنع أبو علي في المكسورة المخففة المهملة من تقدير ضمير الشأن بعدها وجوز ذلك بعضهم قياسا على المفتوحة وقد مر ذلك في باد الضمائر قوله وتخفف المفتوحة فتعمل في ضمير شأن مقدر قد مر ذلك في ضمير الشأن مع الخلاف في ذلك وحكى بعض أهل اللغة اعمالها في المضمر في الساعة نحو قولهم أظن أنك قائم وأحسب أنه ذاهب وهذه رواية شاذة غير معروفة وأما في الضرورة فجاء في المضمر فقط قال فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق وقال بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال قوله ويرزمها مع الفعل إلى آخره قد مضى شرحه في نواصب المضارع وإذا يخلت على الجملة الاسمية فقد تكون الجملة مجردة كقوله في فتية كسيوف الهند قد علموا أنهالك كل من يحفى وينتعل وقد تكون مصدرة بلا نحو علمت أن لا شيء لك أو بأداة الشرط نحو علمت أن من يضرب كأضربه أو برب نحو علمت أن رب خصم لي على مذهب الكوفيين أو بكم نحو علمت أن كم غلام لي عنوان عنوان كأن لكن ليت ودخول ما عليها قوله كأنك للتشبيه وتخفف فتلغى على الأصح ولكن للسدراك يتوسط بين كلامين متغايرين معنا وتخفف فتلغى ويجوز معه الواو وليت للتمني وأجاز الفراء ليت زيدا قائما ولعل للترج وشذ الجر بها في كأن قولان قال بعضهم إنها غير مركبة لعدم الدليل عليه ومذهب الخليل أن أصلك أن زيدا أسد إن زيدا كالأسد قدمت أداة التشبيه لتؤذن من أول الأمر بقصد التشبيه فوجب فتح إن المكسورة رعاية للفظ الكاف لأنها لا تدخل إلا على لفظ المفردات ففتحت لفظا وهي في المعنى باقية على حالها لم تصر بالفتح حرفا مصدرية فصار الكاف مع إن كلمة واحدة فلا عمل للكاف كما كان لها حين كانت في محل خبر إن لصيرورتها كجزء الحرف كما ذكرنا في كاف كذا وكأي ولا تقتضي ما تتعلق به كما كانت تقتضيه حين كانت في محل الخبر لأنها خرجت بالجزئية عن كونها جارة فإذا خففت كأن فالأصح إلغاؤها وقد جاء كأن وريديه رشاء خلب وقال وصدر مشرق اللون كأن ثدياه حقاني وإذا لم تعملها لفظا ففيها ضمير شأن مقدر عندهم كما في أن المخففة ويجوز أن يقال إن ذلك غير مقدر بعدها لعدم الداعي إليه كما كان في أن المخففة لكن لما لزم الفعلية التي تليها ما لزم أن المخففة من حروف العوض قوي إضمار الشأن بعدها إجراء لها مجراء ولزوم حرف العوض بعدها في الفعلية يقوي كونها مركبة من الكاف وأن ويجيء بعد المهملة إسمية كقوله عبأت له رمحا طويلا وألة كأن قبس يُعْلَى بها حين تُشْرَعُوا وفعلية كقوله تعالى كأن لم تغنب الأمس وقوله رضي الله عنه في نهج البلاغة كأن قد وردت الأضعان وقوله أفدت ترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد أي وكأن قد زالت بها وإن جاء بعدها مفرد كقوله تمشي بها الدرماء تسحب قصبها كأن بطن حبل ذات حولين متئم فالمحذوف غير ضمير الشأن أي كأن بطنها حبل وقوله ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم برفع ضبية ويجوز أن يكون ضبية تعطو جملة اسمية وأن يكون تعطو صفة ضبية واسم كأن محذوف أي كأنها ضبية ويروى كأن ضبية بالنصب على إعمال كأن ويروى بجرها على أن زائدة أي كضبية قوله ولكن هي عند البصريين مفردة وقال الكوفيون هي مركبة من لا وإن المكسورة المصدرة بالكاف الزائدة وأصله لا كإن فنقلت كثرة الهمزة إلى الكاف وحذفت الهمزة فلا تفيد أن ما بعدها ليس كما قبلها بل هو مخالف له نفيا وإثباتا وإن تحقق مضمون ما بعدها ولا يخفى أثر التكلف فيما قالوا وهو نوع من علم الغيب وفيه نقل الحركة إلى المتحرك وهو كما قالوا إن كم مركبة من الكاف وما والأصل عدم التركيب قوله بين كلامين متغيرين معنا أي في النفي والإثبات والمقصود التغاير المعنوي لللفظي فإن اللفظي قد يكون نحو جاءني زيد لكن عمرا لم يجي وقد لا يكون كقوله تعالى ولو أراكم كثيرا إلى قوله ولكن الله سلم أي ولكن الله لم يركهم كثيرا وتقول زيد حاضر لكن عمرا مسافر لا يرزم التضاد بينهما تضادا حقيقيا بل يكفي تنافيهما بوجهما قال تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فإن عدم الشكر غير مناسب للإفضال بل اللائق به أن يشكر المفضل ومثله كثير فإذا خففت ألغيت والأخفش ويونس أجاز إعمالها مخففة ولا أعرف به شاهدا ويجوز دخول الواو عليها مشددة ومخففة ويجوز كون الواو عاطفة للجملة على الجملة وجعلها اعتراضية أظهر من حيث المعنى وجاء في الشعر حذف نون المخففة للساكنين قال فلست بآتيه ولا مستطيعه ولكن اسقني إن كان ماءك ذا فضلي قوله وليت للتمني إلى آخره قد مضى شرحه في أول هذا الباب قوله ولعل للترجي وشذ الجر بها فيها إحدى عشرة لغة أشهرها لعل وعل وجاء لعن بعين غير معجمة ولغن بغين معجمة وآخره مانون وجاء رعن ورغن بجعل الراء مقاما اللام ولأن ولعاء بالمد قال لعاء الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم وقد قال لعلت كربت وعقيل يجرون بلعل مفتوحة اللام الأخيرة ومكسورتها وكذا بعل مكسورة اللام ومفتوحتها قال فقل تدع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب وهي مشكلة لأن جرها عمل مختص بالحروف ورفعها لمشابهة الأفعال وكون حرف عاملا عمل الحروف والأفعال في حالة واحدة مما لم يثبت وأيضا الجار لا بد له من متعلق ولا متعلق لها هنا لا ظاهرا ولا مقدرا فهي مثل لولا الداخلة على المضمر المجرور عند سيبويه جارة لا متعلق لها وفي 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 البيت وفي البيت أنشدناه إن روي بفتح اللام الأخيرة يحتمل أن يقال اسم لعل وهو ضمير الشأن مقدر وأب المغوار مجرور بلام مقدرة حذفت لتوالي اللامات أي لعله لأب المغوار منك جواب قريب ويجوز أن يقال ثاني لامي لعل محذوف واللام المفتوحة جارة للمظهر كما نقل عن الأخفش أنه سمع من العربي فتح لام الجر الداخلة على المظهر ونقل أيضا ذلك عيونس وأبي عبيدة والأحمر وإن روي بكسر اللام فضمير الشأن أيضا مقدر مع حذف ثاني لامي لعل لاجتماع الأمثال ثم أضغمت الأولى في لام الجر ويجوز في هذه الرواية أن يقال الأصل لعن أي انتعش دعاء له فأضغم تنوينه في لام الجر وهذه الوجوه متعذرة فيما أنشده أبو عبيدة لعل الله يمكنني عليها جهارا من زهير أو أسير بجر الله واللام الأولى في لعل زائدة عند البصرية أصلية عند الكوفية لأن الأصل عدم التصرف في الحروف بالزيادة إذ مبناها على الخفة والبصرية نظر إلى كثرة التصرف فيها والتقلب بها وجواز زيادة التاء فيها فإن سمي بها لم تنصرف عند البصريين للتركيب والعالمية وكذا عند الكوفيين لشبه العجمية والعالمية لأنها ليست من أوزان كلامهم عنوان أحوال الاسم والخبر بعد الأحرف المشبهة بالفعل وعلم أن حال الاسم والخبر بعد دخول هذه الأحرف عليهما كحالهما قبل دخولها لكنه يجب تأخير الخبر ها هنا إلا أن يكون ظرفا أو جار أو مجرورا فيجب توسطه بين هذه الحروف وأسمائها نحو إن في الدار زيدا وإن كان الاسم مع ذلك نكره وجب تأخيره نحو إن لدينا أنكالا كما في المبتدأ والخبر وكل ذلك قد ذكرناه في باب المرفوعات في خبر إنا ولا يجوز حذف أسمائها التي ليست بضمير الشأن إلا في الشعر على قلة وضعف كقوله فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجي غليظ المشافري في من روا برفع زنجي أي ولكنك زنجي ومن روا بنصبه فالخبر محذوف أي ولكن زنجيا هكذا لا يعرف قرابتي وأما ضمير الشأن فيجوز حذفه في الشعر كثيرا كقوله إن من لام في بني بنت حسان ألمه وأعصه في الخطوب وقوله إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وضباء وذلك لأن ذات الشرط لا تعمل فيها العوان اللفظية المتقدمة وأما في غير الشعر ففيه خلاف والأصح جوازه قليلا لكن بشرط أن لا يلي الأحرف فعل صريح لكراهية دخول الأحرف المختصة بالاسم على الفعل الصريح فلا تقول إن قام زيد بمعنى إنه قام زيد وحكى الخليل عن بعض العرب إن بك زيد مأخوذ أي إنه وتقول إن في الدار يجلس أخواك قال كأن على عرنينه وجبينه أقام شعاع الشمس أو طلع البدر وإنما جاز حذف ضمير الشأن من غير ضعف لبقاء تفسيره وهو الجملة فهو كالزائد وجاء في الخبر إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وعند الكسائي من فيه زائدة وعند ابن كيسان الحروف في مثله غير عاملة لفظا كالمكفوفة وإذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا سواء كان الاسم معرفة أو نكرة والكوفيون يشتريطون تنكير الاسم لكثرة ما جاء كذلك نحو قوله إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهلا أي إن لنا محلا في الدنيا ومرتحلا في الآخرة وإن في رحيل السفر إذا مضوا إلى الآخرة مهلا أي سبقا أي لا يرجع الراهلون إلى الآخرة وتقول إن مالا وإن ولدا وإن غيرها إبلا أو شاء أي إن لنا ذلك والفراء يشترط في جواز حذف أخبارها تكذير إن كما قيل أن أعرابيا قيل له إن الزبابة الفأرة فقال إن الزبابة إن الفأرة أي هما مختلفان والرد على المذهبين ما روي أن المهاجرين قالوا يا رسول الله إن الأنصار نصرون ووصلون قد فضلون وآوون وفعلوا بنا فقال عليه الصلاة والسلام ألستم تعرفون ذلك قالوا بلى يا رسول الله فقال عليه السلام إن ذلك أي إن ذلك كذلك وما روي من قول عمر بن عبد العزيز لمن مت إليه بقرابة إن ذلك أي مصدق ثم ذكر المات أمات حاجته فقال عمر لعل ذلك أي لعل مطلوبك حاصل وقال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله أي هلكوا وقيل الخبر يصدون والواو زائدة وقال الشاعر خلا أن حيا من قريش تفضلوا على الناس أو أن الأكارم نحشلا قال ابن يعيش لم يأتي خبر إن المحذوف إلا ظرفا أو جارا ومجرورا قال والجيد أن يقدر في إن ذلك ولعل ذلك الظرف أيضا أي إن لك ذلك ولعل لك ذلك وأقول لا منجأ إلى جعل جميع الأخبار المحذوفة ظروفا فلمن ارتكبه بل نقدر ما يستقيم به معنى الكلام ظرفا كان أو لا وقد يسد مسد الخبر واو المصاحبة نحو إن كل رجل وضيعته والحال نحو إن ضربي زيدا قائما وأما قولك ليت شعري فالشعر بمعنى الفقنة مصدر من شعرت أشعر كنصرت أنصر أي فطنت له قال سبويه أصله ليت شعرتي حذف الهاء في الإضافة كما في قولهم أبو عذرها أبو عذرها فلعله لم يثبت عنده إلا بالها كالنشدة وإلا فلا موجب لجعل المصدر من باب الهيئة كالجلسة والركبة والتزم حذف الخبر في ليت شعري مردفا باستفهام نحو ليت شعري أتأتيني أم لا وهذا الاستفهام مفعول شعري كما ذكرنا في أفعال القلوب في نحو علمت أزيد عندك أم عمر أي ليت علمي بما يسأل عنه بهذا الاستفهام حاصل وقال المصنف هذا الاستفهام قائم مقام الخبر كالجار والمجرور في ليتك في الدار وفيه نظر لأن شعري مصدر معناه متعلق لمضمون الجملة الاستفهامية فهي من حيث المعنى مفعول شعري ومفعول المصدر لا يكون ذلك المصدر حتى يخبر به عنه لأن علمك بالشيء غير ذلك الشيء وقال ابن يعيش الاستفهام ساد مسد الخبر كسد جواب لولا مسد خبر المبتدأ وفيه أيضا نظر لأن محل خبر شعري الذي هو مصدر بعد جميع ذيوله من فاعله ومفعوله فمحله بعد الاستفهام فكيف يكون الاستفهام في مقام الخبر ومقامه بعده بل هو خبر وجب حذفه بلا ساد مسده لكثرة الاستعمال وقد يحدف الاستفهام مع العلم نحو قوله ليت شعري مسافر مسافر ابن ابي عمر وليت وليت يقولها المحزون أي ليت شعري ان اجتمع ام لا ومسافر منادى وقد يخبرها هنا بشرط الافادة عن نكرة بنكرة لأن ذكرنا في بل المبتدأ أن التخصيص غير مشروط في المبتدأ مع حصول الفائدة وإنما لم يخبر عن المبتدأ المنكع بخبر مؤخر لألا يلتبس المبتدأ بالخبر وذلك لتوافق اعرابيهما وأما ها هنا فالاعرابان مختلفان قال فإن شفاء عبرة مهراقة على ما أنشده سيبويه ويجوز أيضا الإخبار عن النكرة بالمعرفة نحو إن كريما أبوك قال تعالى فإن حسبك الله كما قلنا في باب كان في أضبي كان أمك أم حمار ويجوز أن يكون كفافا في قوله فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عني مرتوى الماء مرتوي اسم ليتا والجملة خبره على أن يروى خيرك بالنصب فيكون اسم كان أيضا نكرة لكونه ضميرا راجعا إلى كفافا وإن روي برفعه فاسم ليتا ضمير شأن محذوف وقوله خيرك وشرك اسم كان وكفافا خبره ولم يثنى لكونه مصدرا في الأصل وعني متعلق بكفافا أي مكفوفين عني والماء على هذا الوجه منصوب أي مرتوى من الماء مرتوين وقيل شرك مرتوين بتقدير مرتويا اسم وخبر معطوف على اسم كان وخبره أعني خيرك كفافا أي كان خيرك كفافا وشرك مرتويا عني أي كافا فحذف النصب ضرورة كما في قوله فلو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت احتداليا ويكون الماء على هذا الوجه مرفوعا فاعل ارتوى أي ما دام الماء ريان عنوان حروف العطف الواو الفاء ثم حتى معانيها وأحكامها قوله الحروف العاطفة الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن فالأربعة الأولى للجمع فالواو للجمع مطلقا لا ترتيب فيها والفاء للترتيب وثم مثلها بمهلة وحتى مثلها ومعطوفها جزء من متبوعه لتفيد قوة أو ضعفا اعلم أن بعضهم عدأي المفسرة منها وعند الأكثرين أنما بعدها عطف بيان لما قبلها كما قال بعضهم إن بل التي بعدها مفرد نحو جاءني زيد بل عمر أو ما جاءني زيد بل عمر ليست منها لأنما بعدها بدل غلط مما قبلها وبدل الغلط بدونها غير فصيح وأما معها ففصيح مضطرد في كلامهم لأنها موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط قوله للجمع مراد نحاتب الجمع ها هنا أن لا تكون لأحد الشيئين أو الأشياء كما كانت أو وإما وليس المراد اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في الفعل في زمان أو في مكان فقولك جاءني زيد وعمر أو فعمر أو ثم عمر أي حصل الفعل من كليهما بخلاف جاءني زيد أو عمر أي حصل الفعل من أحدهما دون الآخر قوله فالواو للجمع مطلقا معنى المطلق أنه يحتمل أن يكون حصل من كليهما في زمان واحد وأن يكون حصل من زيد أولا وأن يكون حصل من عمر أولا فهذه ثلاثة احتمالات عقلية لا دليل في الواو على شيء منها هذا مذهب جميع البصريين والكوفيين ونقل بعضهم عن الفراء والكسائي وثعلب والربعي وابن درستويه وبه قال بعض الفقهاء إنها للترتيب دليل الجمهور استعمالها فيما يستحيل فيه الترتيب وفيما الثاني فيه قبل الأول كقوله أضل السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها وقوله تعالى واسجدي واركعي وقوله تعالى نموت ونحيا والأصل في الاستعمال الحقيقة ولو كانت للترتيب لتناقض قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقوله تعالى في موضع آخر وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا إذ القصة واحدة ثم أعلم أن الواو مرة تجمع وتشرك الاسمين فصاعدا في فعل واحد نحو قام زيد وعمر أي حصل منهما القيام ومرة تجمع الفعلين فصاعدا في اسم واحد نحو زيد قام وقعد أي حصل كلا الفعلين من زيد ومرة تجمع مضموني الجملتين فصاعدا في الحصول نحو قام زيد وقعد عمر نحو زيد قائم وعمر قاعد فإن فإن قلت لو لم تجئ بالواو في عطف الجملة لعلم أيضا حصول مضموني الجملتين فما فائدتها قلنا بلى ولكن كان يحتمل احتمالا مرجوحا أن يكون الكلام الأول غلطا ويحتمل حصول أحد الأمرين فبالواو صار نصا في حصول الأمرين معا ففائدة الواوي في مثله كفائدة لا في مثل قولك ما جاءني زيد ولا عمر كما يجي فكأنه زائد يفيد النص وإن لم يعده النحات في الزوائد وعلم أنك إذا نفيت نحو جاءني زيد وعمر مثلا وقلت ما جاءني زيد وعمر بلا قيد فهو في الظاهر نفي للاحتمالات الثلاثة أي لم يجي لا في وقت واحد ولا مع الترتيب والأكثر على أن لا يعطف على المنفي بالواو إلا وبعد الواو لا نحو ما جاءني زيد ولا عمر وذلك لأن الواو وإن كان في الظاهر الجمع المجتمل على الاجتماع في وقت وعلى الترتيب إلا أنه لما كان يستعمل كثيرا للاجتماع في وقت كما في المفعول معه وهو الصرف ومع المعطوف ومع العطف أيضا نحو كل رجل وضيعته وكيف أنت قصعة من ثريد خيف أن يكون مراد المتكلم ما جاءني زيد مع عمر فيكون قد نفر اجتماع في وقت لا ترتب مجيء أحدهما على مجيء الآخر فجيء بلا في الأغلب دفعا لهذا التوهم وبيان أن المراد نفي الاحتمالات الثلاثة وقد تزاد فيما لا يحتمل الترتيب طردا كقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وقوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات وإن أردت نفي بعض الاحتمالات دون بعض فلا بد من القيد نحو ما جاءني زيد وعمر أو ما جاءني زيد ولا عمر أو ما جاءني زيد ثانيا وعمر أولا فينتفي بعد أن تقيد بأحد الاحتمالات الاحتمالان الآخران وأما لو كررت العامل فقلت ما جاءني زيد وما جاءني عمر فهو عند سيبويه نفي للمجيئين المنقطع أحدهما عن الآخر كأن المخاطبة وهم أنه حصل مجيء كل واحد منهما لكن منقطعا عن مجيء الآخر فرفعت بهذا الكلام وهمه وعند المازني هو أيضا نفي للاحتمالات الثلاثة كما كان من دون تكرير العامل وهذا القول أقرب وتكون فائلة تكرير الفعل المنفي كفائدة زيادة لا بعد الواو وأكثر انتهى الشريط الثلاثون من الجزء الثاني لشرح الكافية وله بقية على الشريط الواحد والثلاثين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر